إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقاء وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتداب هديا والعمل بها إنه قريب مجيب سمير الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتين آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجهيم ولا تسأل عن أصحاب الجهيم ولن ترضى عنك اليهود ولا المصار حتى تتبع ملتهم إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآلي المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات إليكم هذا الخبر الإلهي ومن أصدق من الله قولا أو حديثا ماذا يخبر تعالى يقول وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتين آية حتى يؤمنوا أولا تأملوا قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون ومن هنا نعود بما تقدم ونذكر أنفسنا وإخواننا وكل من يقبل التذكير فنقول إن الخبث والشر والظلم والفساد هذه التي تعانيها البشرية في العالم ما ردها إلى الجهل علتها الجهل أي عدم العلم أعيد القول هذا شاهد قرآني هذا خبر من أخبار الله تعالى وقال الذين لا يعلمون فلو كانوا يعلمون ما قالوا هذه القول الرديئ الهابطة لكن أهل الجهل هو السبب فمن هنا وهذه القضية قررناها وتحدثنا فيها ما شاء الله كل شر وظلم وفساد وخبث هذه مبغوضة مكرها بكل بعقل وإلى لا ما علت أهل وجود الشر والخبث والفساد والظلم أهل الجهل وقد سبق أن قلنا مرات لو انعقد مؤتمر لعلماء النفس والاجتماع والسياسة والأدب والفلك والعلوم الكرنية على اختلافها وطرحنا عليهم هذا السؤال ما سبب الظلم الذي انتشر في العالم السرقات والتلصص والجرائم والقتل والاعتداء والحروم ما سبب الخبث من الزواط إلى الزنا إلى إلى أفضع ما يكون خمة الدنيا بهذا الشر والفزاد ما سبب وجود شر عام في كل مجالات الحياة أهل ترون أنهم يستطيعون أن يعللوا لهذا أما أنا فأقول والله ما يقدرون على هذا وما هم له بأهل وأنتم الآن أصبحتم قادرين على التعليم أو تشكون إليكم الدليل البرهنة هل بلغكم أن الأنبياء والرسل يزنون ويفجرون يعبثون ويعخذون البعط ويعملون به أبدا والله ما كان هل بلغكم أن العلماء الربانيين في العالم الإسلامي يفجرون ويسرقون ويكذبون ويخونون والله ما كان دي برهنة وعضحة أجيد إخواننا في أي بيت أعلمنا بالله وأعرفنا بما عنده أتقان في البيت الوحيد وأجهلنا أظلمنا وأشهرنا والله لا نتردد في هذا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قاب الله الأمثال وقال وما يعقلها إلا العالمون وقال لرسوله وقوى ربي زدني المعا إذا هذه فائدة عظيمة جليلة استفدناها من هذه الآية ثم ماذا يجب أن نعلم أنفسنا وإخواننا يا من يريدون أن يصلح البلاد والعباد فليعلموا النساء والرجال والأطفال حتى يعرفوا ربهم معرفة يقينية ويعرفوا ما يحب وما يكره يصبحون أهلا لأن يستقيموا على منهج الله وإلا فالخبط والخلط والاضطراب والقلق والفتن والحارات لا تنتهي إياك أنت فمن تنتهي بحريض النار لا تنتهي إلا بالعلم ومن أجل هذا أرسل الله الرسول وقال الذين لا يعلمون ماذا قالوا لو لا يكلمنا الله فإذا كلمنا سمعنا كلامه آمنا بكتابه ورسوله وشرعه هذا يقوله العالم لو كلم الله الناس وخاطبهم وسمعوا كلامه ما بقي معنى للتكليف ولا للحياة كلها إذ لو أراد الله أن يخلق البشر كالملائكة لا يفسقون ولا يفجرون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لفعل لكن أراد أن يمتحن البشرية والجن يأمرهم بالإيمان بالغيب ويكلفهم فمن أطاعه وطلب رضاه وهداه اهتدى ورضي عنه وأكرمه وأنزله في جواره ومن رغب عن ذلك وأعرض وانصرف إذن هيئ له دارة ناسبه وهي أنعار عالم الشقة فكون الله يكلمهم كلاما حتى يؤمنوا هذا يتنافى مع الحكمة من خلق البشر وإرسال الرسل كذلك أو تأتينا آية كالتي كانت لموسى عليه السلام العصاء إن قلبت ثعبان تهتز كأنها جن يده يدخلها في جيبه ويخرجها بيضاء نقية كأنها فلقت قمر المؤتمر أو ذاك العرض الذي تم مع السحرة ملأ الوادي بالحيات والثعابين عصى موسى فغرت فاه ودخل فيه كل ذلك الباطن يريدون آيات كآيات عيسى في إحياء الموتى وإباه الأكمى والأبرس هذا الكلام طلبه من طلبه من الجهال قالوا ما نؤمن بك يا محمد رسولا ولا بما جئت به دينا وشرعا حتى تأتين آية أو يكلمنا الله هذا عناد ومكابرة ولا تصلح من ذي عقل فضل عن ذي علم وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتين آية قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم ليسوا أول من طالب بهذه المطالب التي لا تقبل ولا تعقل في دار الامتحان والابتلاء والاختبار بل سبق تقدم لنا أن السبعين رجلا الذين اختارهم موسى لكلام الله سمعوا كلام الله قالوا أين الله وجه الله سمعوا كلام ما اقتنى فهؤلاء الذين يقولون لو لا يكلمون الله والله لو كلمهم ما آمنوا ولا قبلوا بل يزادون عنادا سبق أن هؤلاء السبعين المنتازين المختارين اختارهم موسى إلى جبل الطول وسمعوا كلام الله قالوا أين الله جهر فالهداية بيد الله فمن طلبها من الله في صدق هداه الله ومن استنكف وتكبر وأعرض أظله الله كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم بالضبط كما يقولون تشابهت قلوبهم قلوب الأولين والآخرين قلوب المعاندين والمكابرين تشابهت ما سبب تشابه القلوب القلوب من حيث هذا العضو الصنوبري متساوية لكن في الفهم والإدراك والعلم والمعرفة مختلفة تشابهت قلوب ما سوى التشابه إنه الشيطان الشيطان الذي أغوى آدم حتى أخرجه من الجنة الشيطان الذي أغوى من أغوى من البشر هو الجن واحد إذن فمن هنا القلوب متشابهة الباطل الذي يقول أحد الناس اليوم يقول من ياتي بعد قرن القول الذي يقوله المبطل اليوم قد قاله من قبلهم بمئة بل بآلاف سنين لما لأن الدافع أو المحرك أو المزين أو الباعث واحد فالصنع إذن واحدة البضاعة واحدة لأن مروجها واحد هو الشيطان تشابهت قلوبهم فيما تشابهت في الجهل والكفر والظلم والعناد لأن الباعث على هذا الفساد هو إبليس عليه لعائن الله أما قال وهو بين يدي الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المقلصين وقال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فمن هنا تشابهت قلوب ثقوا وفهموا وعلموا أن ما يقوله الظال اليوم قد سبق أن قاله الظلال منذ ألف سنة وعشر ألاف سنة لما؟ لأن الدافع واحد المحرك واحد ما في خلاف تشابهت قلوبهم ثم قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون آيات القرآن المبينة المفصلة المظهرة للحق المميزة له من الباطل هذه الآيات الذين آيقنوا بعد أن علموا أنها تنزيل العزيز الحكيم هذه الآيات قد بيّنت بالأدل القطعية والبراهن الصاطع والحجج التي لا تؤد ما كذب بهؤلاء المكذبون وكفر بهؤلاء الكافرون وذلك من وجود الله الحي القيوم السميع البصير العليم الخبير وأنه لا إله إلا هو وأن السائر الآله المدعى المعبود الباطلا وأنه أرب كل شيء ومليكه وأنه ذو قدر لا يعجزها شيء وعلم أحاض بكل شيء وحكم ما خلا منها شيء أكثر من أن يشاهدوا آية فجأة وتنتهي كأن يكلمهم ساعة ويسمعون كلامه ثم يقول ما سمعنا أو يحيي لهم ميت أو أمواتا ثم يقول سحهاكم كيف الميت أحياء وهذا أخبر تعالى عنه من صوات الحجرة ولو أننا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعوجون في أعظم هذا رحلة إلى الملكوت الأعلى تعالوا أنتم وأبنائكم ولساكم وصعدوا إلى السماء السابعة ونزل ونزلوا هل يقولون حقا ما رأيناه آمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله والله ما قالوا إلا سحى عيونكم ثم جانين في من يطلع إلى السماء لأن الذين يطلعون مجموعة عاشوا عشرون ثلاثون يظلون في الملكوت الأعلى في المسا يقولنا طبعا مجانين أنتم ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه طول ما يحوجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لما هذا لأن أناسا كتب الله شقاءهم في كتاب المقادية هم أهل العذاب الدائم الثابت المقيم أمثال هؤلاء لن يهتدوا لا يقبلون الهداية بأي نواة مهما ما عوضت عليهم يا من تطالبون بالآيات الكونية كنزول الشمس أو القمار أو الملائكة أو إحياء ميت هناك آيات أعظم من هذا ألا وهي هذا الكتاب هذا كلام الإله الخالد الباقي لأن الله عز وجل أيد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات مادية وشاهد أهل مكة وقريش سوف ياتي الجيل بعد ذي يقول خواف وكذب ما أين نحن هذا فلهذا ما أعطاهم ما طالبوا به من الآيات الكونية الحادثة الحادثة لأن هذا ما يجد ولا ينفع أولا المصرون على الجاهلية وعناد وظلم ما يؤمنون ثانيا ينقرض من شاهد المعجزة والذي بعد يقول نحن ما شاهدنا من أين لنا أن هذا وقع فالقرآن إذا هو آية محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطاه الله ما آمن عليه مثله البشر ما آمن على مثله البشر وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأنا أرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة وتحقق رجاءه صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة المحمد يوم القيامة أعظم أمة أكبر أمة عددا ما سبب ذلك القرآن لو كان المعجزات فقط والله فالقاون الأول ينتهي الإسلام وحارب الإسلام الإنس والجن والأبيض الأسود وما استطاع أن ينهوه أو يطو صفحته أو يقض على أهله لأن القرآن بينهم لو لا القرآن لن تهى الإسلام لا تعجب تقدم أن عرفنا أن الدين المسيحي الإلهي الإسلام ما عاش أكثر من سبعين سنة ثم تحول إلى تثليث وإلى شرك وإلى باطل لكن آل الإسلام حفظه الله بما حفظ كتابه إنا نحن نزمنا الذكرى وإنا له لحافظون فلهذا الآن ألف وربعميات سنة وزيادة والإسلام موجود ما تغيى ولا تبدل أبدا محفوظ كون الناس تبدل وتغيى شأنهم استجابوا للشيطان وليعوانه وخلصاته لكن من طلب الإسلام موجود كالذهب لا زيادة ولا نقص بحفظ الله تعالى له إذن إذن كذلك قال الذين من قبل تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنها آيات القرآن من يشاهد أنوارها من يشاهد عجائبها من يشاهد آثارها الموقنون بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الدين الإسلامي هو دين الله ولا يقبل دينا سواه هؤلاء من الذين يشاهدون هذه الآيات الموقنون أما الموسوسون والشاكون والمغتابون لا ينتفعون بآله وهو كذلك من هم الذين ينتفعون بالقرآن الآن من المسلمين المؤمنون الموقنون بما يحمله هذا القرآن من نور هدايا هم الذين يدرسون ويتعلمون ويخضون ويعملون به أما الذين لا يقين لهم يقرأونه على الموتى ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له مخففا عنه حمل وتعب الدعوة التي يردونها عليه إِنَّا أَرْسَنَّاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَمِيرًا هذا خبر من أخبار الله يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إِنَّا رَبَّ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ أَرْسَنَّاكَ بِالْحَقِّ لا بالباطل فالإسلام هو الدين الحق وكلام الله القرآن الكريم هو كلام الله الحق وكل ما جاء به رسول الله من هدايا وتعاليم وقوان وشرائع الحق لا باطل في جزء منها قد أرسلناك بالحق حال كونك مبشرا ونذيرا ما المراد من المبشر المبشر الذي يبشر صاحب الخير بالخير يقول له كلمات ينشئ لا صدر وتهلل له بشرته بالبشر والطلاقة فهو يبشر المؤمنين المستقيمين على منهج الله بما وعدهم الله به من إعزاز وإكرام في الدنيا ونعيم دائم خالد في الآخرة ذي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشر من المؤمنين المتقين المؤمنين العاملين للصالحات المؤمنين المستقيمين على منهج الله لا الترى ولا خروج ولا انحراف هؤلاء يبشرهم بما يثلج صدورهم وبما يطيب خواطرهم وبما يظهر في وجوه من البشر والطلاقة هذا التبشير ونذي ومنذي لمن لمن أصر على الشرك والكفر والشر والفساد والفسق والفجور ينذروا يخوبوا عواقب هذه الحياة التي يحياها ينذروا بعذاب الله الذي قد يعجل له في الدنيا أما عذاب الآخفة وثابت لازم لا يتخلف ولا يتأخذ ذي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مهمة أن يهدي الناس ويدخل الإيمان في قلوبهم أو يغيى طباعهم ويحول سجاياهم وفطارهم هذا لا يقدر عليه وليس موكولا إليه هذا لله هذه تعزي رسول الله وتخفف عنه ألم يتلقاه من الطغاة المتكبرين الذين قالوا له الآن لو لا تأتين بآية أو يكلمنا الله حتى نؤمن الذين قالوا هذا في مكة من أبي جهل إلى أقبر المعيق إلى عشرات ماذا يصنع رسول الله ما يملك هداية قلوب فيخفف الله تعالى عنه ويسرع عنه آلامه ويقول له إنا أرسلناك بالحق بشيرا وننعا ما كلفناك بهداية الناس أنت لا تقضي على ذلك لو كان يقضي لهدا أمه أبا طالب ما استطاع مع أنه وقف معه طيلة حياته مواقف لا تنسى وعند وفاته وهو على سرير الموت يعرب عليه كلمة التحيد ما قابلا والله كأنكم تسمعوا يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله ما استطاع لأن الله كتب شقاء أبي طالب وأنه من أهل النار وكان مع الأسف يريد أن يقولها فينظر إلى العواد من رجالات قريش يعودونه في ماضي فيخجد وقال أبو جهل أتاغب عن ملة عبد المطالب أتاغب عن ملة عبد المطالب أخ ما قال هو على ملة عبد المطالب هو على ملة عبد المطالب ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك أبا طالب ما لم أنهى عن ذلك وهم بالاستغفار ونزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ومن احتج بإبراهيم قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياها فلما تبين له أنه عدو لله تضارع منه إن إبراهيم لحليم لأوان حليم إبراهيم واعد أباه وقال لأستغفرن لك وما أملك لك من رائم شيء فمضت الأيام وإجداد أعظف العناد الكفر والباطل وعرف أن الله قد حكم عليه بالخلوط فالنا تبرع منه فلا تحتج باستغفار إبراهيم وحتى آمن أم الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحيح كان آتي من مكة إلى المدينة أو ذهب المدينة إلى مكة ومر بالقرية التي فيها أمه مدفونة وهي الأبواء فاستأذن من الله أن يزوعها فآذن له لما وقف على القبر يبكي يبكي فسألوه ما يبكيك رسول الله قال لقد استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فآذن لي واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي وهل تعرفون العل والحكم عرفنا قد أفلح من زكاء وقد خاب من دساء فأبو طالب عبد الله أو آمنا هل قالوا يوما مرى ربنا اغفلنا ذنوبنا هل قالوا يوما لا إله إلا الله هل هل إذا على أي شيء تزكو نفوسهم وتطيب وتطر فمن هنا من زكى نفسه طيبها طهها قبل في الملاكوت العلاء من دساها وخبتها وأفرق علي أطمان الذنوب والآثام لن يشفع له شهف قط ولن يرى دار السلام هذا قضع الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يا فاطمة بالأمس يناديها في ذلك الوادي أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا ومع هذا العالم كامل نايم يطمعون في الجنة ودعوا السلام أين عواملها وأسبابها إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا عرفت مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم ومهمة كل داعي كل واعظ كل مذكر كل معلم فالقاية والجبل والسهل والوادي والبيت والمسجد ما هي هداية الخلق الهداية بيد الله من أراد هداية أبي وأخيه فليسأل الله ذلك وليبين له ما هو المطلوب أما أنت حول وأنت ولن تستطيع رسول ريما ما أسند إلي هذا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجعيم ذي قراءة نافع قراءة أهل المدينة ولا تسأل عن أصحاب الجعيم يقول ابن عباس فيما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت شعري ما فعل أبواي يا ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت هذه الآية ولا تسأل عن أصحاب الجعيم لا تسأل يا رسولنا عن أصحاب الجعيم تركهم وترك أمك وأباك ما هم أهل دار السلام الآن وقرع حفص ولا تسأل عن أصحاب الجعيم أي لا يسألك الله يوم القيامة لما آمن أبو جل وأنت رسول الله وما هديته والله ما كان لما دخل أبو طالب النار وهو عمك وأنت رسول الله كيف هذا يا محمد الجواب لا 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 لأن الله ما بعثه ليهدي البشا ويقلب قلوبها وإنما ليبشر من استجاب فآمن وعمل صالحا وتخلى عن الشرك والفساد ومنذر من أعرض عن الإيمان والعمل الصالح وانغمس في أودية الباطل والخبث والشهر والفساد ذي رسالتك ومهمتك أما أن تهدي لا تملك وحقا في من يملك هداية أحد لو كان هناك من يملك أو يقدر لو بذل أقصى الجهد لكان إبراهيم أولى بهذا أولى بهذا كذا سنى وهو مع والده بالحجج البراهين هل استجاب أعظى وأسلم ما أسلم إذن عدعوا يا عبد الله عباد الله بشر المستقيمين وأنذر المعوجين المنحرفين ذي مهمتها أما أن تحزنوا تبكي تقول ما أسلموا ما اهتدوا أو ترمي بالقلم تقول تركناكم ما أنتم أهل الجنة دعناكم ما استجبتم عيشوا على الباطل الخبث واشهروا الفساد لا هذا ما تقوله فقط وأنت مطمئن النفس طائر القلب أدعو الناس بالابتسامة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظ الحسنى وجادل بالتي أحسن تدون ما الحكمة أن تضع الشيء في موضعه عربت فشخص كيس أديب راقي لايق قابل الهداية لما تتعنفع عليه وتسب وتجدم وتنتفق أمامه بالتي يأسى شخص من أقاربك شديد قاسي غريب لا بأس أن تغلد له لكن اللي ينشي والغريب شيداني ضع كل شيء في موضعه لي الحكمة والشاهد عندنا في قول ربنا ولا تسأله عن أصحاب الجحيم هذا يتمم الكلام الأول ما أنت إلا بشير ونذير ما أنت بمسؤول عن أصحاب الجحيم والله ما يسأل ربه لما لم يومن فلان لما لم يومن فلانا وأنت رسولنا والقرآن أنزلناه إليك وأيدناك بكذا وكذا كيف يدخلون النار أين كنت؟ هذا لا وجود له وشأن رسول الله شأن أمته العالم في القارية في البيت في السوق يبلغ دعوة الله بالتي هي أحسن من استجاب بشراه بحسن العاقبة والمستقبل السعيد ومن أعرض والسنكف والستكبر أنذا وانتبه مصيرك معه الخلوط في عذاب الله انتهي يا عبد الله هذه المهمة ثم قال تعالى وقوله الحق وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِنْ لَدَهُمْ الملّة الدين والنحلة وهل اليهود نصى لهم ملّة واحدة الجواب لا اليهودية ملّة والنصرانية ملّة والمجوسية ملّة والصابئة ملّة ملّة وهنا مسألة فقهية ذهب مالك رحمه الله وأحمد في بعض الروايات إلى أن اليهود ملّة والنصار ملّة والصابئة والمجوس ملّا واحتجوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوارث لا يتوارث أهل ملّتين أي لا يرث اليهود النصران ولا النصران اليهود ولا الصابئ المجوس ولا مجوس بل كل ذي ملّة يرثه أهله من ملّته وهذا الحديث صحيح يبقى قول الجمهور الكفر ملّة واحدة ليس معنى أن اليهودية هي النصرانية أبداً ولا المجوس هي البودة لا ملّة ولكن ما هناك تفاضل الكفر ملّة واحدة الكل ضال وإلى لا الكل إلى النا وإلى لا إذن الكفر ملّة واحدة لا فاضل ولا مفضول أما من حيث القضاء الشرعي والحكم اليهود لا يرث النصران لخلاف بينهما في معتقدهم وملّتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ يَا رَسُولَنَا وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ يَا عَبْدَنَا أُمَّتُهُ تَابِعَ لَهُ انتبه كل من لبس لباس محمد صلى الله وسلم وتقمص غميصه فنهج نهجه وقام على ما قام عليه رسول الله قبله من العقيدة والتوحيد والطه والصفاء كل من كان هكذا لن يرضى عنه اليهود ولا النصران إلى الآن ممكن ترضى عنك أو يرضى عنك يهودي أو نصراني إذا أنت تخليت عن الإيمان والإسلام والإحسان وأصبحت تشارك في الباطل والخبث والشرون فسأل نعم يرضى أما أن تبقى موقفك موقف رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ترجو أن يحبك يهودي أو نصراني ألا لن يكون حتى لو علقت ما يحبك إلا إذا عرفك تخليت عن دينك وخرجت من الإسلام الشاهد هذا الخبر من الله يستحيل أن ينقضه أحد ولن ترضى عنك يا رسولنا اليهود والنصارى إلى غاية أن تتبع ملته فإذا اعتنقت اليهود يا رضي عنك اليهود ورحبه وإذا اعتنقت المسيحية أو الصليبية فارح بك النصارى وقابلوك أما وأنت على نور الله وهداية إسلامه فلا رضا والآن كثيرون يتملقون اليهود والنصارى عرفتم حتى في المساهمة في أعيادهم في هذه الأيام لكن هل يرضون عنهم والله ما يرضون ما دمت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما في رضا ما دمت تقول الزنا حرام وعباء قتل النفس والخبت ليس يليق بنا ولا نحن من أهله ما يرضون عنك أبدا حتى تتقمص قميصهم فتقول بقولهم وترقص لقصهم وتعتقد اعتقادهم نعم سوى كنت أبيض وإلا أسود لا معنى لكلمة أوروبي ولا إفريقي إخوان ما ترم يعانقون السود وإلا لا ويدخلون في قلوبهم ليما؟ لأنهم اعتنقوا دينهم وأصبح ألم من لتين هل عرفتم هذا الخبر لله ولا لا؟ لا أقول من أراد منا أن يحبوا اليهود والنصار فليكفر هذا نقول فقط استقم على منهج الله ولا يضوك عداؤهم ولا بغضهم لك ولا عدم حبهم لك لأن هذه فطرتهم ما دمت على غير دينهم لا يحبونك ومن رد على يتفضل يقول أنا مستقيم على منهج محمد صلى الله عليه وسلم في لباسي في أكلي في طعامي في نكاحي في تجارتي في أعمالي وعندي يهود نصائي يحبونها قد يتملقونك بلسان أما قلبا وواقع والله ما كان لأن الله أخبر خالق القلوب طابع الطبائق هذا الغرائز هو الذي أخبر تراه ما يصدق أعوذ بالله ومعنى هذا لا تطلبوا مودة اليهود والنصار فإنها مستحلة ولن تتم ولن تحصن إلا إن سلقت من دينك الإسلامي وعايشتهم على الباطل والشرك الباطل نعم يريدون هذا يبذلون الأموال في سبيل ماذا القضاء على الإسلام لأنه الدين الحق إن رؤساءهم رجال الكنائس والبيع يعرفون هذا في الجملة قد يوجد تلاميذ ظللوهم غروا بهم لكن فيه رؤساء يعرفون أنهم على باطل وأن الدين الإله الحق هو الإسلام ما عرف أكثر منا لكن المنصب ما يستطعون أن يتخلوا على المناصب ممكن يقتلون لو قامت الكنيسة وقالت لا إله إلا الله محمد رسول الله ما الذي يحدث في العالم تهتز أركان الدنيا وتشتعل النيران فلهذا هم مصرعون على الضاطل وقل من ينجيه الله عز وجل يوجد كثيرون من نجال العلم عندهم تركوا الكفة ودخلوا في الإسلام وآمنوا بالله والإقاءه ورسوله هكذا يخبر تعالى عباده في شخصية رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول أولا بلا نزة مخشرية ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى إلى غاية وهي إلى أن تتبع ملتهم إذن ماذا تفعل يا رسولنا قل في صراحة وضوح إن هدى الله هو الهدى عرض عليك مسيح المسيحية يهود اليهودية مجوس المجوسية ماذا تجيب أن تقول إن هدى الله هو الهدى ما هو هدى الله قال الإسلام الهادي إلى العزة والكرامة والأمن والرخى والطوء والصدى في الدنيا والله العظيم والهادي إلى حب الله وإضوانه ومواكبة النبيين والصديقين والشهد والصالحين بعد الموت إياكم أن تفهموا أو يخطوا ببالكم أو تصدقوا مفتريا كاذبا أن الإسلام إذا طبق في قرية لا أقول في أماء تطبيق كما أرد الله ولم يعز أهل القرية ولم يصفوا ولم يطحوا والله ما يتخلف عبد الله أعيد فأقول إياك يا عبد الله أن تفهم أن الإسلام لو طبق في قرية في مدينة تطبيق كما أرد الله أن أهل القرية يضامون أو يهانون أو يدلون والله ما كان والله إلا أعزهم الله وطهرهم وكملهم في الدنيا وفتح لهم باب دار السلام في الآخرة أشير بأصبعك الإقليم الفلاني البلد الفلاني كان على طه وصف وإيمان والله لا وجود لها لا في أربا الشرقية ولا الغربية ولا إفريقيا ولا في جزيرة العرب مستحيل أن يخذل الله أولياء أو يصلط عليهم أعداه وإنما وإنما صلط أعداه على من فسغ عن أمره وخرج عن طاعته كحال العرب المسلمين في قرون عديدة إلى هذه الساعة إذا من طلب منك أن تدخل في نصرانية أو يهودية أو ملة من الملل قل لهم إن هدى الله هو العدى فقط هدى الله أهل الإسلام وكتابه الإسلام ورسوله هذا هو الهدى يا من يريد الهدى والهداية إلى العز والكرامة والطهر والصفاء في الدنيا وإلى جوار الله في الملكوت الأعلى في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الدار الأخرى بل بعد الموت فقط ما ننتظى يوم القيامة والله إن هؤلاء وهم على أسرة الموت وآيس الأطباء من دواهم وعلاجهم وودعوهم ثم الملائكة تحتفل بهم وتتنزل عليهم أفواجها تبشرهم وتريهم كرامة الله إليهم ما نحتاج إلى أن يوم القيامة وقرأوا لذلك قول الله جل جلاله وعظم سلطانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كلمتان فقط فقط لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم استقام على منهج رسول الله عقيدا وقولا وعملا استقام من حرف يمينا ولا شمالا ولا عوجا فأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله ونهض بما أوجب الله وتخلى وابتعد عما نهى الله وحرم الله ومشى في طريقه إلى ساعة الموت هذا العبد تتنزل عليهم الملائكة تتنزل فوج بعد فوج احتفان بهذه روحة الطاهرة لتوفع إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة منتها تتنزل عليهم الملائكة بما تسمعون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشئوا بالجنة التي كنتم ترادون من كان من ولي لله ماء يودعهم ودعوه وييأس من علاجه أطباء في تلك اللحظات فليستعدها تباتم بهذه البشريات العظيمة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشئوا بالجنة التي كنتم ترادونها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله وعلى لسان عباد الله من الدعاء المبلغين عن الله نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كانوا ماءهم في الدنيا فصرفوهم عن الباطل والخبث والشر وحاموهم حماية كاملة أولياء الله يحميهم الملائكة من أن يقعوا فيما يغضب الله ويصحط الله طول الحياة وإلا كيف يعيش خمسين سبعين سنة ما يزني ولا يسرق ولا يكذب ولا يقتل ولا يظلم لو لحماية الله كيف يتم هذا وإخوانه بالملايين يتخبطون في أودية القبث والظلال والشعر والبساد ليس قدر منه شماية نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ادعي فقط أطلب ماذا نزلا تعفون النزل وإلى الغيافة قيرا نزل ولهذا سموه الفندق الفندق نزل لماذا الغيافة السكن والطعام الشراب والفراج وهو نزلا منين من غفور نقوم أيها المستمعون ومستمعات من منكم يهيئ لهذا قولوا كلنا إن شاء أو ما تموتون لابد إذا نسأل الله أن نكون منهم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ وَلَوْ سَخِطَ الْآلَمُ كُلُّهُ وَغَابِبَتِ الدُّنْيَا بِمَا فِيَا رَبُّنَ اللَّهُ وَرَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُونَ أنصح لكم أي لا لا الاستقامة ما هي هينا أعطيكم مثل الاستقامة مثالها كالذي يمشي على سطح البحر بإجليه كيف هذا تعرفون أمواج الماء ولا لا المستقيم اليوم في بلاد وقراء وعالم خم بالخبث والشهر والفساد واستقامه ومشاء أصعب ممن يمشي على سطح البحر ولهذا قالت العلماء استقامة خير من ألف كرامة وخاص لما يخبط الجو كامري تعفا كيف تسلم لكن ولايتك لله يحميك الله بملائكته ويعصمك ويتلوث غيرك وأنت لا تتلوث إذن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إما هدى الله هو الهدى ولئن اتمعت عوام بعد الذي جاءك من علمي ما لك من الله من ولي قلنا نصير هذه حالكم أيها المسلمون فانطبق تماما مطابقا اسمع اسمع ولئن اتبعت أهواءهم كل البلاد التي لا تطبق شرع الله والله اتبع تهواء اليهود نصار أحببنا أمكينا كل البلاد التي تبيح ما حرم الله وتأذى فيه وتسكت عنه اتبع وهواء لأن أعداء الإسلام يريدون هذا إذن ما لكم من ولي ولا نصير والآن حق هذا ولا باطل بكينا صرخنا استغفنا أنقذونا في فلسطين خمسة واربين سنة وجدنا وليا ونصير ها نحن نصق في الهوسك والبوسك وإلا كذا هل وجدنا من نصير وغدا نصصق في أي مكان ما نجد أبدا حتى نعف الله عز وجل إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يوزقنا لاهتداب هديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان رجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاع ولا هم ينصرون أعيد تلاوة الآيتين الكريمتين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعا ولا هم ينصرون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات إليكم هذا الخبر إنه خبر عظيم الشان من المخبر يا ترى الله من المخبرين نحن والحمد لله رب العالمين الله أكبر نحن أهل لأن يحدثنا الله ويكلمنا ويخبرنا إي والله إنها لنعمة أتدعون ما سبب هذا الإفضال والإنام إنه الإيمان آمنا آمنا فأصبح أهلا لأن يحدثنا الله ويكلمنا ويخبرنا بل أمس قال الأضال لو لا يكلمنا الله أو تأتين آية وها نحن يكلمنا بواسطة وحيه الذي ينزله على رسوله أليس هذا خبرا كيف وصل إلينا وبأي طريق وصل إلينا من طريق الوحي لله على رسول الله ونحن أهل لذلك بإيماننا لو كنا غي مؤمنين والعياذ بالله ما يخاطبنا الله ولا يكلمنا لما لأننا أموات والميت يخاطب يخبر لا يسمع ولا يبصر ولا ينهض بما يكلم ولا يقدر عليه لأنه ميت إذن الذين آتناهم الكتاب وقد يكون المراد من الكتاب التوراة ونعم قد يكون المراد من الكتاب الإنجيل نعم ولكن المراد هنا القرآن العظيم الذين آتناهم أعطيناهم الكتاب أما أعطانا ربنا الكتاب أليس في صدوعنا أليس مكتوبا في صطوعنا أما يوجد في بيوتنا فضل الله علينا الحمد لله الذين آتناهم الكتاب ما لهم أخبر عنهم يا ربي يتلونه حق تلاوته يتلونه بمعنى يقرؤونه حق القراءة كيف أولا يجودون قراءته فينطقون بالحروف ويخرجنا من مخارجها لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يزيلون ولا ينقصون وينطقون بتلك الحروف كما هي في لسان عاب أنتم تعرفون لو أن شخصا يقرأ عاص الله أن يكفر عنكم سيئاتكم يصح هذا يكفر الله يعصي تعالى الله إذن فقط ما فرق بين حرفين في مخرجهما بين السين والصاد عاص بمعنى ما أطاع وعسى بمعنى رجاء ومن هنا إخراج الحروف من مخارجها مروري تستلزموا هذه الآية الإلهية يتلون حق الهاته إذن يتدبرونه عندما يتلونه يقرؤون الآية وينتهون منها ويعيدونها مرة أخرى لأنهم يستدرون لبنها يستخرجون حلواها وعسلها أه هل هذا ممكن أين لقد صح يقينا أن أحد السلف الصالح من الصحابة والتابعين قام يتلو كتاب الله بالليل لما انتهى إلى قول الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم نجعل الذين من صورتي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هذه ما استطاع يتجاوزها حتى طلع الفجر وهو يرددها أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ما زال يوددها ويبكي حتى طلع الفجر ما قدع على أن يتجاوزها ولعل السامعين يفهمون معنى هذه الكلمة الإلهية أم حسب الذين اجترحوا أي فعلوا بجوارهم السيئات المحرمات والمنهيات من كبايا الذنوب والآثام أن نجعلهم في قضائنا وحكمنا ومجازاتنا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا والله ما كان هذا ولهذا قال الساء قبح قبح حكما يحكمون به أفلا يتدبعون القرآن أم على قلوب أقفالها إذن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته هم الذين أولا يجودون النطق ويحسنونه ثانيا أن يتدبروه عند تلاوته ثالثا إذا مروا بآية رحمة سألوا الله إياه وإذا مروا بآية عذاب استعادوا بالله من النار والعذاب طيلة ما هم يتلون الآيات إذا مرت بهم آية رحمة سألوا الله إياه وإذا مروا بآية عذاب استعادوا بالله وهذا مأخود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يتهجد يصلي إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله تلك الرحمة وإذا جاءت آية عذام وقف واستعاد بالله من عذام وهو من هو رسول الله الذي لا يدخل الجنة أحد قبله قط وقد أعطي بذلك المعاصيم عرفتم أعطي بذلك المواثيق وحسبكم أن تقرأوا قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ألا وهو مقام الشفاعة العظمى فهو الذي يخير ساجدا بين يدي الله تحت العرش ويلهم تسابيها وأذكى ومحامد ما عرفها إلا تلك الساعة وهو واضع جبهة على الأرض حتى يقول له رب تعالى محمد يرفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع ومع هذا تعرفون عنه إذا مر بآية رحمة سأل الله متضرعا إليه أن يرحمه وإذا مر بآية عذاب وقف واستعاذ بالله تعالى من العذاب تعرفون عنه غير هذا هذه أمنا هذه الصديقة هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها قول آمين قالت افتقدت ليلة رسول الله من فراشه إذ كان يقسم الليالي بين نسائه أمهات الممنين ليلة عند عائشة وأخر عند صفية وأخر عند حفصة وأخر عند ميمونة من يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إلتمست ما عندهم كعبة ولا فوانيس لا بالزيت ولا بالغاز والله ما عندهم فالظلام في تلك الحجرة إلتمسته ما وجدته فقامت تطلبه فوجدته قد اغتسل بالماء الباعد وما أشد برد الماء في مدينتنا المنوى أيام الشتاء اغتسل بالماء البارد وإذا هو قائم يصلي يركع ويسجد والدموع قد عملت خطوطا هكذا على حصيره فتعجبت منه وسألته يا رسول الله أهذا منك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأجابه بقوله الخالد أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا ما دام قد غفر لي ما تقدم من ذنب وما تأخر ينبغي أن نشكره وبما يشكر الله إن لم يشكر بذكره وعبادته وطاعته إذن حق تلاوته الذي لا يقيم حدوده ويتعداها ويتجاوزها وهو يتلوها ويقرأها تلا كتابا حق تلاوته والله ما تلاو حق تلاوته فلابد وأن يقيم حدوده كما يقيم حرفه لا بد وأن يحل ما أحل ويحرم ما حرم لا بد وأن يتدبر ويتأمل ويتفكر لا أن يتلوه كلغة أجنبية لا يدر ما يقرأ ولا ما يقول لأن الله أثنى عليهم الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك السامون الشوفاء الأعلون أشار إليهم بلا من البعد لبعد مكانتهم وعلو درجتهم وعظم شأنهم أولئك يتلون حق تلاوت أولئك يؤمنون به يؤمنون بهذا القرآن يقول لابن حدثنا بحديث ابن أم عبد في هذا الشان فإنه عظيم إي نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم عبد هذا هو عبد الله بن مسعود الهدى رضي الله عنه وأرضاه وألتعرفون عبد الله بن مسعود كان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ظل لا يفارق رسول الله إلا إذا دخل بيته وأغلق بابه كالظل عبد الله بن مسعود الهدى لي رضي الله عنه وأرضاه يقول قال لي يوما رسول الله صلى الله وسلم يبنى أم عبد اقر علي شيئا من القرآن اقر علي شيئا من القرآن فقال له الرسول فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أعليك أنزل وعليك أقر متعجبا مستفهما كيف ينزل عليك وأقر عليك أنت أحق به أو لا فقال له إني أحب أن أسمعه من غيري وكم نادينا وكم كشفنا الغطاء عنا وفضحنا أنفسنا وقلنا للسائلين غير ما مر في أي مجتمع كهذا دلوني على أحد من إخوان المؤمنين قال يوما لأخي تعال من فضلك يا بني إن كان صغيرا أو يا أبتاه إن كان كبيرا أو يا أخاه إن كان مثله مساويا له في السن من فضلك اقر علي شيئا من القرآن دلوني أبا جميل هل حصل هذا ذلون من الشرق إلى الغرب وفي أيام وقت طويل وقرون من هو الذي يقول أي فلان اقر علي شيئا من القرآن حصل هذا هذا مرة كما أخبرتكم مؤمن شغال كما يقولون حمال ودخل فيه رحمة الله في درس من درس العلم الحق تفسير كتاب الله فسمع هذه الكلمة من شيق رحمة الله عليه فكان يأتيني ويقول أي ابو بكر إقر علي شيئا من القرآن وهو عام لا يقر ولا يكتب ولكن فته الله عليه فأصبح عالما ربانيا بالسماعة هذا الوحيد الذي رأيناه في حياتنا يأتي ويتربع ويطعت راسه ويقول إقر علي شيئا من القرآن وأنا أقر وأنا طفل وهو يبكي عرفتم هذه القرآن يقر على الموتى تعال خذ ألف ريال ويجيب ختمة على أم ماتت هذا نعم عندكم ولا لا هذا نعم يجمع الطلب يقرأ القرآن على والد توفي ويضع بين أيديهم أو في جيوبهم ريالات هذا موجود من أندونيس إلى المغرب أما اقرأ علي آيات أتدبرها وأخشع عند سماعها وأبكي هذا نادر ونسينا ونستغفر الله أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله وآطال عمره لله وأخذ من عمري وزاد في عمري كثيرا ما أيام تتعه للفوصة لما يجلس يقول من منكم يسمعونها شيء من قال هذا موجود ما ننسى إذن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته كما ينبغي أن يتلع كما يجب أن يقرأ وهو تصفيح الألفاظ والكلمات والنطق بها سليم كما نزلت ثانيا يتدبرونه لا يقرأون قراءة الغافلين والجاهلين يقفون عند الآية ويعرفون ما تدل عليه وما تحشد إليه يحلون ما حل ويحرمون ما حرم يقيمون حدوده فلا يتعدون هؤلاء هم المؤمنون عبد الله بن مسعود بدأنا حادثته لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعني يا ابن أمي عبد كناه بأمه يا ابن أمي عبد أسمعني شيء من القرآن أنا يقرأ علي حتى أسمع فتعجب عبد الله وقال عليك أنزل وعليك أقرأ قال إني أحب أن أسمعه من غيري لأن الذي يسمع ينتفي أكثر ممن يطلو التالي قد يشغل حفظ الآيات وتتبعها حتى ما يجهل أو يقف أما السمع متفرغ وخاص إذا أصغى يستمع قال فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها فمنهما رجال كفيا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والآحام إن الله كان عليكم رقيبا حتى انتهيت في حدود الثلاثين آية إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد قال لما انتهت هنا فإذا برسول الله عيناه تذافان الدموع يبكي ويقول حسبك 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 يعني يكفي يكفي رسول الله يطلب من يقع عليه القرآن ونحن ليما ما نطلب لأننا ما ذقنا حلاوة الإيمان إننا مخبرون تعفون المخبر يبصر يتحرر ولكن ما يشعر وفتح الله علينا في ضرب مثل لعلكم تذكرونه أنا أتكلم عن نفسي أرأيتم قبة زجاجية ألان يصنعونها كمكان لبيع الدخان وبيع المشربات قبة من زجاج نحن داخل تلك القبة نشاهد من يمر نراه كما هو إن ضحك إن بكى ولكن ما نحس بشيء ما نسمع صوت ولا نحس بحركة تصورتم تصورتم هذه وإلا شخص في قبة من زجاج ما يشاهد الناس يشاهد كل شيء هل يحس يسمع يشم رائع لا محجوب بالزجاج فنحن أشبى بهذا مؤمنون مسلمون نقر كتاب الله ولكننا ما نحس ولا نشعر ولا نبكي ولا نتألم ولا نفرح عند آية ولا نحزن صح هذا وإلى هذا الواقع لا نخفيه إلا من فتح الله علينا فذا وقد قرأت قلت لكم غير ما مرة أحيانا في العام في العامين ينفتح ذاك الزجاج لحظة والله تجد أحدا يديه يبكي يبتعد يبكي ما يشع بما حوله أبدا ينطفض ولا يشع بمن حوله يصلي أو يقع أو يتلو كأن العالم كامل امفصل عنه تعرفون هذه نادرة والمفرطين أن تكون هذه حال أنا دائما إذا تلون كتاب الله أو وقفنا بين يدي الله نناجيه ونتكلم معه ونطر حوائجنا بين يديه مستغفرين سائلين ينبغي أن نكون هكذا كأننا لا نشعر بوجود حولنا هؤلاء هؤلاء في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون نحن نتكلم مع الله ونحن في القدر ماذا فيه وفي السوق ماذا فيه تشعرون بهذا وإلا الله أكبر بسم الله الرحمن ورحمة الله رب العالم نقر والقلوب هناك عيب وإلا كيف تتكلم مع الله وتعرض عنه ويبقى بس وجهك أمامه أرأيت أخبرني لو تتحدث مع ذا قدرة على قضاء حوائجك تؤيد أن تسأله ما تريد تسلم عليه السلام وعليك فلان وتتحدث معه وأنت ذاهل في بيتك وسوقك وكذا يندي شيء هذا ما له انتبه يخاطبك ما لك أنت أين غايب عرفتم هذه أهل نطلب هذا الهدى من الليل إن شاء الله وأعظم باب جربنا هو أن تعلم وتعلم نفسك أنك بين يدين والله إنك لبين يدين وإنه لنصب وجهه لك ويسمع منك كلماتك ويا موقفك أذكر هذا تستحي إذن أن تتركه أو تلتفت أو تعبث لكن كونك ما تضق هذا هذا هو البلاء ما الإحسان يا رسول الله قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن فإن تكن تراه فإن هو يراك فأنت بين حالين إما أن تشعر أنك بين يدي الله كأنك تنظر إليه فلا تستطع أن تلتفت ولا أن تغفل ولا أن تعرب عن كلامه أبدا أقل شيء أن تعلم أنك بين يديه وهو يراك ويرى حركاتك وسكناتك ويسمع كلماتك ويعرف دقات قلبك وما يجي في نفسك إذا علمت نفسك هذا ما تستطيع أن تعرض عن الله حتى تفرغ من عبادتك وتقول السلام عليكم ثم بيع واشتري آه ذا ربين على هذا عرفتم هذا الخبأ العظيم ما هو هو قول ربنا جل جلال وعظم سلطان الذين آتناهم الكتاب أعطيناهم الترات أو القرآن من هم الذين يتلون حق تلاواته عرفتم حق التلاوة ها التجويد والتغني يكفي لا بد من تدبه وتفاهم معانيه وتوطين النفس على العمل بما فيه إن كان أمرا نهرت به وإن كان نهيا تركت وتخليت عما نهاك عنه قال أولئك يؤمنون به ومن يكفر به أي بالقرآن أي بالكتاب فأولئك هم الخاسرون هذا خبر عظيم إن لا ممكن ينفذ منكم لا ينفذ لما عاجز أعجز الله أن يعاقب أن يخصر الشيئة تخسيرا كاملا والله ما هو بعاجل فما هذا الخبر الذين لا يؤمنون بالقرآن أنه كلام الله ووحيه وحامل شرائعه وأن فيه الهدى والنور ولم يعمل بما فيه والله له الخاسر خسران كاملا دائما نقول لا تفهم من الخسران أنه خسران الدنيا فقد وظيفته خسرها خسرت تلك البضاعة كلها ضاع ما كان عنده خسر موت ماتت خسر ولده مات هذا الخسران خسران الديناء والدرهم والشات والبعير هذا يعتبر خسران عند الله لا ما هو الخسران الحق اسمع الله يبين من صورتين من آل حاميم صورة الزمى وصورة حاميم ماذا يقول تعالى قل يا رسولنا قل أيها المبلغ عنا قل ماذا إن الخاسرين من هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيام ألا ذلك هو الخصران المبين ألا انتبهوا اسمعوا ذلك هو الخصران المبين تجد نفسك في عالم كله بلا وعذاب وشقاء ولا تجد مرأة ولا ولدا ولا أخا قريبا ولا بعيدا أنت وحدك في وحشتك في غربتك في بعدك تتلقى العذاب في كل لحظة وساعة فلا يفط أبدا وتشتكي وتطالب التقريب فلا يأتي الجواب إلا بعد ألف عام وهناك صورة أخرى يوضع أحدهم في صندوق من حديد ويغلق عليه ويسمى بالمسامير ويلقى في ذلك العالم آلاف سنين والله لا يأكل والجوع يمزقه والله لا يشرب والضمأ يقتل والله لا يتكلم ولا يسمع كلاما في ذلك الصندوق آلاف سنين لا إله إلا الله صم بكم عمي هكذا فقالوا للرسول كيف يمشون على وجوه يسحبون في النار على وجوه قال الذي أمشاهم على أجولهم ما يستطيع أن يمشيهم على وجوه ما رأيتم الأفعة تسحب على وجه والله لا يمشون على وجوه والآية من صورة بني إسرائيل إن كنتم تذكرون في آخر الصورة الآيات طويلة وإلا نقرأ من أولها من يقرأ بني إسرائيل سبحان الليل السبب عبد آخر الصورة يقول تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم نودا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا قل كفى بالله شيء بيني وبينكم إنه كان بعبادة خبيرة بصيرة ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له ونحشوهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصمع مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا أعيد هذه الآية ونحشوهم يوم القيامة على أرجلهم لا على وجوههم زد صما وبكما عميا وصما وبكما لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون على وجوههم قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم قال الذي أمشاهم على أرجلهم يمشيهم على وجوههم آمنت بالله والله لك ما تسمعون من هؤلاء الذين لا يؤمنون الكفار بالقرآن وما جاء به بالرسول وما يدعو إليه ما اقتسلوا من جنابا ولا صاموا يوما لله ولا صلوا أكعى ولا قالوا معوفا وماتوا على فسقهم وضلالهم والله لهذا جداؤهم ونحصرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمع لا ينطقون ولا يبصرون ولا يسمعون إذن مرتاني أسمع هذا الخبر العظيم الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تداوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به ما الخبر فأولئك هم الخاسر يخسرون ماذا أنفسهم وأهلهم متى يوم القيامة ثم قال تعالى وقوله الحق يا بني إسرائيل يا أولاد عقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم واليهود الذين نزل هذا قواه فيهم هم الذين كانوا مع رسول الله في المدينة من القبائل أو الطوائف الثلاثة قين قاع وال النظر وقويرة لكن قال بني إسرائيل نعم لأنهم والله أولاد إسرائيل أحفاد 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 إلى اليوم وسبحان الله لما لما علمتم أنهم لا يسمحون لأحد أن يدخل في دينهم ولا يزوجون نساءهم إلا لأبنائهم وإخوانهم وإذا حصل ما هو أنزوجوا مسيح وإلا بوذ والفلغ محدود تباتم ثم يحتالون ويطلقون ويقتلون أو يقتلوا فاحتفظوا بأصالتهم بعرقهم ويكفي كأن الله يناديهم بهذا الاسم يا بني إسرائيل لولا علمه بأنه من أولادي إسرائيل ما ناداهم بهانا وهذا تعرفون عنه وإلا لا ما عاش تم اليهود في اليمان في الشام في مصر في لسطين في المغرب ما كانوا هل كان يزوجون بناتهم للمسلمين مع أنه يجوز هل يجوزون هم للنصار ما يعطونهم يعطونهم لما للحفاب على هذه الأصلية أو الأصالة لما لأنهم يحلمون بأن يعيدوا مملكة إسرائيل من النيل إلى الفرات وقد مشوا خطوات شاسعة في هذا الشهن وقد رأيتم كيف أذلنا الله لهم لا إله إلى الله أذلنا الله لهم وأصبحوا فوقنا يعتزون ويصولون ويجولون مع أنهم عرق مصاب بمرض الزل والمسكنة إلا أن الله الله عز وجل ليؤدب المسلمين علهم يفيقون علهم يصحون علهم يرجعون فآراهم أعظم آية لم تعي في الدنيا آية عظم من هذه ألف مليون مسلم من أهل الله إلى الله يذلهم خمسة ملايين لو تحدث هذا بمن يأتي من أجيال المستحيل كيف يمكن هذا ألف مليون يقهارهم ويذلهم خمس ملايين أنا كالذي يقول خمس ألاف أجل فعل أذلهم خمسة رجال في من يصدق بهذا خمس ألاف يذلهم كم خمسة رجال ولكن أرانا الله آية أخرى كم ثلاثة آلاف مومن رباني هزموا واستطاعوا أن يتخلصوا من مئتي ألف مقاتل حاجثة مؤتة غزوة مؤتة كم كان عدد المومنين ثلاثة آلاف كم عددهم مئتا ألف ثم هذه نعم هذا آية فقط هيا يا مسلمون نتوب إلى الله قالوا ما نستطيع ما تستطيعون أن تتوبوا ليما إذا تركتم والربا والزنا والغش والخداع وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة تصابون بماذا بالمرض بالفقر أي شيء يصيبكم ما أدري هيا نحاول نقبل فقط على الله نجتمح في بيوته ونبكي بين يديه من المغرب إلى العشاء في كل بيوت الله ولا يتخلف مؤمن ولا مؤمنة إلا ذو عذر لا يتمكى من الحضور ونجرب عام عامين ثلاثة فقط وننظر كيف حالنا والله لأذل الله لنا الجبابرة وأرغم أنوظا أتوالي الله ثم يخزيك ويذلك ويهينك هاشا الله وكلا والشهاد عندنا في بني إسرائيل أولاد عقوب الملقب بإسرائيل عرفتم بمعنى عبد الله أو عبد الرحمن وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اسمع ما يقولهم يا بني إسرائيل وذكروا ما تنسوا وذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم والله هذه الآن ما تليق باليهود هذه ما تليق إلا بنا نعنه فقط اذكروا نعمة الله عليكم لأن ذكر النعمة يدفع إلى شكرها ما أمارهم بالشكر ما قال يا بني إسرائيل أشكر قال اذكروا أولا اذكروا أولا النعمة التي أنعم الله بها عليكم فإذا ذكرتم وذبتم بين يدي الله تشكرونه بالركوع والسجود والصبر والصلاة والجهاد والإنفاق فتلطفوا في هذه وتأملوا قال اذكروا النعمة لي ما نذكر النعمة ما الفائدة من أجل أن نشكر لأن الذي ينكر النعمة ولا يذكرها والله ما يشكرها لكن لما تذكر وطبق التمر بين يديك وإلى الخبز الهش اللين وأنت تأكل الحمد لله الحمد لله لكن إذا ما تذكر منين هذا الخبز من هنا هذا رطب كيف هذا الماء كيف أنا جالس كهكذا والله ما تعاف الحمد لله أبدا لما ترى قوتك البدنية تنتشل هكذا القنطار وتحمل الأسد وتذكر من أعطاني هذه قوة لما وهبنيها من هو هذا الله إذن ماذا يريد أن يشكر الحمد لله قم صلي عبد الله هذه لو نقف عندها عشرة أيام هذا بيت القصيد أنا قلت الآن ما يليق هذا مع بني إسرائيل أنت أمرهم هذا الخطاب لنا نحن لأن هذا كتاب كتاب هداية وإصلاح إلى يوم القيامة البشرية كلها خلق الله وعبيده فأمة الإسلام لو ذكرت ما أنعم الله بعليها من نعمة الإيمان والإسلام والأمم كافر هاي جمائجا تعيش في الضرام في الخبث ونحن أهل النور والهداية الإلهية لو نذكر هذا ما فرقنا في فريضة ولا قصنا في أدي واجب ولا غشينا محرما أو مكروها إلا إذا استغفلنا العدو ورمى الشيطان بنا في ساعة ونستفيق ونصرخ مستغفرين تائبين إلى الله نعمة قريبة أما كنا مستعمرين مستذلين يتحكم فينا الشرق والغرب من بريطانيا إلى هولندا إلى إيطال إلى فرنسا أما كنتم أيها المسلمون كذلك ها إذا من حراركم إذا أشكر أشكروا أقيم الصلاة فقط ليرى الله على الله عز وجل شكركم أشكروا بإقاقيم الصلاة لا يتركها عسكري ولا شرط ولا مسؤول ولا غني ولا فقير إذا قيل حي على الصلاة أقبلت الأمة زرافات ووحدانة إلى بيوت ربي تشكره عشر دقائق ربع ساعة وتنطلق إلىها مليا ما نستطيع هل أقيمة الصلاة في بلد إلزاما غير هذا البلد أسألكم بالله أنا وإذا نعرف في سوريا في العراق في أي بلد في مصر في المغرب في باكستان أقيمة الصلاة إجبارية والله ما كنت لما أنا أسأل حيران ما خلقنا لها وما خلقت الجنة والإنس إلا لعبدوني والله لأقيمة الصلاة في أي إقليم إسلامي لتجلت أنوار ورحمة ومحاسن الكمال الإسلامي وقل الخبث والظلم والشهر والفساد ولا آلمهم فق ولا جوع أبدا وهم مع الله ما أقيمة الصلاة كأنهم تعمدوا ألا تقام لعل السحر اليهودي ما يدرين لأننا إذا أقمنا الصلاة ما الذي يحصل أولا كل خبث وظلم وشرف فساد إياك أن تفهم أن عبدا يقف بين يدي الله ذاكرا وعيا بصيرا يناجي ربه ويتكلم معه ويطر حاجته بين يديه يسلم ويخج يفسق والله ما كان فكل ما تشكره في العالم الإسلامي من الخبث والسرقة والجرائم شهادة الزور والكذب والخيانة وعدم الرحمة رجحوا إلى أنهم ما أقاموا صلاة لأن الله العليم الحكيم يقول واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب أيها المسلمون اقرأوا القرآن في بيوتكم في بيوت ربكم يزداد إيمانكم ومعارفكم وعلومكم تسمون وترتفعون ثم أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لن يستطيع بوليس ولا شرطة ولا سعر ولا رشاش ولا يقوم عوجاج الشعب أو الأمة فالقرق أو المدينة كما تقومه الصلاة لعل يواهم دائما نقول تفضلوا ادخلوا أي مكتب مكاتب الشرط والمسؤولين من المحافظات واسألهم عن المجرمين في هذا الأسبوع كم واحدا قالوا والله سجلنا مياة جريمة بعضها سريقة وبعضها سب شتم وبعضها كذا وبعضها كذا مياة قال نعم نقول اسمه إن وجدتم من بين المياة أكثر من خمسة من مقيم الصلاة اذبحوني أنا أقول هذا دائما خمسة وتسعين تاركوا الصلاة والمصلون العابثون في الصلاة ما عرفوها يقف بين أيدي له مشغول عن الله فقط عاد السلام وعليكم يقل يدخل عند باب المسجد والله العظيم هذه كافية وإلى لا وكم صحنا وبكينا أكثر من ربعين سنة هل تحارك إقليم واحد وقال نقيم الصلاة والله ما كان فقط إقليم وهذه الدولة المباركة التي نعم الليلة نهار على إحباطها وإفسادها وتخريبها متعاونون عليها والعياذ بالله حتى مع الكفار والله لولا أنهم بنوا على إقام الصلاة ما شاهدوا فيها نوا ولا كان فيها خير لكن رحمة الله على مؤسسها عبد العزيز أقامها على ما أراد الله أن تقام عليه الدولة الإسلامية بعض آية فقط الذين إن مكناهم فالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنقار كم دعام قابل إقاموا الصلاة ما يبقى عسكري ولا مدني ولا رجل ولا مرأة يعيش في ديار الإسلام وهو لا يصلي إن شاهدت قريبك سجارك ما يصلي اتصب الهيئة يأخذونه ويؤدبونه حتى يصلي أو يحبسونه حتى يصلي إيتاء الزكاة فريدة الله لابد من رجال مهمتهم أن يجبوا هذه الصداقة من أجل إقامة الدولة الأمر بل معه فنهي عن المنكر وهيئات في كل قوية في كل مدينة في كل حي جماعة يأمرون بالخير وإنهون عن الشار ما المانع من هذا ما استطاع إقليم واحد بين المسلمين أن يفعل هذا كأنهم ضد الله ما يؤمنون بكلام الله ما هم في حاجة إلى القرآن ثم ماذا جان المسلمون من استقلالاتهم فازوا كاملوا سعدوا نمو تربوا سلوهم سلوني أخبركم والله محنوا بلايا وزايا أمر مما كانوا على الاستعمار ومعه وما أفقنا إلى الآن متى نفيق ابدأوا فقط أقيموا الصلاة ما قلنا لكم يفعلوا شيئا أخر أقيموا الصلاة ينفت حباب الهدى ورحمة المؤمنين والممنات إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهديا والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إصائل اذكروا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاع ولا هم ينصرون أعيد تلاوة الآيات الثلاث يا بني إصائل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا تنفعها ولا شفاع ولا هم ينصرون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات من قال يا بني إصائل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الله والله إنه الله هذا كلامه وهذا كتابه وذاك رسوله ونحن شهداء له على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله أن عندنا كلام الله هو الله العظيم وحرمه الأبيض والأصفر ونحن أكرمنا الله فأعطانا كلامه ها نحن نتلوه ونسمعه الحمد لله وهذه نعمة الله لنا سببها الإيمان لو أننا ما آمنا لكنا مبعدين ملعونين مطردين محرومين لا نعرف الله ولا نعرف عنه شيئا كما هو مشاهد في تسعة وتسعين في المئة من العالم أبيضه وأسوده أما نحن الحمد لله ربنا خالقنا رازقنا خالق الكون مدبر حياتنا الذي رزقنا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا ينزل كتابه إلينا وها نحن نتلوه ونتدبره ونفهم ما فيه ونعمل بما فيه أي نعمة أجل وأعظم من هذه لا نعمة فهيبنا ندعس هذه الآيات الثلاث يقول تعالى يا بني إسرائيل من هم بني إسرائيل إنهم اليهود والله إنهم لا اليهود ولما قال فيهم بني إسرائيل لأنهم قطعا هم من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إباهم ويعقوب عليه السلام يلقب بإسرائيل لقبوا إسرائيل كعبد الله وعبد الرحمن أين إسرائيل مضى لآلاف السنين وأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاد أحفاد سلسلة ماتوا والذين بقوا أحياء على عهد نزول هذا الكتاب وكانوا يسكنون هذه المدينة فهو يخاطبهم تعالى بوصفهم سلسلة ما انقطعت من إسرائيل عليه السلام وقد علمتم وقد علمتم مما سمعتم أنهم يحتفظون بأنسابهم ويحتفظون بيهوديتهم البدعة الباطلة فلا يفتحون فلا يفتحون بابا للتهويد كما فعل النصالي التنصير ما يريدون أن يدخل الناس في دينهم وهم يحتفظون ويحتفظون تلك الفرية الباطلة وأنهم شعب الله المختار في حين أننا علمنا علما والله ليقينيا أن الله قد غضب عليهم ولعنهم وما من مؤمن من ولا مؤمن إلا ويقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراط غير المغضوب عليهم من هم والله إنهم اليهود غضب الله عليهم لما أغضبوه أغضبوه هل لك يا شيخ أن تبين لنا أسباب غضب الله عليهم حتى نتقيها لأننا نخشى أن يغضب الله علينا ويطودنا من رحمته أعيد هذا السؤال على لسانكم أيها المستمعون ويا أيها المستمعات بين لنا يا شيخ شيئا مما استوجب غضب الله على اليهود حتى لعنهم غضب عليهم خشية أن نقع نحن في ذلك الإثم وتلك المعاصي فيغضب الجباء علينا ويلعنونا وبسم الله مما استوجاب غضب الله تعالى على اليهود بني عمنا يا أولاد إسماعيل عليكم السلام أنهم قتلوا الأنبياء والعلماء قتلوا الأنبياء والعلماء ونحن ما قتلنا الأنبياء لأنهم غير موجودين أتدري لو كانوا موجودين من من يضمن أننا ما نقتلهم وقد قتلنا العلماء ثانيا استوجبوا غضب الله لأنهم أكلوا رباء استباح رباء وأشععوه بينهم ونشروا في العالم اليوم فغضب الله عليهم لأنهم تحدروا وفسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته واستباح رباء وتعاملوا به وأكلوه أهالي المسلمون اليوم سالموا من هذه الجواب كلكم يعلم وما يدرين أن الله قد غضب ما هناك وحي جديد أبدا لكن رسول والكتاب بينا لنا موجبات الغضب فالذي يتحدى الجبار ويخرج عن أمره ويفسق عن طاعته يغضب الجبار من موجبات غضب الله وصخطه أنهم يستبيحون المحرمات بفتاوى يفتونها ويرصقونها بكتاب الله وهل فعل المسلمون هذا ألفوا كتبا بالقناط بالأطناء كل وحش وباطل وينسبونها إلى الله وإلى الإسلام ففعلوا مثل ما فعل اليهود عطلوا شرائع الله واستبدلوها بأهوائهم وشهواتهم وأطمائهم فاستوجبوا غضب الله فعطل المسلمون في الجملة شاع الله وأوقفوه وأبعدوه من ساحة القضاء والحكم واستبهحوا ما حرم الله من يمنعنا من يضمن أننا غير مغذوب علينا غضب الله تعالى على بني إسرائيل صلت الله عليهم ضربتين قاسيتين الأول على يد البابليين فشردوهم مزقوهم نكلوا بهم وبعد مروي القرون تراجع من تراجع وثابوا إلى الله وأنابوا فعادوا وقال لأحد أنبيائهم عين لنا ملكا نقاتل تحت رايته ونسترد مجدنا ونظامنا ودولتنا واستجاب الله وانتصر في تلك المعركة الخالدة داود عليه السلام وما إن مات ذلك الحاكم حتى أصبح داود الحاكم النبي المرسل وتكون الدولة واتسع نطاقها على يد ولي عهده سليمان عليه فساد بني إسرائيل العالم الشاق والغب وأنواع الإله والمنبياء والحكم والحكم والكتاب تغموا الدنيا بعد ذلك لما شابعوا وساكنت نفوسهم واطمأنوا ومات سليمان تمردوا على الله وفسقوا عن أمره ولبس نساؤهم الكعب العالي يا شيخ الكعب العالي موجود عندنا نحن صحيح أي لست القائل هذا رسول الله السلام هو الذي يحدث عنهم لما تلبس الإسرائيل والكعب العالي لأنها قصيرة القامة تريد أن تطول أو ترتفع فيصنع لها حيث كعب طويل وهذا الآن وهي ماذا أقول نسطر أسطر وكلكم يعلم كعب العالي كان أحد الأبناء قال يا شيخ ما هو قضية أنه عالي ترتفع حتى تظهر لرجال لا لأنها تتغنج وتتكسر إذا لبسته وتتمايل لتفتين القلوب وفعال نساء المؤمنين اليوم ما هو أفضع وأبشى انتهى الحياء إلا من رحم الله منها إذن أصبح النساء يبعنا ويشترينا في المساجد في البيع فصدر الأمر بطردهن قالت عائشة رضي الله عنها قد يطرد نساء اليوم كما طويل نساء بني إسرائيل إذن ماذا عساي أن نقول ما إن فسقوا فسط هذه الأمة اليوم ما هو بأكثر حتى صلت الله عليهم الروم فأذاقوهم مر العذاب شتتهم مزقوهم ويدلك على تشتيتهم أنهم نزلوا بهذه الصحراء القفاء بهذه المدينة السابقة هاربين من سطوة وسلطان الروم في الشمال لما فعل الله ببني إسرائيل لأنهم فسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته ولا أحسبهم أنهم كانوا أسوأ منا وأهبط منا أبدا ومن هنا غضب الله عز وجل فسلط على المسلمين الكافرين أحقيق هذا يا شيخ الكفار أعداء الله أولياء الشيطان يسلطهم الرحمن على المؤمنين إيه والله لقد حكمنا الشرق والغرب ممالك الهند العظيم جزر جار وتلك الأمة الغريبة الشرق الأوسط بأنواعه ما نجاء إلا هذه البقعة آية من آيات الله فقط إذن فعل بنا كما فعل ببني إسرائيل أم نحن أفضل منهم أين يذهب بعقولنا أولاد الأنبياء يناديهم هذا النداء الثالث يا بني إسرائيل يريد أن يسترجعهم يريد أن يردهم من تيهانهم ليكمل ويسعد أولاد الأنبياء يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إذن ما هناك فرق أبدا بيننا وبينهم إلا فرق واحد وهو أنه يوجد بيننا مؤمنون ومؤمنات أطهار أصفياء هم أهل الله وأولياء هؤلاء هم أهل دعو السلام هذا الفرق وهم بقيت فيهم بقايا لكن قليل لأن عددهم قليل هذا الفرق بيننا وبينهم اليوم إذن لما قدمت هذه المقدمة لأني سبق أن قلت نحن أولى بهذه الموعرة أين ابن إسرائيل لا وجود لهم معنا أليس كذلك لو كانوا معنا لوجهنا إليهم هذا النداء الإلهي لكن نجان الله منهم وطادهم من الحجاز المملكة لو كنا قادرين على أن نبلغهم بلغناهم وذهبنا إلى ديارهم لكن عاجزون فنحن الآن أحق بهذا النداء لأن حالنا كحالهم أولا يا أمة الإسلام يا أهل القرآن يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أذكروا نعمة الله عليكم أذكروا نعمة الله عليكم أن كنتم مشركين وثنيين يهودا نصارا بودا صابئا لا تعفوا الله ولا لقاء ولا تعفوا النورا ولا هدايا فأنعم عليكم بأعظم نعمة أن أنزل كتابه وابعث رسوله وجمعكم على الإيمان والتقوى أذكروا هذه النعمة وبعد من مراد من الذكر أن نقول إن الله أنعم علينا إن الله أنعم علينا هذا المقصود أذكروها بقلوبكم لتشكروها بألسنتكم وجوارحكم أذكروا النعمة من أجل أن تشكرو المنعمة جل جلال وعظم سلطانه هذا هو الطلب أذكر النعمة لتشكرو المنعم ليزيدك ولا يغضب عليك ولا يسلبك ما أعطاك إذن ونحن نشكر ماذا أية نعمة نشكرها النعمة أخبرنا أن لو أردنا إحصائها والله ما قدرنا ولا بالآلات العصرية إذ قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذن من هذه النعمة التي أنعم بها علينا نعمة الإسلام بشرائه وقوانين وأدابه لما تخلينا عنه وتحللنا وبعدنا ما أصبح لنا هيكل ولا ذات ولا شخصية على الأقل قالوا هؤلاء مسلمون إلا من رحم الله كأننا ذوبون ذوبانا ما أصبح للعالم الإسلامي ذات ولا شخصية ما لهم أعيد فأقول المطالبة بذكر النعمة المقصود منها الشكر ما هو الشكر يا شيخ الشكر أولا لاعتراف بالقلب في قرارة نفسك ألا تنسى أن ما بك من نعمة هي من الله وابدأ بسمك ببصرك بمنطقك ولسانك بيديك ورجليك ببطنك ذاتك منعم بها عليك أنت خلقت نفسك أنت أوجدت سمعك وبصرك أنت أوجدت عقلك وفهمك وذوقك نعمة كاملة أهديتها أي وهبك الحياة أضطر هذا بقلبك ثم احمد واشكر المنعم لا تنسى كلمة الحمد لله الحمد لله في صباحك في مسائك في ليلك في نهائك في كل أحوالك في ماضك في صحتك في جوعك في شبعك دائما الحمد لله الحمد لله ثاني ثالثا أن تصف النعمة فيما من أجلها أنعم الله بها عليه هذا هو الشكر هيا بنا نبدأ بنعمة البصر هل أذن الله لك يا عبده أن تفتح عينيك وتبصي ما لا يحل لك أما بلغك قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فوجهم ذلك أزكى لهم أما قال للمؤمنات بلغ يا رسولنا قل وقل للمؤمنات يغضضنا من أبصارهم ويحفظنا فوجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ضعامنا وليضعبن بخموئن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخوات أو نسائهم أو ما ملكت عمانهم أو التابعين غير أولي الإعباء هذا جديد هذا وإذا قديم هذا الكلام يا رسولنا بلق اللهم اشهد فقد بلق وهذا كتابك بين أيدينا هل شكرنا نعمة البصر فغضرنا أبصارنا وغض نساؤنا أبصارهم أجيب قلنا لا نطيع نعمة اللسان لو تصفي حالنا وتغرب الوضعنا وتستخرج أضغاننا وأمراضنا وأحقادنا وباطلنا وتشهد ذلك يغمى عليك في حين اسمع وبلغ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هل قبقنا هذا الأمر أقول لو تسجل أقاويلنا وأحاديثنا وهرانا يملأ الكون وإن شئتم عرفتم أننا قد وطعا والشتم والسب والانتقاد والسخرية واواء كأننا لسنا بالمؤمنين أليس هذا الواقع إنه لهو الواقع واسمع إليك وإلى غيرك في المجالس أذكر شخص ينهال عليه الجالس وقال لمن يغلق أذنيه ويقوم لا تغتاب لا تذكر كذا أين نعمة اللسان وهي من أجل النعم أعطيت هذا اللسان لتفسح عما أنت في حاجة إلي أمي أعطيني الماء أبينا وإني كذا فلان اربط كذا من أجل أن تخدم نفسك بلسانك لأنك تكفر به نعم الله لعل يواهم واهم لو كنتوا واهما لأشرتم إلى وحدة المسلمين وتحابهم وتعانقهم وتلاقيهم كأنهم جسم واحد أشير حكومات أحزاب منظمات جمعيات قبائل طوائف يأكلوا بعضها بعضا أين آفاء طاعة الله وأن هذه أمتكم أمة واحدا مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعارة المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يكذب ولا يقتل كل المسلم على المسلم حرام دمه عرضه ماله سمعتم تبلغني عجائب ونقول والله إن عذابا يجري في بلاد العرب لا يوجد يوم القيامة فهمتم إن عذابا يجري في بلاد العرب فضل عن العجم في سجونهم لا يوجد في النار مسلمون ماذا نقول من أولى بهذا النداء نحن أم اليهود يا بني الإسلام أمكروا نعمة الله عليكم ماذا كنتم كنتم بهاء في الغابات وغروس الجبال لا تعفون الله ولا الدار الآخرة لا إيمان ولا إحسان ولا إسلام فأنعم الله عليكم بنعمة أعزكم على البشر وفعكم إلى مستوى لا يصل إليه إلا مثلكم لما ننتكس ونرجع الوراء ونغير مجر حياتنا ونصبع ورضا لغضب الله علينا وقد أرانا آية استعمار الشرق والغرب لنا آية ونحن الآن تحت النظارة والله العظيم أين الله بالمصاد تقرؤون سورة الفجر ويلة إن ربك لبالمرصاد والآن كلمة صحوة لا وجود لها بل شكرا وكل يوم العالم الإسلامي هابط فإذا دقت الساعة وغضب الجبال سوف ينزل بالموجودين بلاء أعظم مما سلق ما صحوا ولا استفاقوا ولا رجعوا والأيام تمضي والخطايا والذنوب والخبث تعفن الجو الكون منه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين المراد من العالمين عالم زمانهم والله لكانوا أفضل من العالم وسكانه ونحن عطينا هذا وإلى لا عطينا خير اسمع ما يقول لنا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٌ أُخْرِجِلْ لِلنَّاسِ هذا الخبر إلهي كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٌ نكيها في سياق خَيْرَ أُمَّةٌ أُخْرِجَ لِلنَّاسِ بسبب ماذا؟ بسبب إيماننا واستقامتنا على منهج الله فلما فجارنا عن أمر الله فسقنا عن طاعته اختلط أمنا وتحللنا وتمزقنا وفقدنا تشروحانيات وأصبحنا عرضا لسخط الله ولا تقول هذا الشيخ يؤئسنا يقنطنا هذا كلام باطل لا تذكره ما أيسنا أحدا ولا قنطنا يا عبد الله يا أمة الله إلزم باب الله أقم الصلاة واذكر الله وكف لسانك وبصرك واذكر ربك لم يبق بينك وبين الجنة إلا أن تموت اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين نحن ما فضلنا ما قال خير الناس أفضل من كلمة أفضل فضلناكم على العالمين فضلهم بالمآكل بالأنبياء بكذا لكن جعلنا خير الناس كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أسألكم باستثناء هذه المملكة التي نحارب ليل نهار والعياذ بالله وأعوذ بالله منا هل وجدت هيئة أم وبالمعروف أو تنهى عن المنكر في غير المملكة أجيبوا لما من منعنا ها يا شيخ نحن مستعمر لا أيام الاستعمار ما قلنا هذا ولكن قلنا هذا أيام الاستقنال والسيادة الوطنية والحكومات ذات الوزارات المتعددة لمما توجد هيئات في القرى والأحياء تعم والغافل وتذكر الناس وتعلم الجاهل الجواب ما نريد هذه هذه صيبة الرجعيين ناتوك هاله والله يعلمه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يا أمة الإسلام اتقي يوما يوما عظيما صفه لنا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لو ياتي بك أبوك وهو رباني صالح ويقول أي ربي هذا ودي لا يدخل النار وقد عبدتك ثمانين سنة والله ما يجزي عنه أبدا تاتي الأم أي ربي عبدتك سبعين سنة أو هذا ولدي أو هذه ابنتي تقاد إلى جهنم شفعني فيها يا ربي والله ما تقبل لها شباهة إسمع ما يقصه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في استعراض وقد شاهد بأم عينيه لما يحشر الله الخليق لساحة فصل القضاء إبراهيم عليه السلام يقول يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعث في النار فأي خزي أخزى من هذا في هذا اليوم فيقول له الجبار جل جلال وعظم سلطان أي إبراهيم انظر تحت قدميك كان أفراص يبكي انظر تحت قدميك فينظر فإذا والده آذر الباب لي في صورة ضبع بل في صورة ذكر الضباع أقبح صورة وأبشعها وهو ملأطخ بالدماء والقيوع ما إن يراه إبراهيم حتى يقول سحقا 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 فيوخذ والله من قوائمه الأربع ويلقى في أتون الجعيم فتطيب نفس إبراهيم هذا أبو الأنبياء هذا خليل الله هذا إبراهيم ما شفع في والده ونحن نطمع أبونا كإبراهيم أين يكونوا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء وأخبرنا أيضا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عندما يوضع الميزان فتوضع حسنات الأبي فلا ترجح تبقى السيئات أرجح منها فيأتي إلى بعض أولاده إن كان لأولاد أي ولد لقد علمت أن وأني وأني وأنا الآن في حاجة إلى حسنا ترجح بها كفة ميزاني فيقول ولدي يا أبتا أعلم أنك كنت خير الآباء لي ولكن نفسي نفسي وتاتي الوالد الأم تقول لولدها كذلك ولا يستطيع أحد أن يعطيها حسن من حسناته لما يعرف أنه إذا رجحت كفة السيئات هلك إذن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وإن قل ولا يقبل منها عدل وهل يوجد العدل المقابل قنطار من الذهاب والفضة بنوك العالم بأسري ما يقبل وأنا لها ذلك لو قلت أي رب هذا ولدي أدخل النار بدلي والله ما يقبل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة يعيش المسلمون في قرون الظلام ألف سناء معولين على الشفاعة تعرفون الشفاعة الوساطة ضم جاه لا جاه ليقبل الطالب لشفاعة وهذا وقت بيانها مستعدون لمعرفة الشفاعة ينبغي أن نعرف هذا ولا يحل لنا أن نقوم من مجلسنا هذا وما عرفنا الشفاعة التي جاء بها الكتاب وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا نغش أنفسنا ونخدع بعضنا بعضا اسمه أولا لا شفاعة لمن مات على الشرك والكفر أهات أمضي لك بيدي الذي مات على الكفر والشرك لا شفاعة أبدا يرجوها ولا تتحقق وليست شفاعة أن يخرج من النار بل شفاعة لا يقلب بالنار والله لا تقبل منه قضى بهذا العليم الحكيم من يرد على الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيْءَ هذا كلام من؟ محامي هذا كلام الله عرفتم شر الخليق منهم من يكفرون برحمن شر الخليق مطلقا من يكفر بالله ولقائه ورسوله وكتابه إذن بعدما عرفنا اسمع قول الله تعالى يوم يقول خاتم صورة النبأ يقول الكافر يا ليتني كنت ترهبا هذه الأمنية الغالية والرخيصة الكافر من مات على الكفري والشرك والعياذ بالله وإن كان ابنا لنبي أو آبا لرسول لا تفكر أن هناك نسب يغني فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الكافر لا شفاعا ترجى له ولا يخرج بها من ناقط وقد رأيتم آذر وما قال فيه رسوله يبقى المؤمن الموحد المؤمن الموحد لا مؤمن مشرك هذا له شفاعة وإليكم بيان هذه الشفاعات أولا الشفاعة العظمى الكبرى التي لا تسمو إليها شفاعة ولا تدانيها هذه اختص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول إلى البشرية كلها أبيضها وأسودها بل إلى الإنس والجن معا وما حصل على هذه الشفاعة إلا ببذل الجهد والطاقة لو أيته عندما يصل ويبكي والدموع والدموع تسيل وتمشي وتعمل خطوطا على الحصير لو عرفت كيف يلبس درعه ويخج لسبع عشر مهركة يخوضها في خلال عشر سنوات لو عرفت أنه ما شبيعا من خبز الشعير في يوم واحد مرتين حتى لقي الله والله ليضع الحجر على بطنه ويشدها بالحزام حتى يتماسك ويقوى على المشي والصلاة ولما أعلمه الله بهذا المقام المحمود ماذا قال لو فرفش ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قالت عائشة التمسوا في الليالي الباردة في الشتاء فلا أجدوا فأطلبوا فأجدوا قد اغتسل بالماء البارد من الجنابة وهو يصل ويبكي والدموع تسيل على حصيره تستطيع أن تفهم ما قال كلمة سوء طي لحياته كله نور وأدب هذه الشفاعة أخبرنا عنها بنفسه وأنه يأتي إلى العرش فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن قال فيلهمني ربي محامد ألفاظ حمد وثناء وشكر ما كنت أعرفها فلا أبرح أحمد الله وأثني عليه وأمجده بها لا أدري الزمن حتى يقول لي أي محمد ارفع راسك واسأل تعطها واشفعت شفا يشرع في من في أبويه ليدخل جنة لا والله يشرع في أعمامه وأخوالي لا والله ماتوا على الكفر مشركين كافرين هذه الشفاعة ليقول لله اقضي بين عبادك طال موقفه امتدت نهار وسال العرق وألجم من ألجم اقضي بينهم وكيف جاء لهذا البشرية كلها جاءت إليه أنت الذي يمكنك أن تكلم الله والله لقد ذهبوا إلى آدم ونحن معهم عرفتم يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته إشفى لنا عنده ليقضي بيننا ونحن حفات عواه واليوم يوم مقداره خمسون ألف سنة من أيامكم هذه فيعتذر آدم عليه السلام ويقول أن لي وقد غضب اليوم ربي غضبا لم يغضب قبله ولا بعده أبدا ويذكر خطيئته يذكر آدم خطيئة من منكم يقول أنا عندي عشر خطايا فقط وفي عمر سبعون سنة بلا حسب سبع خطايا عشر في اليوم الواحد آدم خطيئة واحدة فقط تيك التي أكل فيها من الشجرة المنه عنها وغربته حمرأته وزين الشيطان لها وله ذلك ما أستطيع قال عليكم بنوح هو أبو البشر الثاني فيأتون نوحا والله العظيم ها ما يجين ها يجين يا نوح أنت 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 يشفى لنا عند ربك يقضي بيننا يدخل الجنة من يدخل يدخل النار من يدخل طال وقوفنا فوالله لا يعتذي نوح ويذكر خطيئة واحدة عاش ألف مئات سنة وزيادة تسعمية وخمسين عام وهو قائم بدعوة الله وقالوا فيهم ما لا تقدر أنت على عشره ولا على واحد في المئة من السخرية والاستيزاء والضحك والكلام الباطل وواوا من العجائز فيذكر كلمة فقط ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لما تدعو بها للدعوة العامة يا نوح أما ترحم البشرية فيذكر هذه الدعوة لا يستطيع أن يقف أمام الله ويسأله ويطلب منه فيحولهم إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم أب الأنبياء خليل الرحمن أنا أخطأت ثلاثة كذبت ثلاثة كذبات كيف أواجه ربي وخاطبه كذب كم مرة ثلاثة وأنت يا عدنان كم ووالله لكذبات إبراهيم خير من صدقنا نحن لأنها كانت لله ونحن نكذب لشهواتنا وأطماعنا وأهوائنا ثلاثة كذبات فقط عليكم بموسى يأتون موسى يقول كيف أكلم وقد قتلت نفسا وهل قتلها عمدا والله ما هو بعمل هذا قتل الخطأ أراد أن يخلص بين اثنين المتضاربين لما رأى شدة القبط لا كما هو في صدري كان الأجل فمات عليكم بعيسى يخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فيقول فلم يذكر عيسى خطيع قط عاش ثلاثة وثلاثين سناء لم يقارف خطيئة قط وسينزل ويعيش بقية العمر والغانب أنها ثلاثين سناء ولم يذكر خطيئة قط لا كلمة ولا نظرة وهل عرفتم سر هذه العصمة هذه دعوة جدتي جدة حنى مرت عمان عليه السلام سألت ربها وقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرى فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذلعتها من الشيطان الرجيم أغلق الباب على الشيطان فلم يصل إلى قلب عيسى دعوة الجدة نفعت لأنها جدة تساوي جداتنا الملايين مرة جدة وأخبر بهذا أبو القاسم إذا هز المرأة الطلق وجاء المخاض جاء الإسعاف إسعاف من؟ الشيطان وأعوانه ينتظرون متى يسقط هذا الجنين ليطبعه أنه من أتباعه ليتبعه لتابعية ما إن يخرج من فرج المرأة حتى ينغز في خاصرته آه إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقعة وإن الآيات المباركات التي نشتعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سيائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان رجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاهلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات من هذا إبراهيم الذي ابتلاه الله واختبره وامتحنه فنجح حتى أصبح إماما ألا إنه إبراهيم الخليل الذي فاز بالخلة بينه وبين الله عز وجل هذا الأب الرحيم لأن كلمة إبراهيم باللغة السريانية هي الأب الرحيم أب رحيم أب رحيم وتجلت رحمته في مواقف شتى فحقا كان أبا رحيما من مظاهر تلك الرحمة أنه لما سأل الله عز وجل قائلا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زار عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تتجل حقائق الرحمة في هذا الكلام رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زار عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقبلها يقول من صورة إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي إنهم أضلن كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم ربي يا رب إن هذه الأصنام التي عبدها البشر الجهال أضلن كثير من الناس حيث عبدوها وتركوا الخالق المعبود الحق ثم يقول فمن تبعني فإنه مني وأنا منه ومن عصاني فإنك غفور رحمة ومن عصاني لم يقل فاغربه فانتق منه فأنت العزيز الجبار أنت العزيز الحكيم وهو كذلك ولكن قال فإنك غفور كأنما قال فاغفله وحمه ذكر لنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عيسى عليه السلام فقال ما سجل القرآن له في تلك الوقف العجيبة في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء قال عيسى والله يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كنت لأقول لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفلهم فإنك أنت العزيز الحكيم فانظروا ما بين الموقفين ما قال فإنك أنت الغفور ورحيم أنت العزيز القوي والقادر الذي لا يعجد شيء الحكيم تضع الشيء في موضعه كاف خبيث منت المجرم الحكيم ما يضعه بين أولياء الرحمن في داره السلام يضعه في أتول الجحيم والخلاصة أن الأمة التي سمت إبراهيم أبا رحيما وفقت في ذلك لسل حقا هو أبا رحيم هذا إبراهيم يكنا بأبي الضيفان هو ما ولد الضيفان ولكن كني بأبي الضيفان والضيفان جمع ضيف وضيوف وإليكم سورة شاهدوا فيها كام إبراهيم هذا بعد هجرته واستقراره بدار القدس وأرض الطهر شاء الله عز وجل أن يضعب المؤتفكات وبها قوم لوط عليه السلام لأن لوط هو ابن أخي إبراهيم وهاجع معه أيام هجرته فلم يخرج من أرض بابلس وإبراهيم وزوجه الكريمة من هي هذه الزوجة هاجع لا سارع من السرور وابن أخيه لوط ونبأ الله لوطا وأرسله رسولا إلى المؤتفكات سادون وعموا مدن الآن هي البحر الميت المنتن فلما دعاهم إبراهيم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يتخل عن الفاحش التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين وهي إتيان الذكور من العالمين وتم وعد الله وبذل لوط صلى الله عليه وسلم أقصى جهده ولم يستجب له فلم يسلم ما عدا أهل بيت فقط أهل بيت لا غير وقرأوا لذلك قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسنا إلى قوم المجرمين إلا آلالوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا ما أتروا كانت من الغابرين قدنا إنها لمن الغابرين الشاهد إلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين مدن في ذلك العالم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولا حرج ونوح قبل ألف سنة إلا خمسين عاما وحصيلة الدعوة كانت نيفا نيفا وثمانين رجل ومعاه لا أقل ولا أكثر تسعمية وخمسين عام وهو يدعو الليل والنهار في السير والعلن لم يتابعه على ملة الإسلام إلا نيف وثمانون رجلا ومعاه فلا عجب وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي يبعث يوم القيامة ومعه النفر النفران ويبعث وليس معه أحد ما استجابه فلما أراد الله إنهاء ذلك الوجود العثن الخبيث المنتن أرسل جبريلا وميكائيل وإصرفين فنزلوا ضيفا أو ضيوفا على إبراهيم لأن فلسطين والأردن متصلتان فلما نزلوا بإبراهيم أهل وسهل وأحب فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون ثلاثة أنفار يقوم إبراهيم بذبح عجل سمين أيضا ويشويه ويقدمه مشويا ثم يقول ألا تأكلون يتأدب معهم ما قال كلوا كأنه أعلاهم يأمرهم قال ألا تأكلون فأبوا أن يأكلوا فأوجس منه خيبة لي مما يأكلون وهذه إن شئتم قولوا أعاد بشرية حتى في الإسلام إذا أراد الشخص بالآخر سوءا لا يسلم عليه لأنه قال السلام عليكم أمنه لو أراد به خيرا لا سلم عليه وأكل طعامه فإذا رفض أن يأكل معناه ما جاء للأكل جاء ليذبحه أو يسلبه ماله فإبراهيم أوجس في نفسه خيف ليما ألا تأكلون فقال له جبريل وهم في صورة رجال كرام حسان الوجوه لأن الملك يتشكل كما أراد الله فقال جبريل إنا لا نأكل طعاما إلا بحق وهو كذلك وهل تأكلون أنتم طعاما بدون حقه فادخلوا المطبخ تشبع وتخرج غير ما أقول هذا إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه فقال عليه السلام كنوه بحقه فقالوا له ما حقه قال أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره أيها المستمعون ومستمعات هل بلغكم هذا إنه لا حق لك في طعام الله ولا شرابه إلا بأن تذكر اسمه أولا وتحمده أخيرا وإلا فأن تأكل ما لا يحل له هل يفهم الواعون هذه هذا الطعام من خلقه من أوجده من وضعه بين يديك أتأكل بدون إذنه فهل يحل لك أن تأكل طعاما بدون إذن صاحبه أسارق أنت أملص فمن هنا لابد لا إذا أراد عبد الله أو أمت أن يأكل أن يقول باسمه أي باسمه إذ هو الذي أذن لي فيه لو لم يأذن لي فيه والله ما أكلته إيه نعم هل تأكل ميتا أو خنزيرا أو مقصوب محرما لما ما تأكل لأنه ما أذن لك أذن الله لك فيه لا إذا فلهذا أياكل المؤمن ما حرم الله ما يأكل أما إذا أذن لو فيه فإنه يقول باسم الله ويأكل إذا فرغى من الأكل ماذا يصنع يحمد المنعم فيقول الحمد لله ومن الأسف ملايين المؤمنين ما يعرفون هذا ومن عافوا عافوا تقليدا أعمى فقط لا عن علم وبصيرا فلهذا لا يبالي أسمى الله أم لم يسميه حمد أو لم يحمد هل يجوز لعبد من عباد الله أن يتناول كأس الخمري ويقول بسم الله يشرب يجوز والله ما يجوز كذب كذب على الله ظور الله أذن له بذلك كيف يكذب على الله ويقول بسم الله إن تبهتم ولا لا من أذن لك حتى تقول بسم الله تكذب على الله مرتين تشرب ما حرم أو تأكل ما حرم وتقول باسمه إذا عرفتم هذه الحقيقة والرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه غلام صغير يقول له يا غلام سم الله يعلم هذا الطفل في السادسة من عمره أو أقل يا غلام سم الله وكل مما يليك كل بيمينك وكل مما يليك فهل علمنا أطفالنا هذا آه وحرق قلبا هل علم المسلمون غلمانهم أن يبتدوا طعامهم باسم الله وأن يتناولوا بأيمانهم بأيديهم اليمنى لا ليسرى وإذا فرغوا أن يحمدوا الله أي فلان أي بني أي بنيتي فرغت من الأكل قالت نعم أبتا قال لا قولي الحمد لله من قص هذه القصة هل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم والنوط وبينهما أربع لاب سنة كيف هذا الوحي الإلهي فلما قال إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه قال كنوا بحقه قالوا فما حقه قال أن تذكر اسم الله في أوله وتحمده في آخره فالتفت جبريل إلى ميكائل وقال حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا حق لهذا الفحل لهذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا فمن ثم عرفنا أن إبراهيم كان خليلا للرحمن إذن هو الشاهد عندنا في أبي الضيفان حقا أب الضيفان وإلى لا ويكن أيضا بأبي الأنبياء إذا سللت من أبو الأنبياء قل إبراهيم لما لأنه ما من نبي ولا رسول نبّي وأرسل بعده إلا من ذرية إبراهيم ما من نبي نبأه الله بعد إبراهيم إلا من ولد إبراهيم فلهذا أبو الأنبياء أبو الضيفان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل دعوة مباركة واستجابها الرحمن ولو تذكرونها من سورة الشعاء حيث قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مريض فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الديني ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثتي جنة عيم واغفل أبي إنه كان من الظالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عجب هذه الكرمات دعوه إلى أن يعبد الأصنام أو الأوثان أو الأوام رفض وقال أعبد الذي خلقني فهو يهديني والذي ويطعمني ويسقيني كيف يطعم ويسقيه وأنتم الآن من يطعمكم ويسقيكم أمهاتكم آباءكم أيها الغافلون من الذي يطعم ويسقي سوى الله خالق المادة ومصخر أسبابا إياك أن تفهم أنك تطعم نفسك وتسقي نفسك من خلق الماء من عرف كأنه يرويك من خلق الطعام وهداك إلى أكله وعلمك كيف تأكله لتعرف أننا لاصقون بالأرض من من يعرف هذه الحقيقة أنا أكل أنا أشرب أنا أطعم أنا كذا أنت أنت ما أنت وما كنت شيئا يذكر أعجب هذا كلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو لا غير يطعمني ويسقيني وإذا ما يرث فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيني والذي أطمع أن يغفل خطيئة يوم الديني ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واستجاب الله اليهود النصارى المجوز كله أهل العالم يعترفون لإبراهيم بالمقام الأسمع والمنزل العليا وأنه أبو الأنبياء استجابة الله له وفي السياق الكريم تقدم لنا ما قال اليهود وما قال النصارى وما قال المشركون وهم يتشبثون بالنسبة إلى إبراهيم كلهم يقول إبراهيم منا وإبراهيم بريء منهم إبراهيم يقول تعالى عنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما هذا من صورة آل عمران إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين فمزق تلك الخيوط الباطلة التي يتشبث بها المشركون في مكة ويدعون أنهم أتباع إبراهيم معهم في حاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من المشركين ومن صورة آل عمران قالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى ادعت الدعوة كان نصرانيا فأبطلها الله ورد هذا وأبطلهم إذن فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما ما إن عن كل الباطل وضروبه وأنواعه وعباداته وآلاته إلى الحق مسلما قلبه ووجهه لله رب العالمين فأبطل دعواهم وهم ثلاثة طوايف اليهود والنصارى والمشركون من العرب وهو ذا تعالى يريهم صورة حقيقية لإبراهيم فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلاه امتحنوا واختباه بكلمات جمع كلمة وهي كما يقولون أوامر ونواي كلمات لأن الأمر يكون بالكلمة افعل والنهي يكون بالكلمة لا تفعل إذن فإبراهيم امتحن ونجح وإذ ابتلى إبراهيم أي واذكر يا رسولنا لهؤلاء الطوايف الضالة من اليهود والنصارى والمشركين أذكر لهم ليسمعوا ويعوا ويشاهدوا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وفاهن وإبراهيم وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى تمام التوفي في كل ما أسند إليه وأمر بيه ودعي إليه ولم يثبت من أتم ما عهد إليه ووفاه سوى إبراهيم ولهذا أثنى الله عليه بقوله وإبراهيم الذي وفى ومن هذه الكلمات الشاق الصعب الذي لا ينهض بها إلا مثل إبراهيم أولا ذلك الموقف الذي وقفه في باب العراق يوم هاجم الأصنام والأوتان بمعول بفأس فحطمها وكسرها وتركها شذر مذرا من يقو على هذا عرف أن قومه سيخرجون في الربيع إلى عيد الفصح كما يسميه النصارى اليوم عيد الفصح إذا وعرضوا عليه الخيوش معهم فاعتذر وقال إني سقيم وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال الأبي وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظى نظرة في النجوم فقال إني سقيم أوهماهم أنه ينظر إلى النجوم لأنهم يعبدون الكواب وقال إني سقيم لا أستطيع الخيوش معكم عرضوا عليه الخيوش للفصح للأكل والشوب والقصائد الماجنة فلما تركوا جاء بمعول أعده من قبل ودخل بهو الآلهة وصالونها الفخم وكسا حطمها وعلق المعول في رأس أو في عنق أكبرها وانصرها هذا خرج عن نظام الدولة بكامله حارب الأمة وسلطانها وهو وحده ما إن قضوا عطلتهم الربيعية وعادوا ليأخذوا الطعام الذي باركته الآلهة لعل السامعين ما يعرفون آله عيشنا وما زال العرب في جاهليتهم في بعض البلاد فيه يوم من الأيام وخاصة أيام الخريف عندما يوجد البالديزم والحمى الفصلية هذه ينادي منادي في القرية إن إخواننا من الجن قد عسكروا عندنا فكيف نتقيهم إذن بالنشرة ما هذه النشرة اذبحوا واطبخوا الطعام واللحم وضعوا في البيوت وأغلقوا الأبواب حتى يأكل إخواننا من الجن ويرحلونا وبذلك نسلم نحن وأولادنا ونسائنا من أداهم عرفتم والله العظيم وإذا وضعت السيدة طعامها وأغلقت باب الغرفة ساعة يأخذون الطعام ويأكلونه بما فيه من الباركة هذا موث عن البابليين من ستة لاف سنة كيف نقل إلينا اسكت يا شيخ كيف ينقل إليك ما تدري أتدرون وإلى لا مضى في الدرس الماضي أن قلوب الكافرين متشابها عابا وعجما لأن الداعي إلى الباطل واحد وهو إبليس إبراهيم بينه وبينه وأربع لاف سنة وستة لاف فقط عندنا في قرية من قرآن الإسلامية يعبدوا يعوق ونصر من أهد نوح يعوق ونصر أين أما قال نوح لما أره بعباد الله قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثة ويعوق ونصر جبلان رأينهما هذا يعوق وهذا نصر وإذا انقطع المطار وأجدبت الأرض خرج أهل البلاد بالنساء والرجال ويذبحون ليعوق ونصر ويأكلون الزرد والطعام حتى يشقوا كيف نتخط أكثر من 8000 سنة كيف يتمانا لأن الداعي إلى الشرك والباطل واحد هو إبليس فلا عجب ولا غرابة أن ينتقل هذا إلى العالم الإسلامي من عهد البابليين إن يخرجون ويتركون أطباق الطعام والحلويات بين يدي الآلهة لتباركها فإذا رجعوا من عيد الفصح يأخذون أظن هذا النصار يعملونه اليوم ما تعرفون عن المسيحيين في بلادهم ما يضعون أطباق الحلويات عند الآلهة موجود فإبراهيم استغل الفصا وحطم الأصنام والآلهة الباطلة وعاد إلى بيته فجاء المغرورون المخدوعون ليتناول الأطعم المباركة فوجدوا الآلهة متناثرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم سمعنا فتن شاب يذكرهم أي بالسوء بعدم وضع بالغضب ما هو راضي عنهم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون في نوع من الحق أو العدالة ما هم هاضقين تماما فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أن هذا الذي فعل هذه الفعلة وجيء به واصطنطقوه أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم قال بل فعله كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ذي كذب من الكذبات الثلاثة هو قال بل فعل كبير ماذا يشير إلى يده وأنظم يشير إلى الإله الذي ما حطم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون جيء به أنت فعلت هذا بآلهت يباهيم قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فبكتهم فاسألوهم إلى ما يجيب كيف ترجوا أن يرحمت ويدفع العذاب عنك وما ينطق قالوا لقد فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من ذو الله ما لا ينفعك بشيء ولا يضرركم أفنكم ولما تعبدون من ذو الله أفلا تعقلون هذا الغلام هذا الشاب هذا هذا إبراهيم هذا قالوا إذن حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين لما عجزوا عن البيان والحج والبهان أرفعوا الهرارة وهذا واقع البشر يجادل يحاج كذا بالمنطق إذا فشل آه أقتله هذا النوع من البشرية هي هي إياك أن تفهم أننا في القول العشرين والله لأخلاق وأفكار وسياسة منذ سبعلاف سنة هي الآن هل تغير الآدم يعني أسألكم بالله البشر تغيروا صامخ جديد عقل آخر ما هي إلا هي إذا نحن مع إبراهيم الخليل هذا الموقف من يقب بتولية وإلى لا نجح إبراهيم وإلى لا ألقوا القبض عليه وسلسلوه وغللوه وداعوه وتراكوه في السجن أكثر من أربعين يوما وهم يجمعون الحطب ويؤجنون المعار هذا الأسلوب ما عرض من أجل إرهاب الشعب حتى ما يقلد إبراهيم يشي وراءه أو يرحمه وانتبه وبلغنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الوزغة الملعونة كانت والله تنفخ في النار لتتقد وتشتعين تاكوه التوحيد الموحدين آمنا بالله صلوا على رسول الله تعفون الوزغة وإذا لا تنفخ حتى تشتعين النار كانت الماء تنذر النذر للآلية بحزمة حطب إذا نجح ولدها أو حصل له كله حتى تساعد على إشعال النار فلما أججوها كذا يوما الطيع ما أصبح يطيع فوقها للهبها للهبها من باب الإرهاب والتخويف لعل إبراهيم يتراجع أهما ممتحد كيف يلقونه في هذا الجحيم من يقو على الوصول إليه فَمَا كَانَ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ وَضَعُوا فِي مَنْ جَنِيقِ تَبَاتُمْ وَأَضَعُوا وَرَمَوا بِهِ بِالْآلَعِ لأنهم ما يستطعون أن يصلوا إلى النار وأسمع كأنك حاضع شاهد هذا كلام ربي رب العالمين يبينه رسول رب العالمين فلما وضعوا في المنجنيق أو في العقال ورموه في الطريق قبل أن يصل وصلت برقية عاجلة ما هي اتصل به جبريل عاليسا وقال هل لك يا إبراهيم حاجة هذه كلمة مصرية عاوز خدمة يا إبراهيم هل لك حاجة قال أما إليك فلا أما إليك فلا لا حسبي الله ونعم الوكيلة ليكفين الله ما أنا في حاجة إلى غيري ونعم وكيله والله هذه الكلمة أول من قالها إبراهيم وقالها الطيبون الطاهرون من صفوت هذه الأمة من الأنصار المهاجرين قالوها هنا في هذا البلد لما عادوا من أحد وكانت هزيمة مرة هزيمة سقط سبعون قتيلة استجد حمزة كسرت رباعية الرسول شج وجهه لصق المغفى برأسه وسببها لا أقول ذنب ذون أيب أي بالنسبة إلى ذنوبنا ما هو شيء ولا واحد إلى مليون ذنب واحد وهو يا رما إلزموا الجبل لا تهبطوا وإن رأيتم ما رأيتم لما شاهدوا الهزيمة تمت للمشركين وفر نساهم ورجالهم واندفع المسلمون يجمعون الغنائم هبطوا من على جبل الرمات الموجود فأخالت قائد قوات الكافرة يومئن وهو معروف آية من آيات الله في قيادة الحروب احتل الجبل وصب البلاء على المسلمين فكانت هزيمة وانتهت ما إن عادوا إلى المدينة جرحا ودمعهم تسيل ودموعهم وآلامهم وأفكارهم من يضحك من يأكل الرسول جريع فجأة جاء النبي بأن أبا سفيان عازم على أن يعود إليكم ليصفي عسابكم وينهي وجودكم بالمرة عسكر على ثلاثين كيلومتر خارج المدينة إذن فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أعلن التعبئ والخروج وقالوا حسبنا الله والمن وكيل وقعوا ذلك في قوله يستبشرون بنعمات من الله وفضل وأن الله لا يدعج المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أز عظيم الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الرسول قالها من قبل إباهين أيها المسلمون يا أبطال الدنيا تريدون أن تنتصر على إسرائيل كم ذنبا عندنا أصحاب رسول الله وهو معهم ذنب واحد مخالفة واحدة ونحن خالفنا الله ورسوله وشرع الله ما أبقينا شيئا إلا وعكسناه ونريد أن ننتصر كيف يمكن هذا نغالط أنفسنا أبي عابرة فقط والشاد أهل برقية جبريل اتصل بإبراهيم باللاسلكي هل لك حاجة قال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل ويصدر أمر الله إلى النار المتأججة يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هذه آية من صورة الأنبياء يا نار كوني بردا لولا أنه ألحق كلمة سلاما قال لتحولت إلى ثلج قاتل ومات إبراهيم بالبرد تحول تلك النار إلى كتلة من الثلج ويموت إبراهيم من شدة البرد لكن لما قال وسلاما والله ما أتت النار إلا على عقاله في وجديه والكذا في يديه فاحترق الكتاب في يديه ووجديه والنار لم تمس جسمه وذكرت لكم كرامة أخرى أحد الصالحين ربانهين داهمه الدرك الفرنسي وهو على كرس الدرس وأدخل يديه في الحديد وأخذ يضغط عليه قال الشيخ رحمة الله عليه قلت له لقد وسعه الله فلم تستطيع تضيقه يحلف ما مس يده عرفتم هذا ولي من أولياء الله عالم رباني خريجوا هذا المسجد تربى ونتنشى في هذا المكان الطاهر وما عرف قومه أهله ولا قيمته كصالح في ثمودع إذن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الأخسرين خسروا ونزلوا هذا الموقف أمتحن في إبراهيم وإلى لا نجح أتم الأمر كما أراد الله وبعد أمر آخر إلى أين يذهب إبراهيم لا مواصلات ولا 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 عرف البلاد إلى أين يذهب فكانت أول هجرة عرفتها البشرية أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم بشهادة أبي القاسم الحفيد الكريم أول هجرة كانت لله في العالم هجرة إبراهيم فهاجر من أرض بابل العراق معه زوجه الطاهرة سارة بنت عمه ومعه ابن أخيه لوط عليه السلام فقط ترك الأهل والمال والآباء والإخوان والدنيا وخرجه لا يملك شيئا هذه واحدة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات لي كلمة من الكلمات أو الهجرة عدونها لا شيء المهاجرون الأولون أثنى الله تعالى عليهم يخرج الرجل يطعق أهله وماله ومعارفه ويخرج لا يملك شيئا إلى أين يذهب كيف يعيش لا يعرف أحدا ولكن لوجه الله طلبا لمرضات الله فرارا بدينه حتى لا يعبد غير الله الهجرة تعرفون قيمتها وإذا أنا وأقرأ لذلك قول الله تعالى من سورة الحج في تقدم المسلمين في شماء في جنوب أوروبا حصل معركة فاستشهد فيها من استشهد فجئ به إلى مدينة دخلت في الإسلام على ساحل البحر إذا فخرج أهل البلاد مع المجاهد ولم يخرج مع المهاجر إلا عدد قليل في الجنازة فقام أحد المؤمنين وقال أما أنا فوالله لأبالي أن أقبر في قبر مجاهد أو قبر مهاجر إلا فرق بين المهاجر والمجاهد وقار هذه الآية من سورة النساء والذين هاجوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزق أنهم الله رزقا حسنا والذين هاجوا في سبيل الله ليرزق أنهم الله رزقا حسنا ما في فرق بين المهاجر والمجاهد والذين هاجعوا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا قتلوا مجاهدين او ماتوا على فراشهم كما مات هذا لا يدخلنهم الله مدخلا يرضون وان الله لعليم عليم لا يرزقنهم ولا يدخلنهم الجنة عرفتم قيمة الهجراء ما هذه الهجراء ليما لان العيش ضاق ما وجدنا شغل الهجرة في الله هي انك تحرم من ان تعبد الله انت خلقت لهذه العبادة فاذا عارض عارض ومنعك ان تعبد الله يجب ان تهاجر ولتطرق كل شيء لانك لم تخلق الا لان تعبد الله فاذا منع مانع من العبادة وجبت الهجرة وقد هاجر اصحاب رسولهم من مكة وتركوا اهليهم وذوريتهم واولادهم وخرجوا بايديهم ونزلوا على اهل المدينة فاوروهم ونصرهم وقعوا القرآن والهجرة لها شأنها لو كنا نفقه ذلك الهجرة اسمع يا عبد الله واسمع يا امت الله تنزل في عمار ساكن اجرت فيه شقة ويل ساكن اذا وجدت نفسك لا تستطيع ان تستقيم في هذا المنزل قد تصاب بتركاب معصية يجب ان تهاجر نزلت منزل تعرضت لان تنظر بعينيك ما لا يحل لك ان تسمع ما لا يجوز ان تسمعه ان ترتكب معصية من المعاصي ما فيه سبيل الا ان تقشى هذا الذنب يجب ان تهاجر من هذا المنزل الى هذا وجدت نفسك في بلد لا تستطيع ان تقيم به به دهرا ايام او ليالي الا وقد تركت واجبات او فعلت محرمات والله يجب ان تهاجر الى بلد اخر ولو خمسين كيلو ما هو شرط اقليم او اخر من بلد الى بلد ما هاجروا من مكة الى المدينة بلد واحد لا تقول الهجر الانتقال من بلد الى بلد من دولة الى دولة او من اقليم الى اقليم الهجر ان تترك مكان وجدت نفسك لا تعبد الله فيه ولا تستطيع ان تقيم على منهجه ارحل وهذه الهجر كما علمتم كالجهاد لا فاق بين المهاجر والجهاد والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله ورزق الحسن وان الله له خرزقين ولا يدخلنهم مدخلا يرضون وان الله لا عليم عليم هل عرفتم السر؟ لماذا خلقنا؟ لان نأكل نشعب ننكع خلقنا لان نعبد الله فاذا منعت من عبادة الله يجوز ان تبقى في ذلك المكان العلة التي خلقت من اجلها تعطل يجب ان تهاجر ابراهيم هاجر مع سارة ومع لط من ارض العراق الى ارض الشام ذي كلمة ويللاء ابتلاه الله ويللاء اعظم ابتلاء ويرات ابتلاء اخر هذا الابتلاء بحكم رقة قلب ابراهيم وفيضان رحمته على حواسه ومشاعر وحاسسه يبتليه الله تعالى بان يذبح ولده اي امتحان اعظم هذا لو كان قاسي القلب شرية من اهل الشر يذبح امه واخاه ولا يباليه ما في شيء ان يذبح طفلا يرفسه لكن قلب ابراهيم المفعم بالرحمة وقد عرفتم مظهر الرحمة يوحي اليه تعالى امتحانا له ان يذبح ولدك هو فعلا يقول لهذا اعديه وطيبيه وطهريه ونظري فيه ويخرج به من حجره ملاصق للبيت الى ميناء ليريق دمه هناك يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك قال الغلام فضل ما لا ترى افعل ما ترى يا ابته وخرج به كلمات فاهتمرنا واخرى لما اخذ اسماعيل يقوى على العمل في الثامنة من عمر والتاسعة امره الله ان يبني له بيتا الدولة تكلف فردا يبني بيتا اين الاموال اين الاموال اين رجال واين واين في صحراء في واد خالي يبني لنا بيتا فينهب ابراهيم والله كأنكم تشاهدونه وهو يضع اللب الحزر فوق الاخرى وهو يتقاول مع ولده واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزك انك انت العزيز الحكيم يتقاولان هذا الكلام وهما يبنيان البيت ابراهيم يأخذ الحجر من اسماعيل ويبني بنا البيت ولا هنا لم يبق الا الجائز العظمى ناجح ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال انا اني جاعلك للناس اماما لما نجح اعطاه جائزة لم تحلم الدنيا بمثلها اني جاعلك للناس اماما قدوى يقتدي بك الابيض والاسود طول الحياة عرفتم كيف فاز بها هذه جائزة نوبل اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي ايضا قال لا ينال عهدي الظالمين ما نعطيك عهد مطلق ويأتي من اولادك المشرك الكاف والظالم الفازق ويصبحون ايم لا لا ينال عهدي الظالمين قالت العلماء من هذه الآية اخذ ما يعط بولاية العهد عرفتم ان ان السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقى وان الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل ان يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها انه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد اعود بالله من الشيطان رجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات بكلمات فاتمه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين الى اخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين او المستمعات من المؤمنين والمؤمنات اعيد الى اذهانكم ان هذه الايات تشهد شهادة الحق انه لا اله الا اله وان محمد رسول الله هذه كلمات الله عز وجل ايوجد كلام بدون متكلم لا مستحيل هل هل هناك من ادعى ان هذه الكلمات من كلام لا احد البشرية كلها طعط اطراصها اذ هذا الكلام الالهي الحاوي للعلوم والمعارف التي تعجز البشرية عن محاكاتها فضلا عن الاتيان بمثلها هذا الكلام الالهي على من نزل الذي نزل عليه لن يكون الا رسول الله فمن نا كل اية وآية القرآن ست آلاف ومئتان وأربع نايا كل اية تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل امي لم يقرأ ولم يكتب حتى بلغ اربعين سنة من عمره فاوحى الله الي هذا الكتاب وتم وحيه في خلال ثلاث وعشرين سنة هذا الكتاب العظيم اذكروا ان الله تعالى قد قد تحدى به الانس والجن وطلب اليهم ان يتظاهروا ويتعاغنوا على ان يأتوا بمثله فعاجزوا قال تعالى قل لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر والزمان يمضي والقرون تتوالى هل استطاعت البشرية مستعين بالجن على ان اتوا بكتاب مثل هذا كتاب لا والله وتحد الجبار جل جل وعظم سلطان العاب وهم اهل هذا اللسان وبلسانهم نزل هذا القرآن فقال لهم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله صورة فقط وتحد هم بعصر فهجز واخر ما نزل في هذا الشام بالمدينة النبوية في هذه الصورة المدنية وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوش هداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين قالت العلماء قال البصراء قال أرباب هذا الدين وأهله هذه الجملة ولن تفعلوا يستحيل أن تكون من غير كلام الله يا معشر العقلاء والبصراء والمفكرين لما كلمة ولن تفعلوا لن يقولها إلا الله إذ ليس هناك من يملك السيطرة على القلوب والعقول البشرية اليوم بعد اليوم والعام والعام بعد الآخر والقار بعد القرن حتى يقول ولن تفعلوا لن يكون هذا إلا الله سبحان الله هذه الجملة ولن تفعلوا تصرخ بأعلى صوتها أن هذا من كلام الله ويستحيل أن يكون من كلام غيره والأمثيل الغريب القريب التي نوردها أحيانا هل تستطيع دولة صناع كاليابان في هذه الأيام أن تنتج آل من الآلات وتقول أتحدى البشرية لمدة سبعين سنة إن استطاعت أن تنتج مثل هذه هل تستطيع اليابان تقول هذا هل تستطيع أمريكا وقد سيطرت على مصانع القدرة الصناعية هل تستطيع أن تنتج أي نتاج وتقول أتحدى العالم لمدة مئة سنة أو ثمانين سنة أن ينتج مثل هذا المصل أو مثل هذه القطعة من العديد أي يكون هذا لن يكون إذن من القائل ولم تفعلوا لن يكون إلا الله وهل فعل العرب فأتوا بصورة من رجل أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم ومضى القرن الأول والثاني والثالث والعاشر وأيسو مستحيل أن يأتوا بمثل هذه صورة أتدري لما لأن القلوب بين يديه يقل وكيف شاء لو شاء لسلب البشر عقولهم في ليلة واحدة يصبحون وهم مجانين أو يقدرون على أن يحفظوا عقولهم فليحفظوا أواحهم إذا أراد إماتتهم آمنا بالله آمنا بالله كلمة عظيمة سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على كرسي التدريس على منبر الخطابة ويحدثهم ويقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله لما قال كان في من كان قبلنا رجل يركب على بقى فرفعت البقرة إليه رعصها ملتفتة إليه ما لهذا خلقت ما لهذا خلقت ما خلق إلا لتركب خلق خلق للسن والحراث خلق الخيل والبغال والحميرة للركوب لما تخرج عن الفطرة ما لهذا خلقت فيمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بلحيته ويقول آمنت به وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما غائبان هذه الثقة في هذين الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر كان غائبين في المجلس وقال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهذا من الغيب الذي لا يقبله إلا من شرح الله صدره ووساه وأنعه وإلا تصدقني إذا قلت لك إن بقى قالت ما لهذا خلقت بلساني العربي وأفهمتني من يصدق ولكن لما كان غيبا بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلان عن الإيمان به وقال آمنت به آمنت به آمنت به إذن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أتدون معنى ربه إنه سيد مولاه خالقه مالك أمره إلهه الحق ومعبوده بصدق وما ألطف هذه الإضافة وما أحسن وما أجمل ناداه ربه ابتلاه امتحنه اختبره من ربه والحمد لله رب العالمين هل تفرحون بأن لكم ربا وإن لا إن لكم ربا خالقكم أرازقكم وهبكم عقولكم وأسماعكم وأبصاركم وأزيدكم وخلق كل شيء من أجلكم آمنتم لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وخلق كل شيء في العالم العلوي والسفلي من أجلكم واسمعوا هذا الحديث القدسي يا ابن آدم يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي آه لو عرفت البشرية التاية في أودية الظلال هذه الجملة فقط يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلي وخلقتك من أجلي وإن قلت هذا الحديث قد يصح ولا يسمع الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من هذه الصور المباركة الممونة خلق لكم يا بني آدم ما في الأرض جميعا ومن صورة أخر يقول وصخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه عرفتم قدر هذا الإنسان وقيمته متى عرف ربه وأناب إليه وأقبل عليه فصفى وطاب وطهر وأصبح يسام أهل الملكوت الأعلى في طهارة روحه وصفاء نفسه وزكاتها هذا الآدم الذي هو أكم المخلوقات على الله إذا كفر الله وجحده وغطاه وتنكر لإنعام وإفضال وإحسان إليه وعبد فرجه أو شهوته أو عبد هواء تمثل في حجر أو صنم أو إنسان أتدري كيف تهبط قيمته حتى يصبح شر الخلق على الإطلاق وقرأوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقد اجتملت الآية على أصناف البشرية باستثناء أهل الإيمان وصالح العمال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريء والبريء بمعنى الخليق بريء بمعنى مبروء والله البارئ الخالق المصور ومن قرأ البريء فقد حول الهمز إلى ياء وأضغم ها في أختها فقرأ البريء من شر الخليق على الإطلاق الكفاء ما مصيرهم الخلود في النار أين النار تسألني أين النار هذا الجزء الذي تتعاطاه مع إخوانك وتوقد وتنتفع به أنت خلقته أباؤك وأجدادكم الذين خلقوا إذن يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله لولاكم أيها المستمعون ما كان شمس ولا قمر لا كان حر ولا برد لا كان عنب ولا تمر لا كان ولا كان إينا بل هما كانت جنة ولا كانت نار من أجلكم لما خلقنا لنرقص لنلهو لنالعب لنفرفش ونطرح لما الجواب يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقت وخلقتك من أجلي لقد خلقت كل شيء من أجلك يا ابن آدم وخلقتك أنت من أجلي ماذا يبغي الله منا ماذا يريد منا يا معشر المستمعين من يحمل هذه الأمانة من يستطيع أن يرفع رأسه في وسط العالم بأسره لن يستطيع عدو عقل بشري أن يرد هذا أو ينقض بأي واسطة إلا بالمكابرة أتدري ما حاجة الله إلينا حتى خلق كل شيء من أجلنا كل العوالم العلة هي أو المطلب هو أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر فأعد هذه الفنادق والنزل وهيئها سماواتها وأرطونها وأوجد كل شيء ثم أتا بابن آدم ليعيش ليحيى هنا من أجل أن يسمع ذكره ويرى شكره وفكر أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر فأوجد فأوجد الكون كله وأوجد من يقوى على الذكر والشكر وأنزل الكتاب وابعث الرسل من أجل أن يذكر في هذا الكون ويشكر فمن أعرض عن ذكر الله وتخلى عن شكره أصبح شغل خلقي على الإطلاق وتأمل كثيرا ما يخطب بال أحدنا ويقول الإنسان يعيش ألف سناء ألف سناء وخمسين إلى إلى ألف ومئتي سناء ثم ويعذب بليارات سنين يلقى في عالم لا ينتهي عذابه أبدا فكيف هذا والجواب هذا العبد الذي لم يذكر الله ولم يشكره فعصاه وتمرد عليه وخرج عن طاعته وفسق عن أمره هذا ليس معنى أن ذنبه أنه ما ذكر الله ولا شكر فقط هذا جريمته أنه نسف الجنة دار السلام وحولها إلى بخار نسف الماء وعالم الشقاء ودم وحول إلى سديم ما مسخ الأرض وحولها وأفسد الكون كله هذا لو فعل وإنسان كم تحكمون من سنة بتعذيبه أجيب هذا ما أحرق قرية ولا دم وإقليم ولا أفسد سماء من السماوات هذا العوالم كلها نسبعة إذ هذه العوالم كلها من أجله هو خلقت من أجل أن يذكر ويشكر فلما كفر وترك الذكر والشقاء جريمته أنه أفسد الكون كله يا قضاء أحكم عليه بالسجن بالعذاب كم ما يمكن مليارات سنين هل عرفتم معنى الخلود في عذاب الشقاء الكافر ولا لا ما قتل إنسان أو أهل قرية أو دمر إقليم أو أفسد الأرض هذا خرب العوالم كلها إذ العوالم كلها خلقت من أجله هو ليذكر الله ويشكره فلما كفر الله وترك ذك وشكره بكم تعذبونه من قرن هذا معنى الخلود عندما تقعون خالدين فيها مدعا والآن هل نحن من الذاكرين الشاكرين هل نحن من الذاكرين الشاكرين أتدرون 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 كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرفوا معنى الذكري يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا 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 نعد أي نحسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة نعد له قوله رب اغفلي وتوب علي إنك أنت التواب رحيم في الجلسة الواحدة مئة مرة عرفتم من ساعة أن يضع جنبه على فراشه فينام من ساعة أن استيقظ من فراشه من نومه وهو يذكر الله إلى أن يعود إلى فراشه فيضع جنبه الأيمن على الورد كله ذكري وهذا هو معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا قام إذا قعد إذا مشى إذا ركب إذا أعطى إذا أخذ إذا قرأ إذا علم كل ساعاته مملؤ بالذكري أما الله والباطل والفراغ فهذا يتنافى مع سر الوجود وعلة هذه الحياة إنها الذكر والشقر وقد عرفتم أن إبراهيم وفع ونجح وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما أذكر أذكر وهيا معنا نستعرض مواقف الذكر والشقر من كتاب الله إسمعوا إسمعوا هذا الخبر العظيم الجليل المخبه هو الله هو الخبر مدو مسجل في كتابه وشاهدوا أنفسكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم تأكد يا عبد الله تأكد يا أمة الله أتمت هذه البيعة أتمت هذه الصفقة وإلى لا إن الله اشتاء من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بقي شيء بقي وراء نفسك ومالك شيء ماذا بقي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هذه هي الأثمان هذه هي هذا هو الثمن والبضاعة النفس والمال والبائع أنت يا عبد الله والمشتري هو الله وما أعظم كرمه أوفاه يهبك حياتك ومالك ويشتري إمامك حدث هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيره لما كل وأنحصر وما قدر على المشي بعنيه يا جابر اشتراه منه رسول الله في الصفر ثم اشترى تجابر أن يصل به إلى المدينة اركب وعاد الجمل كما كان آية من آيات النبوة ومعجزة من منجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة أعطنا البعير هذا بعيرنا فوهبه البعير والثمن فالله عز وجل هكذا عاملنا أعطانا أموالنا وأنفسنا واشتراها منا بأي ثمن اسمع يا عبد الله بأن لهم الجنة إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الطرات والإنجيل والقرآن ثلاث جلات دون في ثلاثة كتب إلهية الطرات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله أيوجد لا والله ومن أوفى بعهده من الله إلا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم من هؤلاء من هؤلاء الرابحون أصحاب الصفق العظيم اسمع الآن وهو محل الشاهد لننظر هل نحن بينهم هل نحن منهم هل نحن معهم متى نص إليهم هيا بنا اسمع اسمع التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمون بالمعروف الناهن عن المنكر والحافظون لحدود الله هذه مما وفاه إبراهن لله نعيد التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمون بالمعروف الناهن عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هذا مما وفى فيه إبراهيم لله وهل نحن وفينا الحمد لله نعيد وإلى لا وتأمل أولا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمون بالمعروف أنهن عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بشركم أيها المؤمنون كم صفة هذه ثماني صفة يبقى يبقى السياحة لعل السامعين والسامعات ما السياحة إلى أين إلى هولندا إلى كندا في النسيح السياحة هي هنا الصيام سياحة سياحة الروح البشرية للصائم لما يترفع عن الشهوى واللذة من الطعام والشراب والجماع تسيحه في عالم الطهر والصبع كيف حالكم معاشر المستمعين ومستمعات هل نحن معهم نعيد يا شيخ نحن ما ناموا بمعروف ولا ننعم منكر لي ما ما عندك يا مرأتك وأولادك عندك مر بينهم بالمعروف وانهى عن المنكر ما عندك أصدقائك وأقاربك يحترمونك وتحترمهم إن رأيتهم تركوا معروفا مرهم حتى يفعلوه إن رأيتهم تركوا فعلوا منكرا إنهاهم حتى ينتهوا ويتركوه ليس شرطا أن تكون موظفا حكوميا وليس شرطا أن تأمر عامة الناس وتنهاهم لقصورك عن ذلك ولكن لو كان المجتمع ربانيا من هذا النوع لأمرت ونهيت في أي مكان وجدت من شعب آمن بالله ولقاه لكن إذا حصل الذي حصل فعلى الأقل تؤدي هذا الواجب وتثبت أنك من الوارثين لدار السلام فامو بالمعو في بيتك والمحيط الذي تعيش فيه وتقدر على أن تأمر وتنها وتستطيع أن تأمر وتنها في دار الكفر فضلاً عن دار الإيمان لأنك تبتسم وتقول يا ميسيو يا سيد هذا ما ينبغي لك وأنت من أنت في كمالك وبشرية ما يغضب تستطيع أن تقول أي يا سيد أنا أحبك أنا أخوك لو تفعل كذا لكان خيراً لك يغضب ما يغضب لأن الكلمة الطيبة ينفتح لها الصدر وتقبلها الجوارة نعيد هذه التائبون يا من يزاولون المعصية الكبيرة الليلة توبوا من الآن بالعزم والنية والتصميم التائبون العابدون الحامدون التائبون العابدون الحامدون السائعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون على المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وفى إبراهيم في هذه وأخرى اسمع قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الوارثون للدين الوارثون ليما لأي شيء للجنة دار السلام أولئك هم الوارثون الذين يبثون الفردوس هم فيها خالدون وف وف إبراهم في هذه وهل وفينا قولوا إن شاء الله وفينا ونوفي وأخرى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشرين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافمين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأزرا عظيما كيف أنتم أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات حتى المؤمنات ذكرن هنا لأن المطلوب أن يوفينا لله كما وف إبراهيم وآخر عرض وكل هذا نسب إلى إبراهيم حتى قيل فيه وإبراهيم الذي وف قال تعالى إن الإنسان خلقها لعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منعا إلا هذا النوع الجديد إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت عمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكمون كيف حالكم معاشر المستمعين ومستمعات أنتم هم إن شاء الله إذن تريدون الإمامة أعطيكم سكا بالإمامة تريدون أن تكونوا أئمة ويجب أما سمعتم عباد الرحمن وهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما أن يقتدون بنا ويأتسون بحالنا ويمشون وراءنا ونقودهم إلى ساحات العز والكمال والسيادة وبلوغ الآمال تريدون أن تكونوا أئمة إسمعوا الله تعالى يقول وجعلنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون وجعلناهم أئمة قاد يقتدى بهم ويمشوا راءهم وهم يقودون ليما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فلذا يقول بعض الحكماء بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين بالصبر واليقين واليقين تنال الإمام في الدين ما الصبر يا شيخ نريد أن نصبر كيف أتدرون ما الصبر إنه حبس النفس وهي كارهة في ثلاثة مواطن حبس النفس وهي تصرخ كارهة غير راضية في ثلاثة مواطن لا يسمح لها أن تهرب أن تشهد أن تفر وتتخلى عن موقفها المواطن الأول أن تحبسها على ما أوجب الله ما فرض الله من الطاعات والعبادات لا تسمح لها أن تتخلى عن كلمة مما فرض الله أن تقوله عن التفات مما أمر الله أن تلتفت احبسها وهي كارهة على طاعة الله هذا موطن ثانيا أن تحبسها دون معصية الله لا تسمح لها أن تنطنق فتفجر أو تفسق أو ترتكب ما يغضب الله مما نهى عنه وحرمه أبدا وطول العمر صبع متوالي حابس لها قاصر لها حتى لا تتجاوز ما حد الله وما أذن الله فيه الموطن الثالث أن تصبر على ما تجري به الأقضية والأقدار إذ قد تمتحن من قبل سيدك ليظهر باطنك وينصع طيبك ثم تنتقل إلى درجة الإمامة الصبر على ما تجري به الأقدار للآية تمرض تجوع تضرب تسجن تبتلى أنت أنت مع الله لم يتغير شيء فيك عن الله لسانك ذاكر وقلبك شاكر فتر من الزمن وينزل القبول من السماع هذه هي مواطن الصبر مع اليقين لا تتردد ولا تشك ولا يخطب بالك سوء أنت عبد الله ووليه بعدها تتخرج إماما يقتدى بك ويؤتسى بك بين الناس إبراهيم ظفر بهذا المقام بسبب ماذا بالابتلاء وإذ ابتلى إبراهيم من ابتلاه ربه امتحن اختبر هذا معنى ابتلاه بلاه نجح وإلى لا إذن فلما فاز نزل من عند الله سك القبول إني إني جاعلك للناس إماما فكان والله إماما للبشرية ما اكتحلت عين وجود بمثلك يا إبراهيم عرفتم هذا الذي ذكرناه في المواطن الثلاثة أو الآيات هذا كل وصف فيه لله وأعظم من ذلك ما ذكرنا بالأمس أولا موقفه الصلب أو الصلب الثابت القوي في تلك الأمة المشركة التي تعبد غير الله وتؤله سوى الله وهو وحده يعلنها داوية لا إله إلا الله ولو نستعرض مواقفه في القرآن اقروا قول الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين متى إذ قال لأبيه وقومه إن نباء مما تعبدون نعم موطن آخر إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكبون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ونفذ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إله يرجعون من يقف هذا الموقف هذا كأنما وقف في باهو ماذا في باهو موسكو أيام الشيوعية وهم مجتمعون يدبرون لتحطيم العالم وتخريب الدنيا وتكفير البشرية فقال اسمعوا لا إله إلا الله أو وقض في في عاصمة الصليبية ما هي في الفاتيكان في قاعة الفاتيكان وقال اسمعوا لا إله إلا الله وهل يستطيع البشر لو اجتمعوا أن ينقضوا هذه الجملة بالمنطق والعقل والله ما استطعوا ولن يستطعوا أبدا يستطيعون أن يقولوا لا إله بالماء فهذه يضحوك وهوز وسخرية من يقول لا إله وأنت مخلوق وإلى لا قال أنا غير مخلوق غير موجود أخرجوه مجنون هذا ما أنت مخلوق ولا موجود مع من نتكلم فإن قال نعم مخلوق موجود من أوجدك من خلقك من الطبيعة به اللعبة الأخيرة الطبيعة ذات إرادة ذات علم ذات قدرة ذات ما هي تفاعلات كيميوية هي التي خلقت الكون وانفضحوا قالوا إذا لم نقل الطبيعة نقول الله فإذا قلنا الله قلتم صلوا ونحن لا نريد هذا وانفضحوا في آخر ساعة إذن لا إله إلا الله فقط وإذا قال الفاتي كان الآله ثلاثة هذه سخي أكبر من أولى ثلاثة لمما تحاربوا وتنازعوا إلى هذا الوقت ثلاثة صلاطين في الكون ما يحدث بينهم خلاف قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدداء ما هو عام ولا قرن ولا ألف سناء آلاف السنين لو كان الآلهة ثلاثة تحاربوا وانتهت الهزيمة بمن هو وليس بإله وثبت الحق للإله الأعظم الله لا إله إلا هو ثم ما هذه الآلية عيسى أمه القنوم الأول ابن أروح القدس شعوذ خوافات أباطيل حافظ عليها رجال الكنيسة ليستعبد البهائم ويقود البشرية إلى أهوائم وشهواتهم لا إله إلا الله لا تنقض أبدا على مدى الحياة إذ لا يوجد إله مع الله فخف الضغط على اليهود بل واستفادوا وسهدوا وبالأمس تم الصلح بين الفاتيكان واليهود اعتاف النصر باليهود يا جماعة القرآن من 1400 سنة قال ما قتلوا عيسى أبدا ولا صلبوا وأنتم كالبهائم 1400 سنة تقول يهود قتلوا عيسى يقتلون الله كيف هذا الإله الذي يقتل ويصلب لا إله إلا الله لا إله إلا الله والقرآن يصرق بأعلى صوت ما قتل وما صلبوا ومنذ خمسة عشر سنة قال بولوستام اليهود بواء من دم السيد المسيح إيه الآن أفقت فقط هذا هو السحر اليهودي ونحن نأسف أنه انتقل أيضا إلينا وحطمنا وفرقنا ومزقنا وما صحونا بعد ومتى نصح يوم ما نجتمع اجتماعنا هذا في صدق على كتاب الله وهدي رسول الله في كل قرية في كل مكان من صلاة المغرب الى صلاة عشاء اهل البلد اجمعون بنساء واطفالهم في بيوت ربهم وذلك كل ليلة وطول العمر وطول الحياة يومها حق النصح ونفيق ونعي في الحياة على حقيقتها لاننا اصبحنا مبصرين نسمع نعي يا شيخ لما تقول هذا الكلام بالله الذي لا انه غيره لا ترتفع لنا راية حق ولا يسمع لنا صوت ولا نويل كونه الحياة الا اذا عدنا الى كتاب الله وسنة رسول الله مستحيل ان نرتفع على وجه الارض بدون هذا النور الالهي اينا واخيرا مما فاز بابراهيم الختان مما ابتلي بابراهيم بلغ من العمر ثمانين سنة قال الله اختتني يا ابراهيم كيف يعمل اين الاطباء واين الاسعاف كيف يقطع غلفة ذكري ذكري كيف ثمانين سنة بقدوم تعرفون القدوم والقدوم وان لا وضع ذكاء الغلفة على حزاء وضعه من يقع على هذا هذا الامتحان الذي به فاز ابراهيم اول من اختتن في الارض واولادهم المختتنون ونحن والحمد الله منهم وان كان اليهود يختتنون لكن ما تنفع عبادة بعد ما ضعوا الف عبادة لكن اعترف انهم يختتنون ونحن امة قتان ولا يختتن الا من ولد مختونا كنبينا صلى الله عليه وسلم وجمع من الانبياء ذكرهم مضوا ما لنبيهم ساريخ لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والله لقد ولد مختونا والختان واجب ومن اهمل اضاعه معنا هدم الدين عرفتم والختان يبتدي من يوم سبعة يوم السابع يختتن الذكر تقطع تلك الغلفة ويذبح اذا كان ذكر شاتاني واذا كانت انت شات واحدة هذه العقيقة هذا شكر الله على الولد من رزق ولدا ذكرا يوم سبعة من ميلاده يذبح شاتين ويحلق رأس الولد والشعر يجمعه ويزينه في ميزان الصيدليات دقيق ويتصدق بوزنه ذهبا لما هذا شكر الله ان احيا منكما ولدا من انتما لو اجتمعت الدنيا على ان يخلقوا ولدا ما قبروا عليه ولا استطاعوه وانت ومرأتك تنتجان هذا الولد يوم السابع السنة ان يحلق رأسه ويزن الشعر ممكن ربع قرام نصف قرام لقرام سبعين ريال اليوم والشا والشاتان ان امكن فان لم يستطع لا يكلف الله نفس الى وسعى اما البنت فقط شا واحدة لماذا هذا لان الله يعلم قلوبكم كيف وهو خالقها وخالق دقاتها يعرف ان ميلك الى الذكاء اولى واذا نعمة اكبر واذا لا ضاعف الشكر اذا اذ بحشتين والانتشة واحدة هل عرف المسلمون هذا ما يعرفون لما هل يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله كل عام طول الحياة هكذا حتى يصبح علماء ربانيين رجال ونساء لا كانوا لا يجتمعون على القرآن الا لسماعه لانه ليلة الميت اخوان يعرفون هذا والله ما يجتمعون على القرآن يدوسوه ولكن فقط ليسمعوا ليلة الميت فقط مثنا اماتونا قال ومن ذريتي سأل ابراهيم ولاية العهد قال انت امام قال واجعل من ذريتي ايضا اهمة وإلى لا منه اصطنبط اهل العلم ان للحاكم الرباني المؤمن الصالح اذا خاف الوفاة او الموت عليه ان يوصي بمن يراه اهلا لحمل الامان وهذا يعتبر ولي عهده وهو حي يساعده واذا مرض يقوم وقامه واذا ما تتولى امر المسلمين بعده وهذا من باب الرعاية والعناية وحفظ العهد لانه لو مات وما ترك شيئا يتقاتلون في ظروف معينة من الجائز في يوم الايام ما يقتتلون لكن هذه الامة تمر بها القرون والعصور والظهور ممكن يقتتلون ان السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وان الايات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل ان يرزقنا لاهتدى بهديها والعمل بها انه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الايات بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم ارب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منه بالله ولوم الاخر قال ومن كفر فامتع قليلا ثم اغطره الى عذاب النار وبئس المصير الى اخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا الخبر واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا هذا خبر واذا كأن الله تعالى يقول لرسول اذكر لهم اذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا سبق ان عرفنا دعوى اليهود والنصارى والمشركين وانهم حنفا واتباع ابراهيم وابراهيم مقدس عندهم مطهر مبجل مرجب وكل طايف تنتسب اليه وتدعي انها من اتباع ابراهيم وهم كاذبون ازاح الله استطار عنهم وكشف عورتهم وما لهم بابراهيم الا النسبة الفارغة اولا ابراهيم كان موحدا وهم مشرك بقي بعد هذا شيء فهو تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم واذ جعلنا البيت ايو بيت هذا يرحمكم الله انه الكعبة المشارة انه البيت العتيق البيت الفيه للعهد المعروف اذ حج هذا البيت ادم ونوح وهود وصالح والانبياء وموسى ومن بعده هذا البيت اول بيت بني في الارض وذلك ان ادم عليه السلام لما نزل من سماء الكمال الى الارض استوحش كان في انش واصبح غريبا في هذه الديار مع زوجه حواء وقيل انهما تلاقيا في عرفة وكل عرف الاخر فبنى الله تعالى بواصطة ملائكته او من شاء من خلقه هذا البيت فكان ادم اذا استوحش يأتي الى بيت ربه يسأل حاجته ويطلب من الله مغاده فكان ملاذا ونعم الملاذ لادم حواء ولذوهيته ما من بعدهما وكون ابراهيم عليه السلام بناه بناه لان السيول والاودية هدمته وبقي زمنا طويلا وعبارة عن كون من التراب هذا هو البيت يقول تعالى واذ جعلنا البيت ان يذكر يا رسولنا والمبلغ عنا إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنع ما معنى مثابة المثابة مصدر ثاب إليه يتوب إذا جاء ورجع إليه والمثابة مصدع إذن زيدت فيه التع ومعنى مثابة الناس أي مرجع يروحون ويعودون يروحون ويعودون يذهبون ويجيئون الدهر كله أي للطواف به ولسؤال ربهم حاجاتهم هم عبيد وهذا بيت مولاه وإلى الآن إذا عظمت عليك مسألة ولم تجد لا حل فأفزع إلى الله اغتسل تطهر تجرد ألب وامشي وبين المقام والحجر اسأل الله لن تخيب مثابة للناس أولهم وآخرهم أبيضهم وأسودهم ليس للعرب ولا للعجم للفظ الناس كل إنسان هذا بيت ربي مثابة للناس وأمن البيت هو الأمن الحرم هو الأمن هذه لا يقدر عليها إلا الله كون الرجل يمر بقاتل أبيه أو قاتل أخيه أو سالبه ماله وحياته يمر به في الحرم يطعط أصر ولا يمر عليه أبدا من غرز هذه الغريزة في قلوب الجهل هذا في الجاهدية الله قال تعالى من صورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس معايشهم طائمة عليها أولا التجارة الفخمة العظيمة هي تجارة الحج يأتي العرب من أنحاء ديارهم يسوقون أموالهم وتجاراتهم فيبيعون ويشترون ويتزودون لمدة سنة ويقطعون المسافات ولا يعترضهم أحد لا غارة شن عليهم ولا كمين ينصب لهم أبدا وذلك في الأشهر الحوم القعد والحج ومحر أشهر يوضع فيها السلاح ورجب وإن كان بعيدا لكن تدبير الله أن جعله في الوسط قد يحتاجون إلى رحلات في الشرق والغرب هذا الشهر أيضا شهر الأمان اركب ناقتك احمل ذهبك لا يصدك صاد إذن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد كانوا يهدون الإبل والغنم والأموال إلى الحرام إلى سكان بيت الله وحرامه إلى جيرة الكعبة وقد سمعتم قطعا أن رجلا واحدا كان ينحر كل موسم ألف باير ما هو صاحب منك أنتم ولا صاحب مصانع ولا تجار مع رب ولا عبد جاهل هو الآن في النار ألف باير يذبحها للحجيج نسان ويجالها ويكسو ألف حل كل سنة وزع على الفقهاء والمساكين ألف بدلة الحلة ثوبان من نوع واحد هذا هو عبد الله بن جدعان هو الذي عقد في بيت حلف الفضول التاريخي الذي ما عرف الدنيا نظيره وشهده رسول صلما قبل النبوة قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أرأيت يا رسول الله عبد الله بن جدعان فقد كان يفعل يفعل هلو في الجنة قال لا إنه في النار ليما لأنه لم يقل يوم من الدهر رب غفلي خطيئتي يوم الدين ما كان مومنا كان كافرا لا يوم بالبعث والجزاء ولا بنبوة ورسالة وحي إلهي إذن معاشر المستمعين والمستمعات من القائل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنع الله نسمع كلام الله إي والله هذا كلام إي والله كلام الحمد لله الحمد لله أن عرفنا ربنا ونسمع كلامه ونحن والله جالسون في بيته وملايين البشر تائهون في أودية الضلالة كالبهائم لا بصير ولا نور ولا هدايا ولا معرفة أشبه بالحيوانات والحيوانات أطهر منهم يعملون الليل والنهار من أجل فقط قضاء شهوة البطن والفرج أية نعمة أكث أكبر من نعمة الإيمان وقرأه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه نزلت في عرفات وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن ما معنى أمن الأمن بكامله من دخل الحرم أو دخل الأشر الحنف وآمن هذا في الجاهلية لا قانون ولا شريع ولا نبي ولا رسول لما جاء الإسلام وساد الأرض وظهرت أعلام العدل فيه فالمسلمون مسؤولون عن تحقيق الأمن في ذلك البلد الآمن أعرفتم الآن يوجد سرة تعرفون يأتي حجاج لهذه المهمة ويسرقون ويأخذون أموال الحجاج وهم يطوفون بالبيت والله والله العظيم لما ما فعل الله كما فعل بالأولين الأولون لأنهم لا شعر لهم ولا قانون ولا رسالة ولا دولة ولا حكم ولا نظر لابد وأن يرحمهم فيلقي في قلوبهم ما خافة الله والهيب من الله حتى لا يعتدوا على حاج أو معتمع إذن ثم قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءة سبعية وقراء نافع واتخذوا بصيغة الماضي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هنا عمر رضي الله عنه يقول وافقت ربي في ثلاث وزاد وافق في خمس مما وافق فيه الله تعالى أو وافقه الله فيما قال ونزل القرآن به هو الذي اقترح وقال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والمصلى مكان الصلاة وها نحن والحمد لله نصلي خلف المقام فأي ما طائف أو طائف بالبيت إذا فاغ من الأشواط السبعة ولا يكون الطواف إلا سبعة أشواط لا يصح ستة ولا ثمانية ومن زاد أو نقص بطل مفعول هذه العبادة عرفتم بطل مفعول أو نسيتم لم تولد الطاقة المطلوبة تعب فقط لأن العبادة إذا قننها الحكيم إذا اختل أداؤها بالزيادة أو النقص أو التقديم أو التقييم ما تولد الحسنات لا تفهم من توليد الحسنات أن الله ما يعطي حسنات أو الملائك ما يكتبون يفهموا أن هذه العبادة توجد نورا وطهرا في قلب العبد فلهذا كم من مصلي وكم من صائم وكم من متصدق وكم من طالب علم وكم من مجاهد وكم من مرابط وكم من ذاكر وكم من أراكع وساجد ويخرجون كما يقال أصفار اليدين وإن قلت كيف نقول لأن هذه العبادات مقننة تقنينا أعظم من تقنيل الكيميائيات وتراكيبها متى حصل فيها خلل ما تنتش أبدا لو عرف المسلمون هذا كما عرفناه الليلة ما بقي مسلم لا يطلب العلم أبدا نعم أيام عرفوا في تلك القرون الذهبية أنسى كرجل كل مؤمن يعرف كيف يعبد ربه لكن لما صرفنا واستجبنا للصرف وصرفونا من يعرف الفقيه تسأل يا شيخي أنا صليت المغرب وزدت ركع متعمدا يقول صلاتك باطلة أعيد صلاتك هذا الذي يملك آخر يقول أنا تكاسلت صليت العاصر ثلاث ركعات فقط الفقيه ماذا يقول صلاتك باطلة وإلى لا ونحن فهمنا من باطلة ما أنتجت ما ولدت أعيد واتخذوا من مقام إبراهيم صلى هذه واحدة وافق فيها عمر ربه ولما نزلت آية من صورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين إلى آخر الآية فقال عمر الله أحسن الخالقين ما زال كذلك حتى نزلت فتبارك الله أحسن الخالقين وافق عمر ربه ثالثا أهل بدر أبطال بدر جالات الجهاد وهي أول معركة إسلامية لما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون استشار أبو بكر استشار رسول صلى الله عليه وسلم أنهم يفادون الأسرع أولا قلة ذات اليد لا ميزانية لا دولة لا مال والبلاد محاصرة وأحسن نفاديهم الأسرع بألف مليون بكذا بكذا عمر قال لا لا نفاديهم القتل ما هناك أنفع من قتلهم ولما كانوا جماعة ما استطاع يفعل شيء سكت فنزل القرآن يؤيد عمر فيما قال ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يذخن في الأرض تريدون عراض الحياة الدنيا كذا ما كان لنبي من الأنبياء أن يكون له أسرع حتى يذخن في الأرض ويفتح الشرق والغرب أما أول معركة اقتلوهم حتى يرهب العدو في الشرق والغرب أما إذا بعتموهم بالمال قالوا أولئهم ماذيون لأنوا بالبين فوافق عمر وثالثا رابعا قال للنبي صلى الله يا رسول الله نساؤك يدخل عليهن البعو الفاجر لو أموتهن بالحجاب نساؤك يا رسول الله يدخل عليهن البعو الفاجر من المؤمنين لو أموتهن بالحجاب فنزلت فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير النظرين ونزق الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب سواء سطار إلا باب إلا جدار الحجاب الحجاب إذن ولا تعجبوا من عمر لا تعجبوا تريدون أن تكونوا عمريين آه إذن من يوعد البقلاوة والحذاوة من يأكل تريدون أن تكونوا عمريين أولا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجعي والله ما يطيق الشيطان يمشي ما في شارع واحد ولو كان عضو ستين ميتا ما يقرأ يهرب وله ضراب ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجعي ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم لو كان في أمة محدثون أي من تحدثهم الملائكة لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعده لو كان في أمتي محدثون أي من تحدثهم الملائكة لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعده لما لصفاء روحيه كتل من نور لزكاة نفسه بما زكت هذه النفس بصابون الطائد أذي زكت بصدق الإيمان وصالح الأمال والبعد كل البعد عن ما يدسيها أو يلوثها أو يصيبها بظلمة أو عفن أو نتا إذ كل الذنوب هذا شأنها إذن إليكم الحادثة يتبين لكم الموقف أزيد أخر قال ولده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما قال ينظر إلى الحادثة يقول كذا لا يخضر ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما قال كم من آتي ليقتل رسول الله عليه الصلاة ما وهو متسلح ومغط سلاعه ينظر أخذ سلاعك كم من مرة هذه الفراسة والرسول يقول اتقوا في راسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله اتقوا في راسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أي نور هذا نور القلب الذي زكى وطاب وطار ما تلوث بالقاذورات والأوساق الهابطة فلهذا إذا نظر وأخيرا لما ولي أمر المسلمين دعاه أحد أمرا أو الولاة إلى طعام فوضع له مائدة فيها كذا نوع من الطعام لا تقول طعامنا الآن أوسع منها نحن البهالين فضلا عن نظر إلى تنوع الطعام وضطرب وقام كالأسد يا أمير المؤمنين ليما أطعم قال إني خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم من صورة الأحقاف أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهوني بما كنتم تستكبرون فالأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون هذه الآية هذه تزن الدنيا وما فيها الملائكة الزبانية في جهنم تقول لهذا النوع أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أكلتمها في الدنيا ما تركتم حلاوة ولا طعام ولا شراب ولا لباس إلا أخذتمه ماذا بقي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها تعرفون الاستمتاع معلوم إذن فاليوم تجزون عذاب الهون العذاب الذي فيه الإهانة وكسر المواء وتحطيم الشعف هذا الإهانة بما كنتم تستكبرون في الأرض كيف الاستكبار في الأرض ما تعرفون تعرفون الاستكبار في الأرض العلو والارتفاع وكيف يستكبر وكيف يستكبر من أصله نطفا قذرة ويحمل في بطنه العذرة ونهاية جيفا قذرة منتنة كيف يستكبر كيف يستكبر هذا الاستكبار هو غمص الحق غمص الناس وبطار الحق المستكبين ما يدعن ما ينحني ما ينكس دائما مع هواه والاستكبار في الأرض من أعظم الذنوب لأنه تعد على الله عز وجل الكبر لمن لله والذي يريد أن يكون كبيرا متكبرا نازع الله عز وجل في صفته ولهذا يأتي الوعيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبير لا تأجب هذا المثقال من الكبر لو حضرته الموت وقلت أي فلان قل لا إن قل لا قل ما تكافر لا تأجب من أن مثقال الذر يفعل العجب يحمله على أن لا يركع ولا يسجن يحمل على أن لا يعترف بحقوق الناس ويأكله ويظلمهم إذن نعم يستكبر بحق أي حق لك أن تتكبر وأنت عرفت أصلك ومادة خلقك وعرفت مصيرك من أين لك يبن آدم تتكبر الكبرياء لله من نازع الله في كبرياء قصمه ولا يبالي إذن شعرتم بشيء ولا الذي ما يعترف لصاحب الحق بالحق تكبر نزاع بينك وبين أخيك عرفت أن الحق لو وتتكبر وتمنع أنت متكبر ونعود إلى السياق الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذه مما وافق فيها عمر ربه تعالى قال يا رسول الله أرأيت يا رسول الله لو نتخذ من مقام إبراهيم مصلى مكان نصلي فيه فنزلت الآية فمن ثم من طاف بالبيت سبعة أشواط كالسلام من الصلاة إذا صليت ركعتين أو أربعة تسلم وإلى كيف تخرج من الصلاة بالسلام عليكم فرغت الطواف لما تطوف كيف تخرج من الطواف بصلاة ركعتين من استطاع أن يصلي عند المقام فذاك عاجز أو كان كالمرأة تصلي وراء لكن في الجهة أمامها ولو كيلو ميتر أستغفر الله لأنكم تنقلون علي المبالغات ما دام في الحرم فبات متجيح حول المقام يصلي للزحام والضورة أما خارج الحرم سئل عمر ما يصلي ما ينفع إذن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تصلون فيه والمقام مكان قيام هذا الحجر هذا المقام سببه أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت بأمر الله بواحدة من الأوامر التي نجح فيها وفاز بالإمامة كان كان إسماعيل الغلام الزكي النقي يساعده يأتي بالحجار من جبل أبي قبيس من المرة الجبال القريبة وإبراهيم يبني فلما ارتفع البناء يحتاج إبراهيم إلى حجر يقف فوقه ويواصل البناء وموش ارتبنيه كما هي الآن مبنية قامت إنسان قد ما يستطيع فكان كلما بن قطعة بعث الحجر أمامه وعلى فوقه وواصل البناء لما انتهى كان الحجر بين العكن الشامي والحجر الأسود وباقي يتم الحجر إلى أن جاءت السيول وزحزحته فوجد في مكانه الآن هذا المقام بلغة العصية قدم خدم لله فجزاه الله بأعظم ويسام لأن الله لا يضيع المعوف عنده ينتبه والله لا يضيع المعوف عند الله ما من عبد يعمل شئ لله إلا ويأخذ جزاء وتوابه هذا الحجر قدم خدم وهي أن بني البيت بواسطته في علوه واطباعه فشرفه الله بأن جعل أعظم عبادة تؤدى دونه لعل بعض السامعين والساميات ما فهم أولا فيق في أن الله لا يضيع المعروف من فعل معروفا لله وبالله لن يحرمه الله مثوبة أبدا وجزاه تعاملوا مع ربكم بما شئ هنا هنا هذا الحجر لما بنى إبراهيم البيت بواسطته ارتفع البناء تركه عند حيث انتهى البناء ما بين الركن الشام والحجر الأسود جاءت السيول أخرته إلى المقام الذي فيه والآن وعلى عهد رسول الله فقال تركوه هناك فكل طائف أو طائف بالبيت يصل ركعتين خلفه امتثال لأمر الله واتخذه مما قام إبراهيم مصلى أشرف عبادة على الإطلاق وهي الصلاة ما فوقها عبادة لأنها ركوع وسجود في الأرض بين يدي الله ومن الغريب من عوراتنا وهي مكشوفة أراني الآن أحد الأبناء أو الإخوان مجلة فيها زائيم عربي أراك عن منحنيا أمام يهودي يصافحه عرفتم الجهل ما عرف لا انحناء ولا ركوع إلا للجبار إلا لخارق الليل والنهار إلا لرب السماوات والأرض وما بينهما وما الأسف كثيون يا كون لما شرفت الصلاة وعظم شأنواء وأصبحت العبادة الوحيدة التي تولد أعظم طاقة لأن فيها الانكسار والذل والانحناء وتعفير الوجه فالتراب لله عز وجل تصافح شخص صافحه وراسق مغفوح لما تركع ثم هذا الزعيم حقنا كما يقول العام مع يهودي نحن ما يجوز لا مع اليهود ولا مع ابن طالب عرفتم ما نقول لو كان مع مسلم لا بس المصيب أعظم حين فهذا المسلم الذي راك عليه سكت هو أيضا دخل في جهنة أما هذا اليهود شأن هو من أهل النار لكن المؤمن ما يركع لغير الله عز وجل وهذه الظاهرة أيضا موجودة عند لاعب الكورة أو عند الملاكمين تعفون عن دية الملاكمة إذا فرغوا يركعون سمعتم بهذا ولا لاعب الكارطين أخذوها من المجوس الذين لا دين لهم ولا يسألون ولا يستفتون ولا يبحثون إذا فرغوا حق هذا أيجوز هذا لأن يقتل ويصلب ولا يزد ولا يكام بغير الله ما العلة يا شيخ الجاهل من رب في في حجور من جلس وتعلم وترب نحن كالبهائم نعيش في الصحارة لا تلمن يا شيخ والشاهد عندنا في هذا المقام أشرف عبادة أدى عنده إكرام الله له لما لأنه قدم خدم جل لله عز وجل فما ضاع المعروف عند الله إذن فائدة هذا يا عبد الله يا أمة الله إذا قدمت لله شيئا من قلبك رغبة فيما عند الله في حب الله اعلم أنك لن يضيع معروفك لن يضيع المعروف عند الله وهذا وهذا الشاهد الآن كلنا نصلي الركعتين خلف المقام حتى رسول الله صلى الله سلام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فيه أي في الحام آيات علامات كالشمس دلائل وبراهين ساطعة منها رجلا إبراهيم في هذا الحجر قدماه وأصابعه وكثرت المسح في الجاهلية انطمست بمسح الناس تقبيلا كما تعرف وإلا كيف تسوخ قدم إبراهيم في الصخر أراد الله فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا أي الحرم إذن قال وإذا كان الفعل بالماضي انتبهت إخبار بما هو مفروغ منه انتبهت وسيكون وقد كان واتقذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أوصيناه معا بكذا وصاه أماه من الآمر من الموصي من العل الله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إسماعيل ابن من ابن ابن إبراهيم إسماعيل أمه من هي هذه هاجر أو هاجر 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 من أي الديار هذه هذه قبطية مصرية حر وإلا آمى آمى كيف حصل عليه إبراهيم لما كان إبراهيم عليه السلام مع سار يمشي يمشيان في الأرض ترك ديارهما وساح مهاجرين انتهى بهم السياحة إلى ميسر من طريق غزة وسينا لما لما وصل إبراهيم الديار المصرية في ذلك الزمن لا تنظر القاهرة الآن اسكندرية بعض المرضى وشى به إلى السلطان وقال إن غريب الدار نزل عندنا ومعه امرأة حسنة لا تصلح إلا لك تعرفون هذا ولا لا أضحككم العام في المغب يقولوا هذا قواد تعرفون القواد يقود إلى الفاحشة وعندنا هنا الجرار أيهم أعظم القواد والجرار لا القواد أخف لأنه يقود والجرار يسحب يجره جررا حتى يوصل وأعوذ بالله أن يكون في ديار الإيمان والإسلام القواد والجرار موقد نار الشهوات والفتن الآواء إذن تلك أمة كافرة لا عتاب ولا لوم وإنما كيف يوجد هذا بين المسلمين ونظير الذي يفتح ماخور للدعار إذن لما وشع هذا الجرار قال لإبراهيم هاتي الحرمة بعث إليه عسكري قال يا سارة إنه لا يوجد على الأرض اليوم موم إلا أنا وأنت وهو كذلك فإذا سألك عني فقول أخي ولا تقول زوجي لي ما لأن إذا قال الزوج يقتله كيف يستحل مرى بزوج لا بد من إعدامه لكن قول أخي ولا يوجد يومئذ على الأرض موم إلا هو وهي ورفعوها إلى المقام السامي وجلست إلى جنب السلطان وأخذ يداعبها يواودها كلما وضع يده عليها سوى كتفها أو فخذها أو وعصها يصاب بالشلل والله العظيم تيبس يده المرة الأولى ماذا فعلت تدعو الله تعود يده المرة الثانية الثالثة قال أخرجوها عني نادف العسكر أخرجوا عني هذه وسنعوها ما ما نصنعوها اللباس والكرام والمال وأعطاها هاجر أكرمها بأن أعطاها خادمة مصرية تخدمها كرمها لولا لأنه شاهد آيات الله أعطاها هاجر مولا لها تخدمها أما اللباس لا تسأل المهم ما فعل الطاغية قالت خيرا كذا وكذا وهذه هاجر أهدانيها إذن إذن وتبرعت صار لإبراهيم بن عمها وزوجها قاتل خذ هذه وتسراها قلب رحيم أتوجد هذه المرأة الآن إذا سمعت بيخطب بس يا ويله ويا ويلها خذها تسراها يا إبراهيم لأن صار ما تنجب ما أنجبت وتسراها إبراهيم فأنجبت إسماعيل في أرض القدس ولما أنجبت إسماعيل ترايقت صار عليه السلام وحازنت كيف هذه الجارية للدوانا كيف أعيش هكذا إذن وأوحي إلى إبراهيم أن يبعد هاجر مع طفلها إكراما لسار حتى لا تتألم وتعيش في حزن صباح ما سعى عاشت كذا سنة ما ولدت تذكرون في قصتها أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجاب بعد السنين أنجبت لما جاء الملائكة لتدمير المؤتفكات ونزلوا ضيفا بشروا ويتسمع فسكت وجهها وقالت عجوز عاقيم قالوا كذلك قال أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركات عليكم أهل البيت إنه حميد وزيد بعدما تجاوز براين 120 أو 130 إذن فرحمة بهذه المؤمنة قال أبعدها عنها حتى لا تشاهد الطيف فأين يذهب بها إلى جبال فارا إلى الواد الأمين إلى بك ماذا ركب براقا أو البراق ما فيه ما لا تقولون والله لقد ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وربطه في حلقة باب المسجد الأقصى يخلق الله ما يشاء إذن والعجب من حدثنا بهذا الحديث أبو القاسم صلى الله لما دخل مكة مع هاج وطفل الصغير الرضيع جلس معهما والبيت لا وجود له عبارة عن كون من الطراب ولكن تحت شجرة من السدر وشجر السدر ينبت في الصحراء وأراد أن يمشي فقفل راجعا فنظرت إليه هاجر وقالت لو هذه الكلمة الله أمرك بهذا يا إبراهيم تتركني وطفلي في هذه الصحراء لا أنيس ولا ما ولا طعام الله أمرك بهذا فالتفت إليه وقال نعم يا هاجر قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا يا من يتذوق طعم التوكل على الله فهذه شاة من التوكل عجيبة إذهب فإنه لا يضيعنا ما دام قد أمرك بأن تتركني وطفلي في وادي ليس فيه أنيس ولا طعام ولا شراب الله ما يضيعنا إذا نعود إلى مجتمعنا يا ربيعان أنت مؤمن أنت مسلم في المدينة ما تبيع في دكانك مجلات في صور الخلاعة ما تبيع الدخان خفف عن المسلمين يقول إذا ما بعت المجلة والدخان من يشتري الزبناء يطلبون غيرنا هذا توكل على من عرفتم يا فلان أبربا حرام أخرج من هذه الفتنة أغلق هذا الباب حول هذا أبربا إلى إسلام صحيح يقول الظروف والأزمين كيف نصنع آخر يشير يقول وصاحب صالون حلاقة يحلق وجوه الرجال يقول له واعد يا عبد الله أنت فحل لا تحلق وجوه الفحول صلح اللحية حسنا أحلق شعار أما تحلق وجوه الرجال لا يقول هذا الصالون والعمال كيف نعيش لا بد توكل على من توكل على الله على صال الحلاقة وما ظاهر هذا كما تعرفون الكون ما سر هذا ما آمنا حق الإيمان ولا عرفنا الرحمن ولم تلأ قلوبنا بخشيته ولا بحبه ولا رغب لنا في لقائه ولا ولا فلا تلوم أئذن أمتيك المؤمن عاشت أياما في حجر إبراهيم على فراش إبراهيم ما تنتقل أنواره إليها وقد لازمته سنة أو أكثر أليس كذلك أئذن عرفت الله مادم قد أمرك لن يضيعنا الله أمرك بهذا يا إبراهيم قال نعم قالت إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا وما هي إلا 24 ساعة ونفد الماء كان في قربا وإلا شن ونفد الخبز الذي كان في المزود وبقيت والله العظيم إن إسماعيل ليتلوى في الأرض من شدة العطس يتلوى وليس في تلك الديار أحد فلما شهدت إسماعيل بتك الحال نظرت لأقى بجبل منها كان الصفا ولهذا لما نسعى الآن تعبدا نبدأ بالصفا إذ بدأت به هاجاب فطلعت فنظرت يمين وشمال لم ترى شيئا في ذلك الوادي فهبطت فرأت جبل المرو أمامها على قرابة كيلو ميتر أو نصف كيلو ما في جبال لهو ذهبت لجهة الشمالية علها تشاهد شيئا وكان ما بين الجبلين وادي والآن الوادي مضبوط بالميليميتر ما بين الميلين الأخضرين قبل ما كانت كهبة يصبغون العمود بالصبغة الخضرة الميلين الأخضرين الآن بالكهبة الخضرة بينهما هذا الوادي فلما تصل إليه تسريع لا تسريع حتى تخرج من المنخفض إلى المرتفع لعلها تشاهد أو ترى ومن ثم خلد الله ذكرى هاجر وما من فحل منا قادر على أن يخب في ذلك الوادي إلا وخبى أو هجر السنة وتركها أرأيتم كيف يحيي الله ذكرى الصالحين والصلاحين لما صعدت المرة ما شاهدت شيء حتى اكتملت سبع مرات وإذا بهاتف يهدف وتقول أسمعت أسمعت هل من مغيف نظرت وإذا بل رجل على رأس إسماعيل واقع على أحسن ما يكون رجل فيابا وجمالا هذا جبريل عليه السلام كما كان يدخلون أمام الصحابة إذن هبطت اكتمل سبعة أشواط فلما دنت من جبريل قال بعاقبي هكذا في الأرض ففار زمزم والله الذي لا إلى غيره بعاقبي هكذا فقال سل خرج الماء فأخذت تزمه حتى لا يسح فالأرض شفقة علم خافة أنه ينقطع فقال رسول الله صلى عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عين معين إلى يوم الدين يسيل دائما الآن لا بد من الحبال والدلاء وبعدها الآلات أيضا لسحب الماء لو تركته يسيل دائما رحم الله أم إسماعيل هذه كلمة كم تساوي هذه هل يستطيع أحد أن يقول لا رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عين معين هذا زمزم زمزم مما سجله القرآن وأذن فيه الرسول سلم أن من طاف بالبيت وصلى خلف المقام من السنة أن يشرب ماء زمزم وإن كان ريانا تخليدا لذكره إذا طاف المرء منا بالبيت وصلى خلف المقام من السنة أن يشرب من ماء زمزم ويكثر في حدود طاقته لقد رأيت حاجا انقطع من حجاجنا قديما أيام كان الدلو يشرب الدلو بكامله ويوسع بطنه بيده لو يشرب هذا الماء من النيل من الفرات من ما كذا لا يبيت إلا في المستشفى ولكن زمزم لما شعب زمزم شفاء سقم وطعام طعم والله كما قلتهم بعيني يوسع بطنه بيده ويشرب الدلو بما فيه لو كان ما غير زمزم لا دخل المستشفى إذن هذا كان ببركة من الصابر المتوكل اليقينية هاجر أم إسماعيل عليه السلام هذه جدة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إذن هذه تابعة للطلسعي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بما أن طهر بيتية للطائفين والعاكفين إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهديا والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم أرب اجعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثرارات من آمن منه بالله ويوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآن المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ها أنتم تدرسون كتاب الله وفي مسجد رسول الله ما هي الجائزة إنها والله العظيم واسمعوا واسمعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لو بذلنا ملع الأرض ذهبا على أن يذكرنا الله في الملائكة العالم ما حققنا ذلك مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وأخرى يقول صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ونحن مع كتاب الله عز وجل إذ قال تعالى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنفعلا كذا وكذا من القائل وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الله جل جلاله من هو الله خالقنا رازقنا خالق العوالم كلها رب السماوات والأرض وما بينهما ولي المؤمنين ومتولي الصالحين وموسي للموصلين ومنبئ الأنبياء هذا الله الذي لولاهما كنا يقول وعاهدنا نحن رب العزة والجلال والكمال عاهدنا إلى من إلى إبراهيم وابنه إسماعيل وعاهدنا بمعنى أوصينا لأنه عدي بإله أمرنا موصينا مؤكدين من إبراهيم من هذا إبراهيم هذا أبو الأنبياء هذا أبو الضيفان هذا خليل الرحمن عرفتم وهذه الكلمة إبراهيم حقيقتها أب رحيم بالعبرية أب رحيم إبراهيم وحقا والله إنه لأب رحيم ويدلك على رحمته أن ابتلاه سيده ومولاه بأن يذبح فلة كبده ويقدم ها قوبانا لله رب العالمين لعل الغافلين ما يتنبهون لو كان قلبه قاسيا مثلي ما هناك حاج يذبح يذبح وهو يغني لكن قلبه رحيم رقيق عواطف جياشة في هذا القلب كيف يقع لأن يذبح ولده وهذا شأن الاختبار الامتحان إذا نجح صاحبه وفاز انتهى إلى أسمى قمة في الكمال البشري أما سمعتم الله تعالى يقول على لسان إبراهيم يا بني إني أراء في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم أسلم ماذا أعطيا ماذا أمرهما وقلبهما ووجهما لله وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجل المحسنين هذا إبراهيم أبي الأنبياء ما من نبي بعده إلا من ذريته إذن عهد إليه من الله جل جلاله رب العزة والجلال وإلى إسماعيل ابنه وابنه ما زال صغيرا لكن ناهز البلوغ وأصبح يناوي الأبا والحجاها ويبني البيت وإسماعيل قالت العلماء معنى سمع الله معنى إسماعيل بالعبرية بالسويانية لا العبرية سمع الله أي دعاءك يا إبراهيم وأعطاك ولدا فهو إسماعيل سمع الله دعاءك يا إبراهيم فأعطاك ولدا فهو إسماعيل لأن إيل معنى الله يدلك لذلك جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل كما نقول عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عهد إليهم بماذا كلفهم بماذا أنطهر بيتي إذن إذن أخطأت غالبت في أن إسماعيل هنا ليس غلاما مناهزا للبلغ بل أصبح رجلا في هذا السياق أن ينهض بهذا التكليف بعد والده مع والده أنطهر يا إبراهيم وإسماعيل أيها النبيان الرسولان طهر بيتي بعدما بني البيت ممكن بسنين أو بأيام أما أثناء بناء البيت كان إسماعيل مناهزا للبلغ فقط ما شب ولا ترعى فإبراهيم لي كان يبني وإسماعيل يناول الحجار كما تقدم فلما ارتفع البناء وما أصبح يقوى على أن يصب الحجر إلى الجدار جاء الله بهذا الحجر مقام إبراهيم بما شاء من وسائل فأصبح يعلو فوقه ويواصل البناء حتى أكمل البناء أما في هذا السياق فإبراهيم وإسماعيل نبيان رسولان أن طهر بيتيا لمن يطهرانها ذا الطائفين والعاكفين والركع السجود التطهير التطهير معروف عندنا بما تطهر ثوبك وبدنك بالماء والصابون تطهر ثوبك وبدنك مما من النجاسة كالبول والعذرة والدام والقيح وما إلى ذلك إذن يا إبراهيم ويا إسماعيل إسماعيل طهر بيتيا نظفاها طهرها نقياها من كل ما هو نجاسة معنوية كالشرك والكفر والتلصص والخيانة والزنا والفجوع وحسية كالجيف والنجاسات من بول وما إلى ذلك فالتطهير تنقية كاملة لما هو مكروه لله مبغوض لرب العالمين من الحسيات والمعنويات للطائفين إذا جاء الطائف ما يخاف أحد ينهشه أو يزلق في مستنقعم أو بول أو كذا أو كذا لأنه جاء يطوف ببيت ربه والعاكفون جموا عاكف والعكوف لم يبقى له أثر في العالم الإسلامي إلا أيام رمضان والسن أنه في رمضان ويصح في كل السنة من قال لله علي أن أعكف شهرا في المسجد الحرام يجب أن ينفذ والعكوف معناه إنقطاع كامل إلى الله عز وجل لا يخرج من المسجد إلا لقضاء الحاجة البشرية أو إذا لم يكن له ولي ولا مولى يتولاه يخرج إلى السوق يأخذ قرص الخبز وإلا عقود العنب ويأتي إلى المسجد وطول الليل والنهاء وهو مع الله ذاكرا مسبحا مكبرا راكعا ساجدا إذا غالبه النوم نام فإذا ذهب قام فانضقيمت هذا العكوف إنقطاع كامل إلى الله قد لا يتخرج الله وهو نوراني قلبه كله نور ولم تبقى عليه خطيئة ولا سيء مدوّن عليه تمحا لا سيما في المسجد الحرام والمسجد النبوي معتكف الحبيب صلى الله عليه وسلم أنطهر بتي للطائفين والعاكفين والركع جمع راكع والسجود جمع ساجد كقاعد وقعود لما خص الركوع والسجود إنها الصلاة والصلاة معراج الوصول إلى الملاكات العالم من أراد منكم أيها السامعون أيها السامعات أن يتصل بذي العرش جل جلاله في أي ساعة من ليل أو نهار باستثناء الأوقات التي لا مقابل ولا مناجئة فيها فليتطاهر ولينظف ثيابه وبدنه وليقسل جسمه والطهار معروفة بالوضوء أو بالغسل ويستقبل بيته ويقول الله أكبر إن فتح الواقع أنت مع الله حتى تستأذن وتقول السلام عليكم من من يشعر بها بشعر لا تلمن يا شيخ ما جلسنا في حجور الصالحين أليس كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقابل هذه المعاني السامية ويقول المصلي يناجي ربه تقول لا لا تكفر المصلي يناجي ربه كيف يناجي يتكلم معاه سرا المناجات عندنا معروفة ومن أحكامها لا يتناج اثنان دون الثالث ولا ثلاث دون الرابع ولا أربع دون الخامس لماذا لأنهم يتكلمون سرا فيما بينهم يخشى أن يكونوا قد تآمروا عليه أو أرادوا به سوءا معنى هذا آذينا آذية المومن حرام لا يحل لمومن أن يوذي مومنا ولو بحال كهذه أنتم ثلاثة لويت رعصك إلى آخيك وتتحدث مع سرا وأخكم جالس ماذا يقول يخشى أن يكون هذان قد تآمر عليه أوجدوا في نفسه ألما وإلى لا كيف يوذى المومن يا شيخ إنهم يذبحون المومنين ماذا نصنع ما صرخ يبلغنا اللهم بلغ عنا يبلغنا أن سجون العرب تجري فيها ألوان العذاب والله ما توجد في النار يوم القيامة ألوان ما نلوم يا أبنائي ما علمناهم ما ربيناهم جلسوا في حجوع من قولوا لي كيف يصبحون ربانيين حلماء كرماء كيف يتم هذا بالتربية وإلى لا أو بدون تربية والله ما كان ولن يكون إلا بالتربية وأمامنا آية كريمة في إبراهيم ماذا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم تزكية النفوس تطهير الأرواح تهذيب الأخلاق السموب الآداب هذا ما يتم أبدا إلا بأن تجلس بين يدي المربي جلسة جبريل عليه السلام وأنت تستقي المعاني والمعارف وتمتج بلحمك ودامك ويمتل بها قلبك وما تخرج من المسجد إلا وأنت تمثلها وهي ظاهر في سلوكك آه وحصرتا وأسفا ما الطريق يا عباد الله العالم الإسلام هبط من علياء الكمال الله صقب الأرض ومنذ قرون ومئات السنين من يوم أنكاد له الثالوث فصرفوهم عن هذه المجالس وعوضوهم المقاه والملاه والملاه وبغضوا إليهم كلام الله وكلام رسوله فقالوا في القرآن تفسير خطأ وصواب خطأ وخطأ كفر فأصبح رجل إذا سمع العبد يقول قال الله يغلق أذنه فهل من عودة عائدون إن شاء الله ما الطريق يرحمكم الله ما الطريق الطريق فتح الله تعالى لنا به بابه وهو كتاب المسجد وبيت المسلم لعل 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 أبا مر يلقي في نفس أحد السامعين والسامعات هذا الشيخ قايم بدعايا لكتابه ليحصل على ريالات أسألكم بالله هل بيع هذا كتاب أما طبع من سبعون ألف وننادي في العالم اطبعه وازدعه كتاب المسجد وبيت المسلم حيل مما فتح الله تعالى به علينا كيف نجمع أهل البيت لو تعطي الملايين ما تنتبه كيف افتعه إلى أهل بيت إذا صلوا المغرب أو العشاء يجلس الفحل ومرأته إلى جنبه أو أمه إلى يمينه وأطفاله من بنينا وبنات بين يديه ويتغنون بآية يقرؤونها يرددونها يتلذذون بها أنوارها تغمع قلوبهم نصف ساعة حافظوها حافظت يا أبني هي أبتاه اسمع فتقوى حافظت يا أمه العجوز نعم اسمع يا أبني حافظوا الآية هذه الآية منين هذه هذه من الملاكوت الأعلى هذا من كلام الله رب العالمين ماذا في هذه الآية أولا ما سميت آيا بمعنى علامة إلا أنها تدل دلل قطعيا على وجود رب تعالى وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لن يستطيع تحت الأرض أحد ينقض هذه هذا كلام عالي سامي أي تصوى وجود كلام بدون متكلم يوجد مستحيل هذا الكلام كلام من هذا كلام الله فيه من ادعى وقال كلامي والدنيا تصرخ ألف أربعمائة سنة هذا كلام الله إذن آي على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وولاية لأوليائه وقل ما شئت من الكمال الإلهي والذي نزلت عليه هذه الآية يكون غير رسول مستحيل لولا أنه هيأه وهو في أصلابه وعرحم أمهاتي وأبائي لذلك وأوحى إليه كيف يوحي إليه كلامه فهو رسول كل آية في كتاب الله الذي تقرأون على الموتى كل آية تصرخ بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل آية تحمل الهدى تحمل النور فلما تحفظها الأسرة حفظا جيدا يشرحها لهم أبناء أمي يا أم فلان هذه الآية لها معاني تدل دلالات لأن الله أنزلها للعلم والبيان هذه الآية تأمرنا أن نعتقد الحق ونكفو بالباطل هذه الآية تدعون إلى حسن القلق هذه الآية تدعون إلى أن نقيم الصلاة هذه الآية تدعون إلى أن نرحم إخواننا المؤمنين والمؤمنات وهكذا يعطيهم ما تدعو إليه الآية وما نزلت له ومن أجلئه سمعتم إن شاء الله تمسكوا بهذا النوع بهذه الهداية الإلهية ومن الغد أيضا يجلسون في البيت الطائر والملائكة والله تعمو وتحفو يقرأون حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وي متوفر بالآلاف بعشرات الآلاف كأنه نطق بها الآن إذ لا تنقض أبدا مهما طال الزمان يعقرأون الحديث اسم كلام رسول الله اسم ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيتغنون بذلك الحديث لتنشرح صدورهم وتطمئن نفوسهم ويجدون روحانية في نفوسهم يحفظه بعد ربع ساعة أعيدي يا فلان الحديث تعيده وأنت يا غلام حفظت قال نعم أسمعني حفظتم احفظه لن يضيع هذا بعد اليوم احفظه لا ينسى ماذا يريد رسول من قوله هذا وهو المعلم المهبي الشائس الحكيم يريد ماذا يريد منا كذا يريد منا أن نفعل كذا أن نتجنب كذا فيحفظون الحديث ومعناه وقد وطنوا أنفسهم وأشرقت الوعهم بأن يعملوا بما علموا على الفور بلا تأجيل يوما بعد يوم يوما آية ويوما حديث سنة سنتين ثلاثة كيف يصبحون أسائلكم بالله أهل هذا البيت كيف يصبحون أليس علماء ربانيين صلحاء أولياء لله تعالى فهل مثل هؤلاء يذلهم الله يهينهم الله والله ما كان وهو ناصب أولياء بيوت المسلمين احتلتها الشياطين أبشركم أو أنذركم بيوت المسلمين حتى في مدينة الرسول في حرم رسول الله وحرم رب العالمين في مكة احتلتها الشياطين خارجت الملائفة كيف هذا يا شيخ أصحيح هذا والله الذي لا إلى غيره إنه لصح وكما سمعتم البيت الذي يجلس الرجل مرت بناته وعاهرة ترقس أمامهم وتتغنج وتتكسر وتغني وهم جالسون والله ما يبقى الملك وقرأوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم واحفظوا دخل يوما حجرة الصديقة عائشة الحبيبة بنت الحبيب أم المؤمنين فيجد في حجرتها سهوة نافذة غير نافذة للخارج تضع فيها بعض أمتعاتها ما عند خزائن ما عندكم ولا دوانيب وسترات بخرقة كتان فيها صورة ما هي التي رصمت النساجة التي نسجت هي التي نسجت دخل فتمعر وجهه وظهر الغضب عليه وقال أزيل عني قرامك يا عائشة فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة هذا اللفظ عربي ولا بربري إن الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صورة لعل رسول واهم ها جبريل عند الباب أبا يدخل طاهر البيت يا رسول الله كان جاء كلاب في تحت السرير لابن فاطمة الطفل الصغير حتى أخرجوا ذلك الجواب من الكلاب ودخل جبريل ذي يقينيات كأننا موجودون عرفتم كيف بيوتكم أيها المؤمنون كيف هي راحلت الملائكة إلا من رحم الله أنا لا أنكر أن يوجد مؤمنون ومؤمنات يكرهون كل ما يكره الله ورسول الله ويحبون كل ما يحب الله ورسول الله ولكن هذا هو العالم الإسلامي عرفتم عنه فأرادوا الملائكة من بيوتهم حلت الشياطين إذن كيف تتحقق لهم ولاية الله كيف ينصوهم الله كيف يهدي قلوبهم كيف يأخذ بأيديهم من وحلتهم الجواب غير ممكن إذن وهذا الصحن الهوائي في بلادنا عند سنة في بلاد العرب قالوا عند أربع سنوات خمس سنوات هذا أحدث فيثنا قد قلت لكم إن الذي يستمع على هذا الوضع سوف يموت على سوء الخاتمة الذي يجلس مع مارته وأولاده من صلاة العشاء إلى نصف الليل إلى قبل الفجر وهم يشاهدون الأفلام الخليعة الدمارة المدمرة في العالم كامل ليلة واحدة تنقى باعتلك الأخلاق في قلوبهم فكيف إذا كل ليلة وطول العام شيئا فشيئا حتى ينكرون وجود الله وإن لم ينطقوا ما يقولوا لا إله لكن لا لا يوجد في قلوب إيمان بالله لو وجد الإيمان بالله لبكوا وخضوا ساجدين وتعتفع مستويات الفساد في نفوسهم حتى يصبحون مؤمنين بالاسم ويأتي الأجل وهو ينكر وجود الله فيموت على سوء القاتمة هذا الكلام بلغناه سمعه الناس وإلى لا يسمع بهذه الأذن ويقع وجماًا هذه لا إله إلا الله ونحن نقول كتاب المسجد وبيت المسلم اشغل بيتك بهذا الكتاب اجمع أهلك وقع معهم ليلة آية وليلة حديث ترتفع أنت وإياهم ويصبح البيت كتلة من النور ووالله جل جلاله لينتهي الصرف وينتهي العبث في المأكل والمشرب والملبس ويتوفى لكم مالكم ويزيد مع البركة التي تحل ثم أهل المدن والقراء في العالم الإسلامي إذا التزم أهل قرية من القراء بأنهم يجتمعون كل ليلة في بيت ربهم وإن كان ضيقا وسعوه بالخشب لا بالحديد والإسمنت كمسجد رسول الله ويجلسون فيه بنسائهم وأطفالهم من المغرب للعيشة كل ليلة مالت الشمس إلى الغروب هيا اطرق العمل ارم المسحات يا فلاح ارم المرزب يا حداد ارم القلم يا كاتب اغلق الباب يا تاجر إلى أين دعوة ربانية ذاهبون إلى الرب جل جلاله فين في بيته ماذا نصنع نتلقى الكتاب والحكمة ونستمطر رحمات الله يصلون المغرب كما صلينا يجلسون جلوسنا هذا والمرب أمامهم آية يرددون حتى تحفظ ويشرح لهم معناها وتوضع أيديهم على المطلوب منها فهمتم ابنائي اخوتي آبائي أمهاتي فهمنا من الليلة نطبق هذا الواجب من الليلة نجتنب هذا المكره لله ورسوله والمؤمنين والغد وبعده عام بعد عام كيف تصبح تلك القرية سألوني أخبركم تصبح كتلة منه ككوكب في السماء لم يبقى فيها من يشرب حراما ولا من يأكل حراما ولا من يستبيح حراما لا حسد لا غل لا غش لا خداع لا كبر لا ريال لا سمعا لا شح لا بخلا لا خبث يصبحون كأسر واحدة وأطهر كيف يتحقق هذا يا شيخ تريد كيف إذا أكلت تشبع وإلى لا تشبع سنها لتبدلت لا إذا شعبت ترتوي وإلى لا ترتوي إذا أدخلت أصبعت في النار أحرقته وإلى لا إذا قطعت بالحديد شيء قطع وإلى لا سنة لا تتبدل كيف تتبدل هذه السنة لن تتبدل بمجرد ما يجتمعون في صف على تعلم الهدى الكتاب والحكمة وتزكية النفس إلا ويصبحون كتل من النور ما تبقى جريمة في تلك القرية لو تريد أن تلزم الناس بالحديد والنار على أن يستقيموا والله ما استطعت هو لن يستقيم إلا على منهج الله هذا الله تعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إسماعوا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يبنيان البيت وهذا التقاول موجود عند العمال عندنا الذين يبنون أو يشتغلون الشغل واحد يسلون أنفسهم بكلام ولا لا أغاني لكن الصالحين ذكروا الله وسؤال الله يسمع إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وهما يبنيان البيت هل استجاب الله دعوتهما ايه بعث في أولاد إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم وهل فعل الرسول هذا والله كأنكم تشاهدونه يجلس في ذاك المسجد وحوله الناس النساء من وراء ورجال أمامه وهو يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فتخرج من حجره من مسجده رجال لم تحلموا الدنيا بمثلهم قط وإن شوها المبطلون شوها المبطلون ذلك الجمال وذلك النوع وعادوا أن يطفئوه ولكن والله ما اكتحلت عين الوجود برجال تخرجوا من حجور الصالحين كما عرفت أصحاب رسول الله سلم واستدام ذلك الكمال مع الكيد والمكر لهم من كل جيهة ثلاث قرون ثلاث أجيال الصحابة وأبناهم وأبناء وأبنائهم لم تعي في الدنيا أمثال أولئك كيف تعلموا كيف تخرجوا ماذا درسوا ما عرفتم الكتاب والسنة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يطهرهم أخلاقا وأواحا والآن من ينقل هذا الكلام إلى العالم الإسلامي ما في حال لو كان يرقا كلامنا لغيوا سلوكا في سجونهم في بلادهم لمن أعيد هذا الكلام يجيني واحد من بعيد يبكي أمام يبكي يبكي ما لك يقول فعلوا في الفاحشة في السجن كيف ما تزمز قلوبنا هنا جالس واحد من سنوات أين ثاموك قال قلعوا أسناني سنة بعد سنة هؤلاء مؤمنون المسلمون أنا واهم أيصد هذا عن مؤمنين بالله عن مسلمين أسلموا قلوبهم ووجوهم لله ولا نلومهم من علمهم من ربهم جلسوا في حجور البلاشفة واليهود والنصارى تعلموا وتخرجوا على أيديهم هنا وهناك كيف ترجو لهم ماذا عرفتم إليكم بيان الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين من يقول لا لا مجنون هذا هذا خبر الله وإلى لا إن تطيعوا فريقا من هم المختصون في علم النفس والقانون والسياسة إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا كتابا يردوكم بعد إيمانكم كافرين أنا لا أستطيع ولا تقنعني أن شخصا يأخذ مواطنه ويكسر وجهه ويسلب ويسلب لحيته ويفعل ويفعل هذا حيوان هذا إنسان هذا كافر لا يوجد في قلبه بصيص من إيمان الرسول يقول وإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبع وليحد أحدكم شفرته حتى في الشاء ما يعذب هذه المخلوقة وإذا يدعي أنه مواطنون ويفعل من مواطنين هذا ما هي عام ولا عامين ننسي كلما يجي واحد من الخارج يقص علينا هذا البلاء سمعتم هذا البيان أعيده يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابا يردوكم بعد إيمانكم كافرين حق ولا لا ثم يقول تعالى وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله من غير المعقول أنه تدى ما دمنا نجلس هذا المجلس طول العام نتلقى الكتاب والحكمة هل فهم السامعون والسامعات عرفتم الحصانة أين توجد في كتاب المسجد وبيت المسلم الجماعة التي تجلس كل ليلة منذ طفولتها إلى شيخوقتها في بيت ربها ساعة وساعة نصف تتعلم الكتاب والحكمة هذه الجماعة يستطيع وحتى كفيرها والله ولا بالسحر يستطيع قوم ولا أمة على أن يردوها على عقابها وتخرج من دينها وإسلامها والله ما كان هو لن يكون وإنما عرفوا هذا عرفوا نور الكتاب وهداية السنة فصرفوهم فعشنا قرون كالبهاية إذا عرفتم قيمة كتاب المسجد وبيت المسلم ما هو شرط أن يكون هذا كتاب الشرط ليلة آية وليلة حديث من البخاري من الموطة من المسلم من أي كتاب كل ما في الأمر موجودة متوفرة أحسن من لا تبحث عنها من جديد مشروحة مبينة لا أقل ولا أكثر قلت غير ما مر لو أن أهل قرية في العالم الإسلامي التزموا بهذا فقلت وأخبرون عن نورهم والله لنحجنهم ونذهب إليهم لنشاهد عنوارهم وكيف أصبح التزمى القرية وإن كان سكانها أقل من ألف نسمة نشاهد النور إذ لا يتحقق أبدا وعد الله لا يتخلف أبدا وعد الله بحال من الحوال وإلى الآن ما بلغنا لأن الكتاب الذي صدر ممكن صدر على الهبوط قونا هذا كتاب الله إذن ونعود إلى السياق الكريم وإذ قال إبراهيم أربي يا ربي اجعل هذا البلد آمن أي بلد هذا مكة بلد وإلى لا بلد وأقسم الله به والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين الآن المحقق للأمن لمن دخلهم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إنها مكة بلد الله دعوة الخليل ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات لما قال باي ماذا مكة ما فيها نخلة ولا شجرة تين ولا عنب ولا زرع لا بر ولا شعير كما تعجب جبال فاران والواد بينها وارزقهم من الثمرات وشاء الله أن يتحقق ذلك فقد شهدت مكة أمنا لم تشهدوا بلد أخر في العالم أيام الجاهلية ولا إسلام ولا شرع ولا قانون ألقى الله في قلوبهم الرعب والخوف يمر بقاتل أبيه ما يفتع عينيه فيه أبدا أمنهم والله على كل شيء قدير وارزقهم من الثمرات فأصبحت تأتيهم الأموال والثمار من أنحاء العالم إلى الآن مكة وارزقهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هذا احتراس احترسه إبراهيم لم يحترس لأنه في السابق لما قال تعالى له لما توجه بتاج الملك وأصبح إماما للعالم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أوامر فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما هذه الشهادة لو تدرسون مليون سنة والله ما تحصلون على في مدارس الدنيا كلها كلمات أوامر كم معدودة استعرضناها من أن يذبح ولده فأتمهن أيضا اجعل منهم أئمة قال تعالى لا ينال عهدي الظالمين إذا أولادك ظلموا أشركوا وكفروا وأحل ما حرم الله واستباح ما أحرم ما لهم حق وهنا تكلمنا على ولاية العهد هذه هي ويلة لا وقلنا لا بأس للحاكم سلطان باي داي ملك عندما تحضر الوفاة أو يخاف يعين أحسن واحد في البلاد من أقارب يوم غير يوم أمان حتى لا تضيع الأمة تفهتم أرد الله تعالى عليه بقول لا ينال عهد الظالمين ما نطيق عهد ينال الظالمين أما من كان مومنا حنيفا موحدا مستقيما هو مثلك أما مشركا كافرا فاسقا ما يعطى هذا أرأيتم هذا الرد أبرهيم الآن خاف تذكر هذه الآداب فقال وارزق أهده من الثمرات من آمن منهم بالله ولهم الأخر أما الكاف ما تعطي لا شرب ما ولا أكل خبز بناء على ما سرق قال تعالى لا ومن كفر فأمتع قليلا بالطعام والشراب حتى يموت ثم إلى جهنم فكفره ما يمنع من أن يأكل يشرب يلبس ويركب أبدا وإنما يقتل إذا قاتل وأعلان الحرب وحرب يقتل أما إذا سالم يأكل ويشرب حتى لموت ما أقول لأنه كاف لن يأكل ولن يشرب ولولا هذا لكان من حق المسلمين أن لا يطعموا كافيا ولا يسقوا حتى يموت لماذا يا جماعة هذا مخلوق للعبادة عطلها قالنا ما أعبد الله يجب أن يموت لماذا باقي هذا السل آخر أتعرفون لما نأكل ونشرب ما تعرف من أجل أن نذكر الله ونشكر فإذا عطلنا الذكر والشكر تعطلت الحياة ما قيمة وجودنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فلهذا يهان الكافر ولا يكرم ولا يعز ولا يبجل ولا يعظم لما لأنه ترك علة الحياة وسير الوجود فقط لا يقتل وما يدرك أنه ينجب ولدا يعبد الله وما يدرك أن يوما يدخل فيه رحمة الله ما تملك هذا إذن دعهم يأكلوا واشربوا حتى نهاية أجالهم والمصير معروف أرأيتم كيف رد الله على إبراهيم إبراهيم تحفظ لأنه سمع في الأول لا ولاية إلا لمومن طهر صالح فهنا لما تحفظ قال تعالى ومن كفر فأمتعه تتعبون التمتع بالأكل والشعوب واللباس إلى أن ينتهي الأجل فأمتعه قليلا قليلا فقط هذا شيء آخر فأمتعه قليلا أما أهل الإيمان والصلاح والاستقامة فيمتعهم كثيرا لأننا نجد اللذة في الطعام والشراب بسم الله ومن أجل الله وهم يأكلون كما تأكل الأنعام لا يعفون لما يأكل ولا لما يشربون ما يعفون لما وجدوا وإلى أين يصيرون فمتاعهم ولو ألف سن ما هو إلا قليل ثم نضطرهم إلى عذاب النار أي نار هذا ما تعفون النار يحمكم الله كيف تشغلون في بيوتكم ومن قال أي نار هذه تجمع البشرية قلنا فعراسك غدا إن شاء الله فالضحى للشمس وانظوا وتأمل والحرارة نازلة واسأل الخبراء يقولون هذا الكوكب أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون لو جمعنا البشرية كلها ما سدت زاوية فأقر ورميناها في الشمس ما سدت زاوية ولا كملتها فكيف بالعالم الآخر وراء هذه الأكوان وبئس المصير مصير يصير له عبد الله أو أمت الله إذ يلقى في عالم الشقاء يخسر كل شيء وعندنا أيضا بعض المعلومات يؤتاب الرجل أي رجل هذا من أمثالنا غرصه كجبل أحد والله العظيم عرفتم وعرضه والله كما بين مكة وقديد 135 كيلومتر تأكله النار مليارات سنين من أقبر بهذا أبو القاسم صلى الله سلم غرص الكافر في النار كجبل أحد كنا نعجب كيف هذا الزرص جسم كم حتى قال وما بين كتفيه كما بين مكة وقديد 135 كيلو تقريبا يوقف هذا الرجل ويوضع فيه صندوق حديد تابوت ويغلق عليه ويرمع في زاوية من زاوية الشمس في ذلك العالم والله لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يموت وهو معذب ملايين السنين فيها كذا انظروا البشرية مقبلة على آش انظروا المؤمنين الضائعين جهلوهم وكفروهم وأنسوهم لقاء ربهم وأصبت حياتهم كحياة غيرهم لا هم إلا الفرج والبطن هيا نعود والله لا عودة لو جاء عمر بل خطاب والله ما يهدهم ولا يقوى عليهم في أي بلد ما نرجع إلا إذا أردنا الله أردنا الآخرة فقط عرفنا الحياة نجتمع في بيوت ربنا نبكي كل ليلة بالنسائنا وأطفالنا نتعلم الكتاب والحكمة ما يمضي زمان إلا ونحن ربانيون إن الصورة إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقهة وإن الآيات المباركة التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم وعهدنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن دريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رصولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والممنات قول ربنا جل والذكر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت عرفنا من إبراهيم إنه الأب رحيم وهو مركب من كلمة أب ورحيم إبراهيم باللغة السريانية أبو أبو رحيم أبراهيم وقد عرفتم أنه خليل ورحمن وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا غيا ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فالخل هذا نهاية الحب إذا تخلل الحب والقلب وتعمق فيه كان المحبوب خليلا إبراهيم عليه السلام عرفتم أنه يقنى بأب الأنبياء لأن الأنبياء الكل من عهده إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذريته من ولد إبراهيم فهو إذن أبو الأنبياء وله كني أخرى أيضا فاز بها وهي أنه أبو الضيفان والضيفان والضيوف بمعنى واحد أبو الضيفان وقد عرفنا لما كني بهذه من قصة جاءت مبينة في كتاب الله إذ نزل عليه جبريل وميكائيل وإصرافيل نزلوا عليه ضيوفه وهو لا يدري إذ كانوا في صورة رجال رسال فماذا فعل ما كان منه إلا أنماله جانب البيت وذبح عجله وشواه وقدمه مصريا وقال ألا تأكلون ألا تأكلون فمن ثم كني بأب الضيفان إبراهيم عليه السلام عرفتم أنه من ديار العراق من أرض بابل وأنه وأنه قام بدعوة الله وحنه كانت الديار كلها تطيض بالشرك والكفير يعبدون الكواكب ووضعوا لها تماثيل وصوة الأرض فقام بدعوة التوحيد وكان من جراء ما دع إليه ووقف في وجه الظلم والظالمين أن حكم عليه بالإعدام اتخذت الحكومة الكافرة البابلية حكما بإعدام إبراهيم وبإعدام ليس بالسيف وإلا بالعصى وإنما بإحراقه بالنار فقد أججوا النار وأوقدوها مدة من الزمن حتى إن الطائرة لا يمر فوقها لشدة اللهب المتصائب منها وتم لهم ما أرادوا وجعلوا في معقال أو ملعاق أو معقال كلم جنيق في عصو متأقرة لأنهم لا يستطعون أن يقربوا من النار حتى يدفعوه فوضعوا في هذه الآلوام به من مساف بعيدا واعترضه جبريل عليه السلام قائلاً أهل لك يا إباهي محاجع فقال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل وقبل أن يصل إلى بؤرة الجحيم صدر أمر الله جل جلاله وعظم سلطانه بالكلمة الآتية المفسجلة في كتاب الله قلنا قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فوالله ما أتت النار إلا على كتافه في رجليه ويديه وقالت العلماء لولا قول الله برداً وسلاماً لولا كلمة وسلاماً لا كان البرد يقتله والبرد كالحرك إلا هما إذا تجاوز المستوى يقتل برداً وسلاماً على إبراهيم وخرج من الفثنة وودع الديار الألاء فهاجر في سبيل الله فكانت هذه أول هجرة في الأرض لله عز وجل سئل فقال إني مهاجر إلى ربي سيهدئني وخرج معه زوجه الطاهرة سار بنت عمي المومن الصالحة وابن أخي هاران ابن أخي لوط ابن هاران ودخلوا أرض الشام وبإجاز لما أنجبت هاجر إسماهيل الذي هو سمع الله أو اسمع يا الله أخذت الغير النسوية أو الغيرة أحسن أهسار ومع طاقت وهي عاق عاقيم لا تلد والجارية القبطية المصرية أنجبت ولدا فتدبير الله وقضاؤه أمر إبراهيم أن يرحل بهاجر إلى وادي مكة ليضع هاجر وطفلها هناك ما هي الواصفة التي ركباها نترك هذا لله وحسبنا أن نقول الله ألم والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير الذي رافع خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لحظات ومن المسجد الأقصى إلى دار السلام في لحظات أو دقائق معدودات لا يسأل كيف يفعل إن الله على كل شيء قدير إذن فتركها وما ننسى لما تركها وإسماعيل وليس معهما سوى قلي من الخبز ودل إداو فيها ماء أو شن قليم وقف لراجعا فنظرت إليه وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا إلى من تتركنا يا إبراهيم أي وطفل وفي واد خالي ما به إنس ولا جن إلى من تتركنا يا إبراهيم الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا كم وكم وقفنا هذا الموقف ولكن ما استفدنا ما عندنا ذاك التوكل الذي هو سلم النجاح وجسر الخلاص من هذه الفتن في هذه الحياة من فقد التوكل على الله هام وتاه في الحياة أصبح يخاف كل شيء ويوهب كل شيء لكن كيف نحصل على هذا التوكل لابد وأن تمتلي قلوبنا بذكر الله ومراقبة الله ومعرفة أسماء وصفات الله منها أنه على كل شيء قدير منها أنه ما شاء كان وما لم يش لم يكن منها أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه هذه المراقبة تجعل العبد يفوض أمره إليه ويتوكل عليه ونحن لسنا مطالبين بأن نترك العمل نعمل من أجل توفير الغذاء والكساء من أجل أن نذكر الله ونشكره لكن إذا تعارض هذا المطلوب مع معصية الله يجب أن نتركه وننطلب رضا الله عز وجل فكم وكم من مؤمن لا يسهل عليه أن يتوكع الله فيغش المعصية ويرتكب الكبيرة ويغضب الله ويسقطه بحجة أنها الظروف أو الحال أو كذا أو كذا وكل هذا ضعف في عقيدة التوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إباهم قالت له حاجر إلى من تتركنا أرى الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا وأخبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من مؤمن يترك شيئا لله أي من أجل الله إلا عوضه الله خيرا منه ما من عبد مؤمن يترك شيئا لوجه الله إلا عوضه الله تعالى خيرا منه فهاجر حسبنا أن نذكر أن جبريله الذي راب الأرض بعاقبه ففاضت زمزم وأن قبيلة جرهم ما إن رأت الماء في المنطق حتى جاءت وطلبت النزول في جوارها وهذه أيضا نذكع بها الغافلين قبيلة جرهم جاءت من اليمن فلما رأوا الماء في المنطقة نزلوا واستأذنوا هاجر الغريبة الوحيدة الأنثى التي ليس معها إلا الله ثم ذاك الطفل الصغير استأذنوا وتسمعين لنا أن ننزل بجوارك من أجل هذا الماء قالت عليه السلام على شرط أن لا حق لكم في الماء قالوا نعم أم برجالها ونسائها وعتدها وعدتها يستأثن من ماء تسمعين وتقول على شرط أن لا حق لكم في الماء الماء ماء والبئر قالوا نعم فلو كان أولئك كهذا النوع والله ليلون رأسها ويغمونها نعم ولا لا ما بلغناكم عن سجون العاب والمسلمين ماذا يبعلون إذن فسبحان الله كل ما نتأخى في الزمان تغلض أكبادنا ويشتد والعياذ بالله طغياننا فالأول كانوا أحسن حال ما سمعتم محاكمة إبراهيم قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون أنت فعلت هذا قال بل فعلوا كبير ماذا ودار حوار كامل لو كان من جماعة البلاشبة كما قدمنا الباء خذه ويفسه في الأرض إذن هذا الذي وجدنا أنفسنا به والحمد لله أننا مؤمنون مسلمون فهذه النعمة لا تعادل وأخرى وإنما الجهل الذي هبط بنا ففقدنا نور الإيمان وبراهين ودلائل في الحياة الجهل إذن ولما أرى في المنار أني أذبحك فانظر ما ذات قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصادرين وبالفعل وبالفعل أخذه إلى منا حيث تراق الدماء وأضجعه على الأرض ومدياه في يده ووضع على عنقه ووقفت بسم الله أصبحت كعود الخشب وبالأمس النار ما تحولت إلى برد وسلام إذن وفديناه بذبح عظيم وكبر إسماعيل وجاء إبراهيم بأمر الله ليبني البيت وهذه من الكلمات التي ابتلاه الله تعالى بها وها نحن معه في هذه الساعة وهو يبني البيت واسمعوا قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواهد أي الأسس التي بني علي البيت وهذا البيت بناه الله عز وجل بواسطة ما شاء والذي عليه أكثر أهل العلم والبصير أن الملائكة هم الذين بنوا هذا البيت آدم استوحش وحق له أن يستوحش بعد أن كان في أنش في الملكوت العلاء نزل إلى هذا العالم المظلم ليس فيه أحد ما هو إلا وزوجه حواء فهذه الوحش كيف تزول فبنى الله تعالى له بيتا فإذا استوحش أو احتاج إلى شيء أو رغب فيه مطلوب فليأتي بيت ربه وليسأل مولاه يعطيه ما أراد وطلب وأنجب آدم وحوى البنين والبنات وأصبح من تلك الأيام البيت يحج ويقصد لطلب الحاجات هذا بيت رب جل جلاله فكلما إن هدم أو تهادم أو بسبب عواصف أو بسبب أمطار أو أودية يجدد في تلك الأحقاب من السنين إبراهيم لما نزل بمكان البيت كان البيت عبارة عن تل من تراب السيول عن يمين وشماله هدمته فأمره الله تعالى أن يجدد بنا وقرأوا هذه الآية اذكروا إذ يافع إبراهيم القواعد من البيت القواعد التي بني عليها أولا من كذا ألف سنة وإسماعيل أيضا يساعده ويعاونه إثنان فقط إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يقولاني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم يتقاولاني يا ربنا تقبل من هذا الجهد هذه الطاقة التي نبذلها في بناء بيتك يا الله إنك أنت السميع لأقوالنا وأدعيتنا العليم بحالنا بضعفنا وقوتنا وقدوتنا هكذا توسلا إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته والمسلمون من عهود وعصور ما يعفون التوسل بأسماء الله وصفاته أبدا لا يتوسلون إلا بحق فلان وجاه فلان علماؤهم كجهالهم في أغلب ديارهم لا يحفظون من أنواع الوسيلة إلا اللهم إنا نسلك بحق فلان أو بجاه فلان وهي وسيلة باطلة 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 لا تنفع صاحبها قط بل تورطه في الإعراض عن الله والإقبال عن غيره عز وجل إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت في حاجة إلى عون وإلى لا إلى مدد إلى مساعدة توسل إلى الله بماذا بحق نوح وأولاده بمن إنك أنت السميع العليم توسل إلى الله باسمه وبصفته أولاده فلهذا بعد هذه الأنوار التي لاحت في أفق العالم الإسلامي لوجود عوامل منها انتشار الكتاب وانتشار العلماء وإلا ما كان آباؤنا واماتنا يعرفون وسيلة إلا بحق فلان وجاه فلان يدعون الليل والنهار لا يستجاب لهم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلان يقولان ربنا أي يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم فلكونه يسمع ويعلم يستجيب ويتقبل هنا لنذكر أن البيت العتيق بناه الملائكة لآدم وتوالى البناء بحسب القرون والعصور وإبراهيم جدده ثم بنته قريش بعد هذه الفترة الطويلة ثم جاء الإسلام ووجد البيت كما هو على عهده من عهد بناية قريش له إذن وقال يوما لعائشة رضي الله عنها الحبيبة الزكية لولا لولا أن قومك يا عائشة حديث عهد بكفر لهدمت البيت وجعلت له بابين وآضفت إليه ستة أذرع من الحجر لأن قريش لما بنت البيت بنتها بشرط ألا تبني بمال حرام وسبحان الله يعرفون الحرام والحلال في الجاهلية فلقلة ما جمعت من مال اقتصرت على الموجود واختزلت البيت فتركت ستة أذرع من حجر إبرا مضافة إلى حجر إسماهيل ولا جعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربي يدخل الزائر مع الباب الشرقي ويخرج معنا الغربي لكن كون المؤمنين جدد في إيمان وإسلامهم قد يطور ويغضب ويصيح فرحمة بهم وشفقة عليهم وهذا من سياسة الغشد والوعي والبصيرة أترك الحال كما هي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتول الأمر أبو بكر فعمى فعثمان فعلي وحصل أن الخلافة انتقلت إلى معاوية رضي الله عنه وتوفي وتول ولده يزيد جاء عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وحكم ما رضي به أن يتولى الخلافة من ليس هو أهل ها وقام معه رجال في الحجاز وحكم وحقق وحقق تمناه رسول الله أو أراده لو لا المانع الذي منى وبالفعل هدم البيت هدوا هدم وبناه وأضاف إليه ستة أذع من الشمال التي كانت في الهجر وجعل له بابين شرقيا وغربيا واستمر كذلك مدة من الزمن وشاء الله أن يستمير الزحف على مكة واستشهد عبد الله ابن الزبير ووقعت البلاد في يدي الأموجين رحمهم الله أجمعين ثم لما حكموا هدوا البناء من جديد وردوه كما كان على عهد رسول الله وقالوا ما ينبغي أن يطركه الرسول هكذا ونحن نجدده ونغير فرد البيت على النحو الذي هو الآن ولما ولي هارون الرشيد استشار مالكا إمام هذا المسجد أرأيت لو نجدد البناء نحقق رغبة نبينا صلى الله عليه وسلم التي حققها ابن الزبير ثم ما دامت فقال مالك أخشى أن يصبح البيت يتلاعب به الحكام الملوك فاتركه كما كان فاستجاب الخليفة ومن ثم استمر البيت كما هو بابه الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وبابه وابه مالكا مالكا لأن العرب أذكيا فكانوا لا يسمحون لمن أراد أن يدخل الكعباء إلا بإذن الحاجب وحجب البيت له أسرة تتناقله وتتوارثه فإذا أراد أحدا يدخل يوضع له سلم حتى يدخل البيت لو وجع لجعلوه العتب في الأرض لكان كل من أراد يدخل يدخل لكن مدام لابد من سلم وعمل ما يوجد وحتى يملع وبقي البيت إلى الآن بابه مرفوع هذا هو السر ومن الخير أن نتركه كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن الزبير حقق رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدله أنه ما بقي من ينازع ولكن بقي من ينازع إذن هذه نبدأ عن بناية البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وانظر إلى التواضع كيف يتجلى في كون إبراهيم وإسماعيل يبنيان بيتا في صحراء في ديار خالية ومع هذا يسألان الله تعالى القبول ليثيبهم على العمل ولا يضيع عملهم بدون ما ثواب ولا جزاء إعلان عن رغبته ما في فضل الله وتوسلا إلى الله ليقبل عملهما ويثيبهما عليه إنك أنت السميع العليم ثم قال ربنا أي ربنا واجعلنا مسلمين لك هل هما غير مسلمين الجواب كيف وهما نبيان ورسولان ولكن معنى هذا اللهم آدم إسلامنا لنا وثبت قلوبنا عليه واربطه معنا واشدنا عليه حتى نلقاك مسلمين لأن الإنسان ما يملك قد يكون اليوم مسلما وغدا البرنيط على رأسه كافرا رحكت أنت نعم يا جماعة يا جماعة إياكم ولبس البرانيط انتبهوا لا تتشبهوا باليهود والنصار لقد كان آباؤكم وأجدادكم مستعمارين مستذلين لبيطانيا وفرنسا وإيطاليا ما كان واحد يضع بونيط على رأسه والآن في المدينة يسوق السيارة خادم البونيط على رأسه زوار جاءوا للزيارة وكأنهم اليهود في أشكالهم أهذا يحبه الله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أما يجب أن تكون لنا الصورة الخاصة بنا إذا وقف أحدنا في العالم في زيه من هذا مسلم فبزيه يدعو إلى الله عز وجل أما نصبح كاليهود والنصارى تركنا رسالتنا تركنا إمامتنا أهمن قيادتنا ما أصبحنا دعاة ولا هدى ولا قادة أصبحنا أذلا نجري وراء الغرب ونتمثل حياته هذا هو الإسلام والله ما هو يسأل الله أن يثبته وابنه على الإسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك حتى الموت نسلم ماذا قلوبنا ووجوهنا لك والمسلم من هو سعيد وإلى عثمان وإلى بواهيم المسلم عبد أسلم بمعنى أعطى قلبه ووجه لله الإسلام مصدر أسلم 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 فلان لفلان ماذا ناقته دينه أسلم ما أعطاه مسلم لو تسأل ماذا أسلمت لله لا شيء إذن فلا إسلام بدون عطاء القلب ينبغي ألا يتقلب طول الحيات إلا فرض الله لا هم لك إلا الله والوجه والوجه والابتجاه دائما نحو الله وتتمثل هذه فالطاعة الصادقة والإخلاص فيها لله صلاة صيام بناء هدم صفر زواجه طلاق كل حياته في دائرة طلاب رضا الله هذا هو المسلم الحق واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أقول في سؤال الله تعالى أن يجعلهم مسلمين بمعنى أن يثبتهم عن الإسلام ويديمهما علي حتى الموت عندنا نحن اهدنا الصراط المستقيم في كل ركع نصليها نتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته نحمده ونثن عليه ونمجده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أليس هذا هو الحمد والثناء والتمجيد ثم نقول متملقين لو إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بغيرك لما هذا التملق لأننا لنحاجة لنطلب سامي قل لمن يضفع به ويحوز عليه حمدنا الله الحمد لله رب العالمين أثنينا عليه الرحمن الرحيم مجدناه مالك يوم الدين من علمنا هذا هو يا من يريدون أن يدعون يسألوني قضى حوائجهم فهذا هو الطريق احمدوه أثنوا عليه خيرا مجدوه ثم اسألوا حاجتكم وهذا بينه رسول الله صلى الله وسلم غاية البيان اسمع رجل صلى أو قرأ ورفع يدي يسأل ربي أعطني ربي كذا والرسول يسمع ولكمال أدبه وسموي أخلاقه ما واجهه فقال لأصحابه لقد عجل هذا بمعنى استعجل إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على نبيه ثم ليسأل حاجته هل عرف السامعون هذا ذي هي الوسيلة ما بحق فلان جاء فلان الأباطل ما عرفنا هذا يا شيخ والله ما جلسنا هذه المجالس ولا تعلمنا إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمده وليثني عليه وليمجده وليطلب حاجته أما ربي أعطيني أنت تأمره موقفك موقف السلطان الآمن ربي اغفر لي ورحمني بالقوة لابد أن تظهر في مضى المسكن والحاجة والفقر إليه وقد قلت كثيرا العوام يحسنون هذا العام إذا أراد أن يسألك شيئا يا سيد أنت كذا أنت معروف عند الناس أنت من أهل الخير أنت شريف ما شاء الله ثم يقول عطيني تعرفون هذا من العوام ولا لا عرفنا عايشنا ما يجيك من أول ما أعطيني أبدا لا مدة يذكر كمالك وخيك ونسبك وشرفك وأنت كذا وخيو ما كان عندنا ثم يقول إذا كذا فالله عز وجل أحق بهذا التملاق والتزلف ثم هو علمنا هذا من أنزل الحمد لله رب العالمين من فرضها في كل وكعه أليس الله ومع هذا ما نعرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا حتم التملاق ولا لا لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بغيرك لما هذا نقول وهذا لأنه نطلب شيئا غالي إهدنا الصراحة المستقيم ونحن مهديون وكيف ونحن نصلي ومعنى ذا أدم هدايتنا وثبت قدامنا عليها حتى ننقاك مؤمنين صالحين مستقيمين صراط الذين أنعمت عليهم ألا وهو الإسلام الذي سأله إبراهيم وإسماعيل واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فالصراط المستقيم الذي نطلب الله في كل ركعه والإسلام أن نحيا مسلمين ونموت مسلمين وقد أمرنا إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون فمن أسلم ومات على غير الإسلام ما كسب شيئا ولا استفاد آخر فلا بد من مواصلة الإسلام القلب والوجه لله حتى الموت إذن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سبحان الله ما اكتفى بدعوته وله لابنه ولا لذريته قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قالت العلماء ما دعى بهذه الدعوة سوى إبراهيم لأنه طالب أن يوجد من أولادي أمة ذات البلايين وقد كانت إنكم أيها المسلمون دعوة إبراهيم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقد استجاب الله وهذا رسول الله صلى الله وسلم يقول وقد سعل عن أمره أو حاله أو شأنه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى وهذه الأمة المحمدية الإسلامية من عهد نبيه إلى يوم القيامة دعوة إبراهيم سبحان الله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك مسلم له فئات قلوبها ووجوها أكثر السامعين مع بكيف يسلم قلبه وجهه فسرنا الحقيقة أنت يا عدنان لماذا تبني في هذا البيت من أجل أن نص وحواتي وأن نقي نفسي وأهلي من الحرع والبرد لنذكر الله ونشكره ما رأنا به يوما يهدم لماذا تهدم قال خشيت أن يصبت علينا يؤذينا ونحن نعبد الله أو يؤذي مومنا يعبد الله عز وجل لماذا طلقت لماذا زوجت لماذا سافرت لما قمت لماذا قعدت نحن ندور في فلك عبادة الله يا فلان لماذا قصرت ثوبك الشبان ثياب طويل تسحف الأرض يتباهون وأنت قصرته إلى نصف ساقك لله أمرني رسول الله سلام ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هذا الدعاء حصل نحن منها وإلى لا الحمد لله أعظم أمة على وجه الأرض والله ما وجدت أمة أعظم هذه الأمة ويوم القيامة يبعث النبي ومعه الفرد والفردان والعش والمئة وأعظم أمة هي أمة موسى وأمة محمس ولكن ليست شيئا بالنسبة إلى أمة محمس ويكفي ألف وأربعم زيادة ممكن ألف أو ألفين سنة إذن استجابة الله دعوة إبراهيم وإسماعيل كانت هذه الأمة ثم قال عليه السلام وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا لما بنى البيت قال ربي فرقت من بنائه وبعد علمنا كيف نعبد لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من البيت قال يا ربي لقد فرغنا من بناء البيت كيف نعبد الله فيه فأنزل الله جبريل عليه السلام وعلمه مناسك الحج من الطواف إلى السعي إلى الذبح في ميناء إلى الوقوف بعرفة إلى النزول بمزدلفة كما علمتم حدد له حتى حدود الحرم استجابة الله لقول إبراهيم ربنا أرئنا مناسكنا أرئنا مناسكنا فأراه الله تعالى المناسك لما سميت العبادة منسك ومناسك جمعها الأصل نسك ثوبه غسله بلغة العرب نسك ثوبه غسله ونظفه فكل عبادة تسمى نسك لما لأنها تغسل القلب وتزكي النفس وتطهعها فالمناسك جمع منسك كل عبادة نعبد الله بها فهي نسك وسمي الذبح أيضا نسك ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه لأن الذبح لله من أعظم القربات التي تزكي النفس ذبح شاء أو بعيع أو بقرة لله هذه العبادة هذه تعمل العجب في تزكية النفس حتى أطلق عليها النسك فكل ذبح لله هو نسك وكل مشاعر الحج وتلك العبادات من رمي الجمع إلى الوقوف بعض هي نسك أي عبادة تزكي أنفسنا وتطهرها وأين مناسكنا وها نحن والحمد لله نحج ونعتمر على نحو ما بيّن الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام والحمد لله وتوب علينا إنك أنت التواب ورحيم سأل الله أن يتوب عليه أن يديم التوبة ثم اعلموا أننا لو عبدنا الله لم نفط لحظة ما أدينا حق الله في عبادة غفلة نغفلها فقط نحتاج إلى أن يتوب الله علينا فلا تفهم أبدا أنك أديت ما عليك وأنك ما أنت في حاجة إلى توبة اسأل التوبة في كل ساعة لأن رجوع إلى الله الحق أن تذوب في ذات الله لو تذوب لو تذوب دوابان كالثلج ما عظمت الله حق عظمته ولا رهبت حق ما يهب به فلهذا دائما نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أو يديم توبتنا ورجوعنا إليه عز وجل وقوله إنك أنت التواب الرحيم وسيلك الأولى إذا سأل العبد ربه شيئا يتوسع إليه بأسماء وصفاته رب اغفلي إنك أنت رفو الرحيم ربي يسر لكذا إنك أنت القوي المتين ربي فعل بكذا لأنك كذا وكذا هذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته أو من أول مرة يا رحمن يا رحيم يا علي يا كبير يا كريم وسأل حاجتك سواء قدمت أسماء الله أو أخرتها هذا التوسل الذي جاء به القرآن الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أما التوسل بغير هذه فهو من أباطل الشياطين وخاص بحق فلان وجاء فلان إذ ما زال هذا التوسل شائعا في عوام المسلمين ولا معنى له أبدا أسألك بحق فلان من هذا الذي له حق على الله ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم واستجاب الله وبعث في أولاد إسماعيل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم ولهذا النبي الكريم ما كان من الصقالب البيض ولا من السود ولا من غيرهم من ذرية إسماعيل واسمه محمد بن عبد الله سلسلة ذهبية إلى إسماعيل إلى عدنان إذ قال لا ترفعوني فوق عدنان وقد حفظ الله رسولنا وهو في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ما حصلت زنيا ولاختلط ماء الفحل بما آخر ما حفاز بهذا الشرف أحد من عبد الله إلى عدنان فلان 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 فحفظ الله نسبه في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات دعوة باه وابعث فيهم رسولا منهم مهمة هذا الرسول ما هي يتلو عليهم آياتها ويعلمهم الكتاب والسن هي الحكم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بوسيلة ثالثة ولنا وهل استجاب الله نعم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحاب والكتاب والحكم ويزكيهم إيه والله العظيم وقد بينا أن تلك التربية في حجور الصالحين في حجور النبي وأصحابه والتابعين ما عافت الدنيا مثلها أبدا ولا نظير لها وقررنا غير ما مر إن عدنا صادقين إلى أن نكمل ونسود ونعز ونطر نرجع إلى كتاب وسنة نجلس هذا الجلوس كل ليلة طول العمر في قرآن ومداشرنا وفي جبالنا وسهولنا لأننا أم ممتازة الأمم إذا فرغت من العمل وغابة الشمس انتشه في الأباطيل والطرهات والخرافات أو في المناكير والخبط وهذه الأم لا إذا غسلت أيديها من العمل عادة إلى بيوت الله تتعلم الكتاب والحكمة وتزكي أنفسنا بما تسمع وما تعمل فلا تزال كذلك حتى تصبح نورا وهذا النور لا بد أن ينير الله به الحياة كما كانت إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتداب هدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان رجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ربنا وابع فيهم رسول منهم اذكروا ما علمتم أن هذه دعوة إبراهيم الخليل مع ولده إسماعيل عليهم السلام سألا طلبا ربهما وهما يبنيان البيت البيت العتيق الذي هو سرة هذا الكون هذا البيت وهما يبنيانه يسألان الله عز وجل أن يبعث في ذريتهما رسولا يبعثه من ذريتهما لا من غيرهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أي من جنسهم مهمة مهمة هذا الرسول ما هي يعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياتك أن يقرؤها وهي آيات القرآن الكريم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فلنتأمل هذا هذا المطلب الغالي السامي الرافع وهو طلب إبراهيم وإسماعيل أن يكون هذا الرسول الذي يبعث فيهم أي في ذريتهم مهمته يتلو عليهم آياتك يا أبي ومعنى هذا أن تلاوة القرآن على المؤمنين والمؤمنات تزيد في نورهم وطاقة إيمانهم تعلمهم وتعرفهم وترفع مستواهم إلى أن يصبحوا أولياء لله ربانيين ومعنى هذا أن المؤمنين إذا لم يتلى عليهم كلام ربهم ولم يسمعوا ولم يصروا إليه وطول حياتهم معنى هذا أنهم يجفون ييبسون قد يحترقون فلهذه التلاوة آفارها وإلا ما سألا ربهما هذا يتلو عليهم آياتك ومما يدل على هذه الحقيقة وهي أن المؤمنين والمؤمنات إذا كان يتلى عليهم كتاب الله ويصغون إليه ويجتمعون ويتفكرون ويتدبرون هذه حال تجعل إيمانهم ينمو ويزيد وعلمهم ومعارفهم أيضا تقوى وتزيد إذا حرموا من هذا تعرضوا لليبوسة والجفاف والموت إليكم برهان هذه اذكروا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر وصدق الله العظيم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصاء يردوكم بعد إيمانكم كافرين وقد تجلت هذه الحقيقة والمطلوب هو وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله يتعذر يتعصر قد يستحيل أن يرتد مؤمن عن دين الله ينطقص ويرتمي في أحضان الكفر والشرك والباطل وهو يسمع آيات الله تقرأ عليه طول حياته وتعمله فمتى ما أصبحت آيات الله تتلى على المؤمن والمؤمنة سوف يترتب على ذلك قساوة القلب والجمود والبعد عن نور الله ومن ثم يصبح أهلا لأن ينتكس وينطكس ويعود إلى الوراء أعيد إلى السامعين والسامعات وعاجزت أن أبلغ بهذا المعنى إلى قلوبكم قول الخليلين يتلو عليهم آياتك ما المراد من هذا فقط يقع عليهم القرآن كما يقع على الموتى علما أن تلاوة القرآن على المؤمنين والمؤمنات تحفظ عليهم إيمانهم تزيد في طاقة إيمانهم ترفع مستوياتهم العقلية ازدادون فهما وعلما تطهر نفوسهم على الأقل يحتفظوا بكمالهم لا يفقدوه والبرهنة القطعية والدليل القاطع هو قوله تعالى وكيف تكفرون من أين يأتي الكفر كيف يحصل لكم ردة كيف تنتكسون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ومن يوم أن فقد المؤمنون تلاوة آيات الله عليهم ومنذ أكثر من ثمانمائة سنة وهم هابطون إلى الحضير إذ ما أصبح المؤمنون من قرون تتلى عليهم آيات الله صباح مساء أن يجتمعون في بيوت ربهم أو بيوت أنفسهم ويتلى عليهم كتاب الله وهم مصغون متدبرون متأملون الذي عرفناه وهو الورقة أنهم لا يجتمعون إلا على قراءة القرآن على الميت سواء في المقبرة أو في بيت الهالك أما أن يجتمع اثنان وثلاثة وأربعة تحت ظل شجرة تحت ظل جدار في منزل في بيت الله ويقول أحدهم اقرأوا علينا كتاب الله أسمعون آيات الله فتطأط رؤوسهم وهم يبكون ويتأملون دلون هل هذا واقع من هنا أخذنا وسبحان الله هل أنتم معي إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في ضراعتهما ودعائهما يقولان ربنا وابعث فيهم رسولا ليما ما مهمته يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم القرآن أما كان عليهم السلام واعيين بصيرين عالمين ما المقصود يقر عليهم القرآن ماتوا حتى يثاب على ذلك وينقض من النار كما نفهم نحن لما يتلع عليهم آيات الله أولا لزيادة الإيمان ثانيا للعلم والمعرفة رابعا للحصان والمناعة حتى لا يتصر بليهم دخان وظلمة الكفر من حولهم بأن تلاوة القرآن مانع من أعظم الموانع عن الفسط والفجو والردة والكفر والدليل القاطع لما قال تعالى إنكم إن تطيعوا فريقا من الذين أرث كتاب ترتدوا على إيمانكم كافرين ما قال هكذا وصدق الله العظيم والله ما أطاع موم كافر من هذا النوع من هذه الطائف التي تريد محو الإسلام وإزالة آثاره واستجاب لها وطاعها إلا وقدرت الداخل لأن الذي يخبر بهذا هو خالق الغرائز وطابعها والعالم بالنفوس يَا أَيُّهَا لأن آيات الله تُتْلَى وَفِيْخَمْ وَاسْلُهُمْ كيف ما نفهم هذا الكلام وكيف تكفرون وأنتم تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيات الله والجواب نقول يا رب ما تليت علينا آيات الله قُونا ما أين من يقول تعالوا أسمعكم كلام الله لا في البيت ولا في السوق ولا في المصنع ولا ولا وإنما القآن يتلى على الموت لا على الأحياء وسبحان الله متى نفيق ما زلنا وإلى الآن أقول هل فاغ عاملا في مصنع ولا في متجر ولا في مكان واسترحوا وقالوا من يقر علينا شيئا من القرآن حتى نخشع ونبكي ونتدبر هل أهل بيت من بيوتكم أيها المستمعون بعد الفراغ من الطعام أو كذا يقول أحدهم من يسمعنا شيئا من كلام ربنا فيقر عليهم هل جماعة يعملون في دائر من الدوائر الحكومية ساعة الاستراحة يقول أحدهم يا جماعة من يسمعنا شيئا من كلام ربنا هل هذا واقع لا وجود له إذن يحصل المخوف وإلى لا ممكن تفسد قلوب وقد فاسها داتك أو نحن في خير إن الحسد والبغض والكبر والنفاق وأمراض القلوب من الغش والخداع كلها أكلت قلوبنا ما هناك أبدا ما يدفعه أو يصفها لما؟ لأننا ما نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسبحان الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم حتى يفهموا لغته ولسانه ويعفون طبيعته وما عليه يتلو عليهم آياتك كيف يتلو عليهم آيات؟ لما؟ يسأل لما يقع عليهم ماتوا؟ يقع عليهم القوان لماذا؟ لأي شيء لأن المناعة كل المناعة في سماع كلام الله أليسمع كلام الله طول عمره وينفذ الشيطان إلى قلبه ويغتد ويكفو ويخفج من دينه والله ما كان مناعة أقوى يتلو عليهم آياته ويعلمهم بعد ذلك الكتاب والحكمة أولا التلاوة الدائمة لأن الغذاء الشيط أو الطاقة التي لا بد منها تزاد يوميا ثم يعلمهم ما يحمله الكتاب من بيان أحكام وشرائع وقوانين وآداب أخلاق وواء ويزيد بعد ذلك الحكمة التي هي بيان رسول الله تفسير رسول الله لأن الرسول هو الذي يبين ويفس ويعلم يحفظون إيمانهم ويزدادون علما ومعرفا بمعرفة الكتاب والسنة هذه كم خطوة يتلو عليهم القرآن أيها المؤمنون هل ناخذ في هذا المسلك من الليلة أو ما نستطيع مغللون مكبلون لما تجلس مع إخوانك في البيت ما أقيك ما أبيك اسمع بأقى عليك شيء من القرآن أو يقول يا بني أسمعني شيء من القرآن جلستم مجلسا ما في مكان ما استرعتم من يسمعنا شيء من القرآن لما لأن هذا السماء يقوي إيماننا يحفظ ما عندنا إن لم يزد الإيمان يحفظه ثم بعد ذلك هذه المجالس الظهورية في بيوت الله بين المغرب العشاء على الأقل وقت والله مناسب وملائم وصالح وينفع ولا يضر إذ كل الناس إذا تركوا العمل وفرغوا منه وغسلوا أيديهم وغيوا ملابسهم يذهبون إلى الراحة اليهود والنصار والمشركون يذهبون إلى الله إلى الباطل إلى اللهب ونحن أين نذهب دلوني يجب أن نذهب إلى بيوت ربنا وهي موجودة في قرآن في مدننا في أحيائنا والحمد لله متوفرة لما نحمل لساءنا وأطفالنا ونذهب إلى بيوت ربنا نبكي بين يديه نصطمط رحماته نتعلم هداه كيف تكون حالنا يومئذ إذا أصبحنا كل ليلة طول العام نتعلم الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة كيف لا نصبح علماء ربانيين حكما لا نضع شيئا إلا في موضعه هكذا الآيات تتلو هذه المعاني وتكررها والمسلمون في غفلة كاملة أو أنا غالط هل بلغاكم في بلد ما في الشرق في الغرب في الوسط في الشمال والجنوب أن أهل البلد أخذوا على أنفسهم العمل بهذا الهدي إلهي والهدى الرباني وأصبحوا يجتمعون بنسائهم وأطفالهم في بيوت الله يتلقون الكتاب والحكمة كل يوم حصل هذا موجود لما ما يجل نسأل بلغنا الكمال في معارفنا وآدابنا وأخلاقنا الجواب لا ضاع كل شيء لو تطلع على عواتنا وتنكشف أمامك سوآتنا وتشاهد بغضنا وحسدنا وأمراضنا ولقلت هؤلاء ما بمؤمنين هو هذا الواقع كيف نستقيم كيف نصف كيف نطهر ونحن ما نتعلم نطالب بالمحال إذن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أولا قد تتلع عليكم آيات الله ثانيا نعلم يعلمنا المعلم الكتاب والمعاني الكتاب وهي الحكمة المحمدية وبذلك نعرف الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر وما يسم بالعبد وما يهبط به وزيادة أنه هذا المرب يزكينا يزكينا ما معنى يزكينا يعطينا شهادة تزكية أننا ربانيون يشهد بالباطل ما معنى يزكينا اقرأوا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم خذ من أموال المؤمنين صدقة من شأنها أنها تطهرهم وتزكيهم فالتزكية هي تطهير النفس وهل النفس فيها نجاسات قاذوات والله لأضع من الخرء والبول والقيح والدم والله لأضع وأشد ضررا إذن يزكيهم يعطه تلك النفوس مما يلي أولا من أوضار وأوساق الشرك والعياذ بالله والشرك ما هو الالتفات إلى غير الله النظر إلى غير الله الغفل والعراض عن الله ووضع الرأس والنفس والهم على هذه الحياة من يزيل هذا الأذى أو القذر إن لم يكن الموبي الحكيم بكتابه الحكمة نعم الغفل عن الله تود بحياة العبد من يزكيك هو الذي يزيل تلك الأوساخ والقادرات من أعظمها لالتفات إلى غير الله وهو الشرك بمظاهر الخفية والجلية ثانيا أمراض أخرى النفاق في النفس كيف يزال بما يعالج يعالج بهذا الحكيم الذي نجلس بين يديه يزكينا الأمراض التي نشكو منها الحسد البغض الغيرة العداء حب الذات حب النفس الكبر هذه الأمراض كيف تعالج والله ما تعالج ولا يشفى من العبد إلا بالمرب الحكيم الذي يتلو آيات الله ويعلم الكتاب والحكمة هذا الذي يقوى ويقدر على تزكية النفوس وهذا يا معصى والمستمعين لا يتم في اجتماع كهذا أهل كل حي في مسجدهم طول العام بنسائهم وأطفالهم بذلك تزكي النفوس وتطيب الأواح وتطهر وتتأهل الكمال الأخوى والدنيوي وشيء آخر كبره ألسنا نشكو من المقاطعات والعداء والتباعد عن بعضنا البعض وقلة الرحمة والعدام الأخوة وكل يعمل لنفسه غير مبال بجاره ولا بأخيه لا بقريب ولا ببعيد هذه كيف تزال كيف نصبح كأننا نفس واحدة وهذا هو المطلوب وهذا هو المفوض فينا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والصحر المسلم أخو المسلم أخو المسلم هل يوجد بين المسلمين الزنا وإلى لا أنا محتى وأنا في كرب وأنا في هم كيف يزن المؤمن بما آتي أخيه المؤمن أو بابنته أو أختي كيف يحطم كرامته ويقضي على شرفه ويديس وجوده يدوس بيديه واجليه هذا موجود وإلى لا أتوجد سرقات وتلصص وخيان وإجام والله خمت الدنيا بهذا بين المؤمنين لعل يواهم سيلوا المسؤولين عن السجون في العالم وما يجب بين المسلمين ما سبب هذا أسألكم بالله أننا ما ربينا في حجور الصالحين ما تعلمنا كتابا والحكمة ولا تليت علينا آيات القرآن ليلة نهار وطول عمرنا وامتداح حياتنا نعيش كما تعيش الحيوانات ورثنا كلمة مؤمن مسلم أو الصلاة وراثة فقط مع وجود إيمان أزيل ما هو بالقوي ما هو بالقادع لأن يرفعنا ويطهرنا ماذا ننتظر وكل يوم نتأخر مسيرة جديدة ما الحكمة ما الطريق ما السر ماذا نفعل أجيب قد يقول القائل يوم ما توجد الخلافة أنا قلت غير ما مر لو يسود عمر رضي الله عنه وهو يحكم ما يستطيع أن يفعل شيء إلا من طريقه أولا نسلم لله قلوبنا ووجوانا ونحقق أننا مسلمون حقا وصدقا فعدنا من حيث بدأ إبراهيم وإسماعيل لابد وأن نصري ونسمع لكلام الله طول عمرنا الليل والنهار والآيات تتل علينا فلم يبقى ملها ولا ملعب ولا ممسق ولا ولا هذه أمة إيد السماء إذا تعيش في بيوت الله تقضي ساعاتها في المزائع المصانع المتاجر تعمل بجد وصدق ولكن لابد من ساعات تتلقى فيها نوع الله ورحمة الله لتخرج من ورطة الجهل الذي يحمل على الحسد والبغض والعداوة وساع المفاسد والشهور نساؤنا كأطفالنا كرجالنا الكل تطلع عليهم آيات الله ويعلمون الكتابا وما يحويه من هداء والحكم وما تفصل وما تبيم المعارف التي تضمنها كتاب الله كما فعل رسول الله وأصحابه وأولادهم وأتباعهم ثلاثة تقرون ماذا نفهم من هذه الآية العظيمة اسمع اسمع إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت ويسألان الله تعالى أن يجعل في ذريتهما نبيا رسولا منهم مهمته يتلو يتلو عليهم آياتك أولا ويعلمهم ماذا الكتاب والحكم ثانيا ويزكيهم يطهرهم ترتفع هممهم ومرؤاتهم وكماداتهم الآدمية البشرية فيصبحون ككواكب في السماء ينيون الأرض وهل تحقق هذا والله تحقق طيلة ثلاثمائة سنة ما اكتحلت عين الوجود بأمة أطهى ولا أعدل ولا أرحم ولا أشد إخا ولا صفا من تلك الأمة من يوم أن أبعدوا القرآن عنهم وحولوه إلى الموتى وأصبح ما يسمع به المرء ولا يتلع عليه أخذ الظلام والظلام حتى لا صقنا بالأرض هل تذكرون أن القرآن في العالم ما يقع إلا على الموتى وإلى لا من يتحداني أروني من جلس مع أخي وقال لوجه الله أسمعني شيئا من كلامي ربي هاتوا وإن وجد واحد أو عشر هل يكفي في إصلاح ألف مليون ماذا نصنع بهذه الآية يتلو عليهم آياتك معناه إذا لم نسمع آيات الله ولم تتل علينا ولم تقرأ يجف إيماننا ويبس ما نستطيع أن ننمو بل يتصلط علينا دخان الشياطين فنهبط لأن الله قال المناعة كل المناعة في تلاوة القرآن عليكم وفي سماع كلام نبيكم أين نعيد الآية من الأخرى احفظوها اسمعوا هذا البلاغ الإلهي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وتخرجنا نحمل الشهادات وتولينا المناصب الكراسي هذا واقع هذه الأمة والله لهو ونشكو نتألم كيف ما نرجع إلى ديننا كيف ما نعود إلى كتاب ربنا لما لا نحكم شاء الله لما نبعد هذه الشريعة ونعترض عنها القوانين ونسينا العلم ما هي أخذنا من قبله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أولا من أهل الكتاب وإلا مؤم جهال علماء اليهود والنصارى المتخصصون في إفساد قلوب المؤمنين وإطفاء نور الإيمان بينهم جلسنا بين أيديهم بعثنا أولادنا قرأوا وتعلموا وتخرجوا من أكثر من خمسين سنة أليس ذلك هو الواقع الله ماذا يقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين من يقول لا ما يستطيعون هذا خبر حكم وإلا لا ثم ماذا قال بعد ذلك وكيف تكفرون تعرفون التعجب وإلا لا اسمع العجائز يتكلمنا على الكلام كيف كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم أصوله المناع الوقاية لو كنا بصار وعرفنا هذه الآية من خمسين ستين سنة كنا أولادنا لما نبعث بهم إلى روسيا إلى بلغاريا إلى غسلافيا إلى إيطاليا أصبانيا إلى أمريكا لأننا وجدنا أنفسنا غير متعلمين نحتاج إلى العلم الصناعي لننهض به لما نبعث البعث خمسين ستين طالب تبات أولا إلى أين إلى ألمانيا ألمانيا قالت تفضلوا نتقبل بنظام أبناءكم ليتعلموا أو الطب وإلى الكيميا وإلى الهندسة وإلى الطيران لما نبعث هذه البعثة نبعث معها إماما من أئمة الهدى والقوان والبصيرة ونتخذ لهم سكنا خاصا ومن ذلك السكن غوف أو غوف لأداء الصلاة الصلاة الغمس والإمام يصلي بهم ويتلو عليهم صباح مساء القرآن الكريم هذه المناعة يدخلون يجلسون بين يدي الكافر قد يلوكوا بلسانه يعمل بكلمات المناعة موجودة يصغون يسمعون وقلوبهم لا تفقوا فيما يقول ويتعلمون المادة المادية التي يتعلمونها لا دخل أبدا لقضية الإسلام وإلا غيره في القلوب فيذهبون ويعودون علماء صناعة وفي نفس الوقت أنوارهم تغمرهم عرفتم أما كيف فعل المسلمون كيف بعثوا أولادهم من ساعة ما يدخل ينغمس في أوضار الباطل والشر والخبث والفسد يأكلون الحرام يشربون الحرام يشاهدون الحرام ما تمضي عليهم سنوات وقد عموا وفقدوا إيمانهم حتى إذا عادوا يعودون منافقين إذا وجدوا الأمة أو الدولة مسلما يراوغون وينافقون فقط وقلوبهم مظلمة كيف هؤلاء يسوسون ويسودون هل عرف السامعون هذه الحقيقة والله لك ما تسمعون هذا كلام الله هذا نور الله وإدايته وإن الآن هل تفطنوا أيضا ما تفطنوا الآن العمال الذين يشتغلون في بلاد الكفر جاءهم جماعات من الدعاة عوام استطاعوا أن يردوهم إلى الإسلام أصبحوا يصلون ويتوكون الخمر على الأقل والفجوع إذن يكفي الآن نتلو هذه الآية وتلك يقول تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك كيف يتلو عليهم يقرأ عليهم ولا لا مرة واحدة تكفي طول يتلو دائما هذا النور إذا انقطعنا موت يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يشرح لهم القرآن ويبين لهم السنة حتى يصبح علماء رجالا ونساء كبارا وصغارا وفوق ذلك يزكيهم لا بد من عالم ربان في مسجد الحي أو مسجد القارياء ذو بصيرا يعالج ما في القلوب ما يرسل المعاني فقط يوجه إلى النفوس يزكي هذا من بخله هذا من حسده هذا من كبرياء هذا من مرضه كذا وكذا يوما بعد يوما حتى تزكو النفوس وتطيب أما أنه يشهر كذا فالواقع شاهد ما يحتاج إلى برهنة والآن مع قول الله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم هذه وسيلة وإلى لا كما توسلوا بالأمس أنت الغفور الرحيم أنت السمير العليم أنت العزيز الحكيم فحقق طلبنا ثم وراء ذلك العزيز الغالب الذي لا يغلب العزيز الذي لا يمانع في شيء أراده أبدا القاهر الذي لا يعجده شيء الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الحكيم من هو الذي يضع الشيء في موضعه العوام قديما يسمون الطبيب الحكيم تذكرون هذا ولا لا يسمون الطبيب الحكيم ما نعرف كلمة الطبيب قوله جاء الحكيم لما لأنه يضع الدواء موضع الداء يضع الدواء موضع الداء ولا لا أو الدمل في يده يضع الدواء في رأسه أو في رجله هذا حكيم هذا هذا أحمق الحكيم الذي يضع الداء موضع الدواء يضع الدواء موضع الداء ليشفى المريض بإذن الله إذن الحكيم منا هو الذي يضع الشيء في موضعه مثلا الآن في مجلس الذكر والعلم لو يدخل أحدهم أصبعه في أذنيه ويقوم يؤذن هذا أحمق وإلا حكيم الآن وقت أذن أسكت ما هو يؤذن يغني يا ليلى يغني هذا وضع هذا في موضعه هذا حكيم إلى أحمق أحمق إذن وعلى هذا فقيس من كان يضع الشيء في موضعه النجاس في موضع النجاس والطهار في موضع الطهار والصدق في موضع الصدق والوفاء في موضع الوفاء والصدق في موضع الصدق أيضا ذاكم هو الحكيم فبما أنك عزيز حكيم لا يعجزك شيء وتضع الشيء في موضعه إلا فابعث منهم رسولا من أنفسهم مهمة كذا وكذا لأنك القادر على ذلك والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه توسل إلى الله بصفتين عظيمتين تدلان على المطلوب وتحققه وهذا من حكمتهما في دعائهما ما قال إنك أنت الغفور الرحيم هنا ما يتلأم هذا قال العزيز القادر القوي على كل شيء الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه هؤلاء أبناؤنا وذوريتنا خلقتهم ابعث فيهم كذا وكذا من أجل أن يكملوا ويسعدوا ونحن نسعد بأولادنا ونكمل إذا سعدوا وكملوا وأخيرا يقول تعالى هذه الحصيلة تبقى إن شاء الله في أذهانكم مستعدون إذا جلستم بعد الأكل من يقرأ علينا شيئا من القرآن ونسمع ونبكي عرفتم ثم نقول من يفسر لنا هذه الجملة من كلام ربنا ما المقصود منها ما المراد منها ما المطلوب كذا وكذا كيف عرفت هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم جمعنا الكتاب والحكم وإلى لا ومن يزكين منكم سبق لي أن قلت وكتبت لما فقدنا المربيين هبطنا قلت من الجائز أن اثنين عدنان أعبعان يتعانقاني يا فلان أنا أخوك في الله أسألك بالله العظيم أن تلاحظ سلوكي مشيتي كلامي منطقي أكل حركاتي ولا ترى خللا أو ضعفا أي ما يتنافع مع هدي الله ورسوله إلا نبهتني إليه وذكرته لي وذكرته لي وهو يقول وأنا أسألك بالله أن تكون مثلي ما رأيت في خللا في عقيدتي في خلقي في سلوكي في حركتي إلا نبهتني لذلك ثم يسيران على هذا المنوال شهرين عام عامين كيف يكونان والله لا طهو تمام الطهر وتهذبا ونقت وصفت قلوبهما بهذه المناعة ورعاية هذا إذا لم نجد فكيف إذا وجدنا من يجلس بين أيدينا كل ليلة وطول حياتنا ويزكينا ويطهرنا من أين يأتي الخبط أو النجس أو الضعف العجز هل يمكن طهو وصفا بدون هذا الطريق والله ما كان ولن يكون لو كان لذكر إبراهيم لرب هذا ما فيه إلا هذا فقط يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم أنت يا بني ما حافظت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لماذا إذن ما تحب لأخيه كذا لماذا غضبت أو كرهت وحسدته وضع يده عليه وإلى لا وهكذا ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا أحد من يرغب عن ملة إبراهيم لعلكم ما أطمئننتم إلى ما سمعتم فيكم من يرغب عن ملة إبراهيم أعوذ بالله اللهم إلا من سفها نفسه أرأيتم ملاءمة الآيات وإلى لا ملة إبراهيم شرحت لنا وبينت في تلاوة آيات لا إبراهيم كان يتلوها في تعليم أبناء الكتاب والحكمة في تزكية أبناء وأفراده وأسرته وإلى لا ذي هي طريقة إبراهيم هي من يرغب عنها الجواب لا أحد اللهم إلا من سفها نفسه ما معنى جاه لا جمسه ما عرف نفسه لا إنسان ولا حيران ولا ميت ولا حي أما من عرف نفسه وأن في حاجة إلى الطهر والصفاء إلى السعادة والكمال هذه النفس البشرية الزكية الطاهرة إذا ما جهل يبحث عن عوامل تزكيتها تطهيرها تربيتها تنميتها متى تحل المكان الأعلى والمقام الأسمى فهو معني بها أما الذي جهل نفسه ما عرفه يصب عليه أطنان الزبل في كل يوم ولا يبالي يقول الباطل يفعل الباطل يعتقد الباطل يقول يفعل لأنه ما عرف نفسه لأنه ما سمع حكم الله في هذه النفس ونحن قد عرفناه ولكن العوائق والمعطلات أما سمعتم حكم الله قد أفلح من زكا نفسه وقد خاب وخسر من دس نفسه اسمع هذا الحكم الإلهي أقسم الله عليه بكذا قسم ما رأينا لله في كتابه أقسم أعظم هذه وأكثر عشرة وجواب القسم قد أفلح من زكاها من هي هذه النفس لأنه سابق في الكلام ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها متهيئة للفجوة وللتقوى مستعدة زكيها تزكو خبث تقبث قابلة ذي سنة الله فيها ما هي معصومة كأواحي الملائكة ولا كأواحي الشياطين لا يدخلوا هودا ولا نور هذه قابلة للتزكية والتطهير وللتلويت والتقبير إذن قد أفلح من زكا نفسه كيف نزكيها بما نزكيها علمنا يا شيخ ارحل إلى العالم الفلاني واجلس بين يديه أربعين يوم لا أربعين سنة حتى تتعلم كيف تزكي نفسك أدوات التزكية كثيرة كيف تستعملها ما هي أوقاتها ما هي ضغفها كيف وكيف لابد من هذا قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه فأمين معنى أفلح وإلى لا آه فاز بماذا بالمناصب العالية الآن فلان أفلح فاز نجح حص على ماجستير دكتورة في كذا ونتبادل التهان يا فلان نجحت تبهتم فلان الحمد لله نجحت في فرح كبير نجحت كيف لأنها حصلت على شهادة غدا تصبح موضضة هذا في الذكران لا بس لكن وفي الإناث نخلد دياء والمنازل والبيوت ونعميها بالشياطين ونترك البنات والنساء يشتغلنا كاليهوديات والنصرانيات مع الفحول ذي وحدها ضربا من ضربات قاسية بأيدي من الذين تعلمنا عليهم وآطعناهم فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين لا إله إلا الله من يرغب عن ملة إبراهيم القائمة على لا إله إلا الله تعفون دعامتها للملة لا إله إلا الله لا يرهب لا يخاف لا يحب لا يكره كل شيء تحت هذا النظام أنت مومن تحب ما أحب ربك وتكره ما كره ربك من كل أسباب وألوان الحياة هذا أهل لا إله إلا الله أما أن يحب ربك الشيء وتكره أو يكره الشيء وتحب عاديت الله خرجت من طاعته أعلنت الحرب عليه من يفلح من هذا النوع ولا أحد الله الله ملة إبراهيم هي أن يعبد الله بما شرع ما هي ملة إبراهيم التي كان يعيش عليها ودع البشرية إليها ما هي دلوني عليها أن تعبد الله وحده بما شرع فإن أنت قسمت قلبك ووزعت نفسك تعبد مع الله فلان وفلان انهار البناء وسقط كل شيء تعبد الله بهواك وبيا ما تمليه الشياطين وتقولنا أراك ساجد عبد ما ينفع لا بد وأن تعبده بما أحب أن يعبد به من الكلمة إلى الحركة هيا بنا نتأكد من هذه الكلمة ما هي ملة إبراهيم ما هي ملة إبراهيم هي معنى لا إله إلا الله أإذا معبود يعبد بحق إلى الله ويعبد من طريق رسول الله هو الذي يبيلنا كيف نستعمل العبادات كيف نغتسل كيف نصلي كيف نحج كيف نصف في الصلاة والجهاد كيف نتصدق كيف نمنع كيف نحب كيف نكره لا بد من رسول الله فلاحظ الملة كاملة تحت لا إله إلا الله محمد ناصر الله بالعقل إذا قلت لكافر أتشهد أن لا إله إلا الله قال كيف أشهد قال انظر من خلقت من خلق أمك وأباك من رفع السماء من أنهار الحياة من أوجد هذه الأغلية ووو من ما أدري الله عرفت الآن الله وإلا لا هل هناك من يستحق أن يعبد معه الجواب لا إذ هو وحده الخالق ورازق المضبع إذن قل أشهد أن لا إله الله قال أشهد أن لا إله الله إذن هيا اعبده إذن ما دمت علمت أنه لا معبد له اعبد يقولك دلني كيف نعبد لابد وأن تعلمني كيف أعبده وبما أعبده فحينئذ تضطر إلى أن تأتي بكلمة وأن محمدا رسول الله إذ هو الذي يعلمك كيف تعبد الله وبما تعبده وهذه ملة إبراهيم أن نعبد الله وحده بما شرع لنا من أنواع العبادات وهي قلبية وجوارحية كما علمتم وبذلك نكمل وناسعد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ما معنى سفيها جاهلها ما عطلها قيمة ما عرف نفسه ككل الكافين والله يعيشون بدون نفوس لو عرف نفسه لا عزها وأكرمها لا يهينها ويمزقها وقوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخر لمن الصالحين بشرك يا إبراهيم تعرفون عن إبراهيم الآن أولاد المؤمنين من بنين وبنات الأطفال الصغار كلهم الآن حول إبراهيم هو راعهم يحفظهم إلى يوم القيامة منزل في دار السلام إبراهيم الخليل كل أولاد المؤمنين والمؤمنات يؤتى بأرواحهم عند إبراهيم كيف هذه الأرواح الله يعلم في أشكال في صور في هياكل الله يعلمها أما قال الرسول في ولد إبراهيم وله مرضع خاص عند إبراهيم وفي دعائنا الأطفال نقول اللهم ألحقهم بسلف الصالحين في كفالة إبراهيم أبيهم إبراهيم هذا إبراهيم الأب الرحيم ماذا يقول تعالى عنه ولا قد اصطفينا ما معنى اصطفينا هو اصطفى الشيء أخذ صفوته كما تصطفي العسل أو الطعام الصالح اختيار الشيء وأخذ صفوته وصفاه اصطفاه من الله عز وجل من ملايين البشر على عهده من أهل الشيء والباطل والكفر اختاره وحمله أمانته هذا وفي الآخرة لمن الصالحين منهم فقط لا إله إلى الله من الصالحين وإلى لا من هم الصالحون كلنا منهم تزعم هكذا أسمع أسمع آية مواكب دار السلام ومن يطع الله والرسول أبيض أحمر أسود عرب عجل انتبه ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إبراهيم مع الصالحين من الصالحين من الصالحين من هم الصالحون سيد عبد القادر مولاي إدريس سيد عيداروس ما كنا نعف الصالحين والله إلا الذين ماتوا دفنوا وبنوا عليهم القباب الخضاء والبيضاء ووضعوا الستائر وكذا وتصرف لهم كذا هؤلاء هم الصالحون أما أهل البلاد كلهم فاسدون لطيفة هذه كررنا قلنا هيا قبل 40-50 سنة قبل تنتشر هذه الدعوة والله العظيم لو دخلت القاهرة المعزية ذات الملايين ولقيت أول مصري قاهري أنا غريبة جيت من بلاد بعيدة دلني على ولي من أوليي هذه البلاد والله ما يأتيك إلا قبر إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضى يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات قول ربنا جل ذكر ومن يرغب عن ملة إبراهيم أتدرون ما هي ملة إبراهيم إن ملة إبراهيم الإسلام الذي أكرمنا الله به وأضفى علينا نعمه به وأصبحنا أحياء نسمع ونبصر نعقل ونفهم ناخذ ونعطي لكمال حياتنا بالإسلام يقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام فكل ما لم يكن الإسلام فهو دين باطل ما معنى باطل لا يزكي النفس البشرية ولا يطهرها وسعادة الآخرة متوقفة على زكاة النفس وطهارتها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كل ما كان غير الإسلام من الملل والنحل والأديان فهي باطلة أهل فهم الأبناء معنى باطلة المعنى الأول أنها لا تزكي النفس والله الذي لا إلى غير لو تعبد الله باليهودية بكل ما فيها من عقائد آداب أخلاق شرائع والله ما تفعل في نفسك شيئا من النور والطهر والصبع لو تطبق المسيحية أو النصانية بكل قواعدها وأهدافها ومبادئ والله لا تفعل شيئا إذن فما دون اليهودية ونصانية وهما بدعتان ابتدعها المبطلون أي من لأخرى تزكي النفس وتطهرها لم يبقى إلا الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ما السر فيها لا السر في هذا يا معاشر المستمعين والمستمعات أن الله تعالى الذي جعل الماء يروي الضمآن والطعام يشبع الجوعان والحديد يقطع الصلبان هو الذي إذا شرع كلمة لعبده يقولها ما إن قال هذلك العبد إلا وانطبع أثرها وانعكس على نفسه لو شرع تعالى لنا أغنية وحاشاه فتغنينا بها إيمانا به وطاعة له وانقياد لأمره لا أوجدت تلك العنية أثرها في نفوسنا بالتزكية والتطهير هذا مثال فما لم يشرعه الله من اعتقاد أو قول أو عمل هيهات هيهات أن يحدث في النفس زكاة وطهر من باب المحال إذن فإذا عبد الناس الله بعباد ما شرعها ما هي النتيجة التعب فقط أما أنها تزكي نفوسهم والله ما تزكي النفس من شأن الله يسألونك عن الروح قول الروح من ربي هو الذي إذا شار على كلمة أو جرية بين الصفا والمروى تحدث تلك أثرها في النفس إليكم مثلا محسوسا أليس هذا بيت الله بلا لو أن أحدنا قال لأطوفن لله بالمسجد النبوي سبع أشواط وأخذ يتردد من غربه إلى شرقه والعرق والتعب وهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله هل يحدث هذا الطواف في نفسه شيئا من الزكاة أو الطهر والله ولا قرام واحد بذل جهده طاقته الجواب هل الله شرع هذا وقال وليطوفوا بمسجد رسولنا ما ما يحدث شيئا ونعود إلى واقع الحياة شرع الله جل جلال وعظم سلطانه في إسلامه الذي أوجده لعباده أبيضهم وأصبرهم شرع قطع يد السارق إذا سرق العاقل البالغ المكلف أما طفل صغير أو مجنون فلا شأن لهما والقصاص سارق سارق تغطع يده هل تنتج هذه العملية شيئا الجواب تؤمن أموال المؤمنين والمؤمنات ما ما إن يسرق السارق ويقام عليه حد الله فتغطع يده وتعلق عند باب المسجد يكف كل من في قلبه رغبة في أن يسرق مال الناس ويتحقق أمن والله ما ما يتحقق حتى ولو جعلت عند باب كل بيت عسكريا في يد هذا الشاشر لو استعملت ما استعملت من الوسائل لتأمين أموال الناس والله ما تحقق ذلك ولن يتحقق إلا بهذا الذي وضع الله من قانون حد السائق هذا مثال فكيف إذن بشأن الروح وهي خفية من يستطيع أن يطهر أو يزكي بما يوجد لها من أغاني من أذكار من تسابيع من حركات من من لن يستطيع أحد فمن راغب في تزكية نفسه فليتعلم عن الله ورسوله الأعمال التي تزكيها وعلى شرط أن يكون مؤمنا موقنا بها وأن يؤذيها كما وضعها الشارع فإن زاد فيها بطل مفعولها نقص منها بطل مفعولها قدم جزء وأخ آخ بطل مفعولها لابد أن تؤدى أداء صحيحا سليما كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المستمعين والمستمعات هل فهمتم هذه المسألة في أذهانكم لو يجتمع علماء الملا على أن يخترعوا على أن يبتدعوا لنا عبادة جديدة وأخذنا نأتي ونفعلها هل يمكن أن تزكي هذه العبادة أنفسنا والله ما زكتها أبدا فلهذا اسمع أبا القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول من عمل عملا ليس عليه أمنا فهو رد ويقول كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة ما معنى ضلالة من الضلالات تضل صاحبها وتسوق في متهات ولا تنتج له عملا يزكي نفسه إذن ونعود معاشر الأبناء إلى قول ربنا ومن يرغب عن ملة يبراهيم عرفنا هذه الملة إنها والله للإسلام أي إسلام القلب والوجه لله إن قياد في الظاهي والباطل لله استسلام كامل قال صم صمت قال أفطر أفطرت قال حج حججت قال أعطي أعطيت قال اسكت سكت هذا هو الانقياد هذا هو الإسلام بحيث لم يبقى لك حق في الاختيار إن شئت فعلت وإن شئت لا هذا والله ما هو بالإسلام فمن أسلم قلبه لله فأصبح قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضى الله هذا همه وأسلم وجهه فلا يرى إلا الله حيث وجهه يتجه قال نام ينام قال قم يقوم أليس هذا شأن المؤمن المسلم هذا هو المسلم من يرغب عن ملة إبراهيم لا أحد اللهم إلا من جهل قدر نفسه ما عرف لنفسه قيمة ولا قدر هذا يرغب عن ملة إبراهيم ويطلب ملة الشيطان والشياطين ما زلت أقول للسامعين والسامعات إن ملة إبراهيم هي الإسلام وهو دين الله في الأولين والآخرين إبراهيم يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه وصىه بماذا بالإسلام يعقوب جمع أولاده وهو في سكرات الموف قبلها بدقائق يا بني يا بني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون يوسف فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح نوح عليه السلام افهموا والله ما وجد نبي ولا ولي ولا عبد صالح إلا ويسأل الله الوفاة على الإسلام إذن رغب اليهود والنصارى حيث ابتدعوا اليهودية والنصرانية ورغبوا بذلك عن ملة إبراهيم كيف ترونهم سفها وإلا رشدا والله لا سفها يلغبون عن ملة إبراهيم وهم يعتقدون كماله واصطفاءه ورسالته ونبوته وواء ويلغبون عنه ويحدثون بذعة اسمها اليهودية الله يقول من صورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إذن هل بينكم من يغب عن ملة إبراهيم أعوذ بالله أعوذ بالله لو نعطى الدنيا بما فيها والله ما أغبنا عن ملة إبراهيم ما هذه الملة إنها الحنيفية المسلمة الطاهرة هي معنى لا إله إلا الله لا عيسى ولا مريم ولا 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 العزير ولا فلان ولا فلان ما هو إلا الله الواحد الحد وهكذا ندخل في رحمة الله بكلمة أشهد ألا إله إلا الله على علم والله على علم إنه لا يوجد في العالمين من يستحق أن يركع له ويسجد أبدا إلا الله إن وجدنا في العالم من يخلق من لا شيء ويرزق من خلق ويدب حياة المخلوقين إن وجدتم من هذا وصفه فاعبدوا وهل نجد كل الخليق مخلوقا مربوبا والله أدارا فكيف يعبد مخلوق مع قالب مربوب مع رب إذن كيف وجد الكفر لأن الشياطين تدعو إلى ذلك الشياطين الشياطين هي التي تدعو إلى الكفر بالله ولقائه إذن فنحمد الله أننا والله لا نغب عن ملة إبراهيم لا نغب بملة من الملل ولا بنحل من النحل معنا لا إله إلا الله إذن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ثم قال تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا من هو هذا الذي اصطفى إبراهيم الله جل جلاله هو المخد عن نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ما معنى اصطفيناه انتقاه انتقاه اشتباه اختاره صفا كان العالم يأفيض بالشرك والباطل يعبدون الكواكب يعبدون الأبقار يعبدون النجوم يعبدون التماثلة نحاتها وصوروا وإبراهيم مصطفاهنا من تلك الأمة العريقة في الشر والباطل واجتباه واختاره وصفاه وأصبح وليه الحق وأوحى إليه شرعه وبعثه إلى الخليق يدعوها إلى لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله من اصطفى إبراهيم الله جل جلاله اصطفيناه في الدنيا وفي الآخرة كيف حاله وإنه في الآخرة لمن الصالحين ما معنى الآخرة يا شيخ الحياة الآخرة وهل هناك حياة أونى هذه التي نعيشها وتحياها الخليقة ذي حياة وإلا موت حياة فيها سمع وبصر وطعام وشراب ونكاح ولباس حياة وإلا لا إذن وتنتهي أو لا تنتهي شاهد يوميا الملايين تحت الطراب هذه الحياة الأولى والحياة الآخرة يحذف لفظ الحياة ويكتفى بالآخرة معروفة وإنه في الآخرة لمن الصالحين منهم من هم الصالحون دع إخوانك يتأمل ليفهموا لا تستعجل هذا عبد فتح الله عليه يسمع فيحفظ إن شئتم يأتيكم بدرس من دروسنا من أربع سنوات حتى اللهجة أيضا يمثلها هذا فضل الله يؤتي من شئ فلهذا ينازعون إذن الصالحون اسمع حكم الله في هذه البشرية يقول تعالى من صورة النساء من كتاب الله القرآن العظيم الذي نسخ به كل الكتب السابقة يقول تعالى ومن يطع الله والرسول من منكم يحفظ هذه الجملة والله خير له من مليون ريال إذا حافظها وفهمها وأرتفع مستواه فوق هذه البشرية الهابطة ومن يطع الله والرسول من الرسول هنا والله لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن أهل هنا للتعريف وللعهد ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون لأن من من ألفاظ العموم أبيض أسود عابي أجمي في أي جنس من ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم معهم لم يخرج منهم أبدا في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم أهل القاموس أنعم عليهم بالذرية والأولاد بالأموال بالجاه العريض الطويل أنعم عليهم بالشرف أنعم عليهم بالبيتول بالصناع أنعم عليهم بمال لا تقل بدون حفظ أنعم عليهم بنعمة الإسلام أسلموا قلوبهم ووجوهم لله تلك هي النعمة ونحن نقول في كل ركع إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عرفتم هذه النعمة بدأنا الدرس بأهلنا كنعمة أعظم من نعمة الإسلام البشرية تعبد الشياطين والأهوى والفروج والدنيا والتكالب وأنت تعبد الرحمن الذي لا إله إلا هو أي نعمة أعظم هذه البشرية تعيش في الخبث والنجس وأنت طاهر نقي صافي ظاهرك كباطنك أي نعمة أكثر من هذه مع الذين أنعم الله عليهم بالإسلام وهو إيمان وإحسان عاف الأبناء والإخوان هذه النعمة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثم بيّن لنا مواكب هذه النعمة قال من النبيين هذا موكب والصديقين موكب ثاني والشهداء موكب ثالث والصالحين موكب أرامة سبحان الله من حيث الظاهة أفضلهم النبيون يليهم الصديقون فالمعتب الثالث الشهداء والرابع الصالحون والله ما كان نبيا إلا صالحا ولا صديقا إلا صالحا ولا شهيدا إلا صالحا إذا فالبيت الجامع الصلاح إذا الصلاح من من يلغب أن يكون صالحا لك أن تكون صديقا لك أن تكون شهيدا لك أن تكون صالحا إلا نبيا لا ما تطمع ولا تسئل الله لو وجدنا شخصا يقول يا ربي جعلني نبيا طول لليل يبكي نقول أنتك تكلفت ما ليس لك لو تدعو الله مليون سنة والله ما نبأت خاتم النبوات وانتهت والنبوة ما تأتي بالطلب الله يصطفي ينظر إلى من هو أهل ويؤهله حتى يصبح أهلا يتلقى المعابث الإلهية بقلبه إذا من منكم يلغب أن يكون صديقا أين أبو بكر ما حذر من يود أن يكون صديقا كلنا ذاك إذن فإليكم تعاليم الرسول من الليلة فقط اعزم وصمم وتوكر الله ما يمضي عليك زمن لا أدري كم إلا وأنت مسجل في ديوان الصديقين ونشاهد ذلك فيك أيضا اسمع الرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم عليكم يخاطب من أمة الإسلام الأمة الحية التي تسمع وتبسل الكافر الميت المشركة عليكم بالصدق أي إلزموا وحافظوا عليه والصدق يكون في القول والعمل والاعتقال ما هو في القول فقط وإن كان الله صدق فلان في قوله وصدق في عمله عليكم عليكم بالصدق هذا رسول الله يقول لنا عليكم بالصدق لزموا حافظوا عليه تحظوا إياكم والكذب فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن البر يهدي إلى الجنة تفهمون معنى يهدي لما قل لك أين بيت فلان تعال وصلك لي هذا هداني ولا هذا معنى هداية البر يهدي إلى الجنة ولا يزال المرء يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صدق بدأتم من كم سنة أو من الليلة لا شك أن فيكم من بدأ من زمان ومن أن بدأ أمس أو غدا الموكم ماشي ما يرد أحد عليكم بالصدق يلزموا فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة قطعا ولا يزال المرء ذكرا أو أنثى يصدق ويتحر الصدق يطلبه تبهتم ويبحث عنه حتى يكتب عند الله صدق أصبح في الموكب الثاني وإلى بعد النبيين من يريد منكم أن يكون شهيد في الشهداء هذه اللهم اجعلوا منهم هذا طماء مثلي اللهم اجعلنا وإياك منهم سمعتم من يريد أن يكون شهيد هذا المقام مقام سامي ولكن باب الله مفتوح أولا انوي في قلبك صادق النية أنه إذا قام جهاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت بيعة مؤمن رباني يقود الأمة إلى صفاء الحياة وطهارتها أنك ترمي بنفسك هذه النية أكدها ما إن ناد منادي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن جاهد عباد الله لإنقاذ البشرية وتطهيرها وتصفيتها إلا وأنت معه ثانيا إسأل الله تعالى الشهادة في صدق كلما دعوت الله قل اللهم اجعلني شهيدا اللهم اكتب لي شهادة في سبيلك اللهم اجعلني من الشهداء اللهم اوزقني شهادة في سبيلك عمر ما كان يسأل هذا من عجيب عمر كان يقول اللهم اني اسألك موتة في بلد رسولك وشهادة في سبيلك فتعجب بنيته أمي من هي حفصة بنت عمر كيف يا عمر كيف يا أبتا تسأل الله شهادة وتموت في المدينة المدينة مدينة الآن إسلام كيف تحصل ألا شهادة في هذا يقول لا اسكت يا بنيته فضل الله عظيم واسه واستجاب الله لعمار وطعينا طعن نجلاء وهو في محراب رسول الله يصلي بالمؤمنين بين عداء الله آية شهادة أعظم من هذه من طعنه مجوسي من عبدة النار أبو لعلو كان مملوكا عبدا للمغير بن شعب كسائل العبيد الذين يحصلون عليهم بالجهاد ولكن الحزب الوطني الذي ما إن رأى الإسلام يغمر تك الديار حتى تكون لينتقم من الإسلام الذي كسر عشر كسر عرش كسر وأطفأ نار المجوس وظهرت أول طلقة هي هذه وما زال ذلك الحزب يعمل إلى الآن إذن سبحان الله عما يقول رب أسألك شهادة في سبيل وموت في بلد رسول كيف تحقق هذا تحقق وإن لا تحقق الله رضي الله عنه وأرضاه إذن فمن سأل الله في صدق الشهادة يقول الرسول صلى الله الماء بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه الصدق فقط أولا النية إذا ناد منادي إمام المسلمين أن حي على الجهاد أرتم فيها ما ناد منادي ماجه جهاد حق كما هو واقع اليوم أنت ابق على نيتك واسأل الله أن يكتبك في عداد الشهداء مع هذه النية وهذا العزم ولو ميت على فراشك أنت من الشهداء إذن هذه إن شاء الله حصلنا عليها كالأولى الثالث والأخيرة نريد أن نكون من الصالحين الذين نسلم عليهم كل ما نصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كل ركعتين ولا طول الحياة وهذا اللفظ يشمل كل صالح في الأرض والسماء ولا يشمل الفاسد والمفسدين في الأرض أو في السماء وهل في السماء مفسدون الشياطين كيف نكون صالحين يا شيخ هذه صعبة لا أبدا هذه أسهل وهي أنك تؤدي حقوق الله وافية ما تبخس الله ولا تنقص حقا من حقوقه وهي أن تعبده وحده لا شريك له هذا حق الله أن يعبد وحده بما شعع من أنواع العبادات هذا حق الله ثانيا حق عباد الله فلا تبخس مرتك حقها ولا ابنك ولا أباك ولا قريبك ولا بعيدك ولا أي إنسان أبيض أسود كافر موم لا تنقص حقه تؤدي حقوق العباد وافية لا تنقص منها شيئا بذلك أنت في ديوان الصالحين أصبحت دون النبي ولكنك صديق وشهيد وصالح مع أن الكل يعود إلى زمرة الصالحين وهذا إبراهيم ماذا يقول تعالى عنه ولقد وقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لا من الصالحين ثم قال تعالى إذ قال له ربه أسلم رب من رب إبراهيم هو الذي قال أسلم إيه نعم تذكرون تلك المناورة ولا أقول مناورة ولكن أقول تربية ربانية من صورة الأنعام يقول تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أذكو يا رسولنا أذكو أيها المؤمن هذه الحادثة الجليلة إذ قال إبراهيم لأبيه آزر لأبيه أو عمه أبيه العجيب يوجد من المفسرين من يقولون أبوه ويستسيغون هذا نقلا عن أهل الكتاب يقولون عمه الله يقول أبوه أن تقول عمه ما يستحي العبد أن يقول هذا حتى لو عرفت أن عمه ما دام الله قال أبوه تخالف قولا الله أعوذ بالله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آليا يعتب عليه يوبقه يؤذبه ينكر عليه هذا الاستفهام أتتخذ أصناما آليا تعبدها إني أراك وقومك في ضلال مبين هذه كلمة إبراهيم بعد اصطفاء الله له إني أراك وقومك في ضلال مبين قال تعالى وهو الشاهد وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الله هو الذي ربه هو الذي نمى هو الذي رقاه من حال إلى حال وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل أرآ كوكبا قال هذا ربه فلما جن عليه الليل غطاه بظلامه قال أرآ كوكبا سوان الظهر وإلى المريخ وإلى كوكب مشرق قال هذا ربي أفل غاب قال لا أحب الآفلين كيف ربي غيب ما أريده فلما ألقم بازغا طلع القمر قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظهرين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين هكذا رباه ربه وترق به انتهي الحقيقة إذن إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلم ماذا شات وإلا بعير أو أمانا ودرهم ودنانير أسلم قلبه لله ورجعه فكل أعماله لله وهذا أيضا نحن عليه وإلا نسيتم هل فينا من يتزوج لغير الله أو يطلق لغير الله أو يبني لغير الله أو يهدم بنا لغير الله أو يسافر لغير الله أو يقيم لغير الله ما يوجد إذ نحن المسلمون لا نأتي ولا نذار إلا لله لأننا وقف على الله مضى هذا فينا يوم ما نزل قول ربنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما مات لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنت لماذا عفيت لحيتك لله وأنت لماذا حلقت لحيتك يقول لله لا والله فضيحة هذه ما يقول لله أنت لماذا تشرب هذا الكاس الماء لله لأحفظ حياتي وأنت لماذا تشرب كاس الخمر يقول لله لا إله إلا الله إذن الحمد لله أنتم من المسلمين حياتنا وقف على الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمعت وأنا من المسلمين هيا بنا إلى مزرع نجد فلاح في يده المسحات وهو يضرب بسم الله في الأرض لم يا عم لله كيف لله الله أمرك بهذا قال نعم أنا أفلح هذه الأرض من أجل أحصل على قوتي وقوتي أهل بيتي لنعبد الله لأننا إذا ما تقوتنا متنا ما نعبد الله فلابد أن نعمل لله وهكذا ذو الصناعة في صناعة وكل مؤمن عاف أولا عاف فإن حياته كلها وقف على الله عز وجل والذي أبعد المؤمنين والمؤمنات عن هذا الطريق لأنهم ما عاف والله ما عاف أما من عاف شرف وأخذ في طريق الهداية فما أحوجنا إلى العلم عدنا من حيث بدأنا وإلى لا ما أحوجنا إلى العلم وهذه دعوة إبراهيم بالأمس ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يفعل معهم ماذا يوفي لهم الخبز واللحم والمرق وابعث فيهم رسولا منهم ماذا يصنع يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم إنك أنت العزيز العاكم سألوا الدنيا تخبركم عن أصحاب رسول الله وأحفاد أبنائهم وأحفادهم طيلة ثلاثمة سنة أو ثلاث قرون والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أطهى ولا أصفى ولا أعدل ولا أرحم ولا أتقى من تلك الأمة كيف وصلت إلى هذا ما هي الجامعات التي درسوا فيها والكليات والمعارف أين هي هنا فقط يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فتفوقوا ونجحوا ومن يوم أن أبعدوا المسلمين عن كتاب ربهم وحولوه إلى المقابر وإلى دور الموتى والسنة مهجورة ونحن نهبط 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 حتى فقدنا كل شيء يا شيخ يا شيخ لماذا تقول هذا ما فقدنا الأندلس ما فقدنا الجمهوريات الإسلامية في شيء ربا ما استعمرتنا إيطاليا وفرنسا واصبانيا وبريطانيا وإلى لا سبحان الله المسلم يحكم من قبل الكافر حاصل لأنه ما هو بمسلم ما أعطى لله شيئا فقط مسلم بالاسمه لو أعطاه قلبه ونفسه وماله ما استطع كافر يسوده ويحكمه فما هي العل الجهل جهلونا فسادونا والآن نحن نصرخ العلم العلم ما استجه أسكت يا شيخ ما بلد إسلامي إلا في وزارات المعارف والمدارس والكليات والمعاد ما لك يا هذا نقول أين آثار ذلك هاتوا ما هو السر في ذلك أنهم ما طلبوا العلم لله أي ما طلبوا من أجل أن يعرفوا الله ويعرفوا محابه ومصاقطه وكيف يجاهدون أنفسهم لتستقيم على منهج العلم والحق فطلبنا العلم للدنيا حتى بناتنا أظن هذا صحيح ها يبعث بابنته تدعو سليما من أجل أن تعبد الله لا 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 لو أرى أن تعبد الله تعبده في البيت تتعلم من جدتها من أمها من زوجها كيف أذكر الله كيف أصلي تتعلم وتعبد الله لا من أجل الوظيفة والبخاري افتتح كتابه باب ماذا العلم قبل القول والعمل إنما الأعمال بالنيات والآن يا شيخ كم صحت هذا الصياح ماذا ينفع دلنا على الطريق هذا هو سؤالكم ولا لا الطريق والحمد لله واضح سهل لا عقبات ولا حجار ولا حيات ولا بوليس ولا شرط ولا ولا أبدا فقط أهل القارية المسلمة يتعاهدون يتعاهدون لله ويتعاهدون بينهم أنهم يفزعون إلى ربهم كل ليلة من صلاة المغرب إلى العشاء في بيت الرب أول خطوة وهذا لا يوقف حياتهم أبدا ولا يعطلها الفلاح يشتغل التاج ويشتغل الصانع يشتغل كلهم عندما الشم استميل الغروب يتوضعون يلبسون ملابسهم ويأتون بنسائهم وأطفالهم إلى أين إلى بيت الرب تعالى من يلومهم من يصخى منهم من يضحك يجتمعون في بيت الرب وسيهيئ الله لهم من يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم والله ما يحرمهم والله ليهيئن لهم من يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يوما بعد يوم بعد يوم عام عامين كيف يصبح أهل تلك القرية يدلوني يخبروني أنا أعرف كيف يصبحون كالملائكة لا خيانة لا غيش لا حسد لا كبر لا إسراف لا بذخ لا حب دنيا لا تكارب على الشهوات لا لا كالملائكة أو تقول هذا ما يمكن محال أنا سيت سنن الله وإلا لا الطعام يشبع والماء يوري النار تحرق والحديد يقطع سنن لا تتبدل إذن فتعلموا الكتاب والحكمة لا بد وأن ينتج الطهار والصفاء والأمثلة قائمة والحياة شاهدة مرؤم خفي أهل المدينة كم حي في المدينة قالوا سبعة سبعة عشر حي بعض المدون عشرين أهل كل حي يتعهدون لله أنهم إذا مالت الشمس الغروب يفرقون من أعمالهم الحلاق يرم الموسى يغلق الدكان التاج يغلق الباب الصانع كذا ويأتون إلى الجامع الذي في حيهم ما يوجد حي ما فيه جامع أبدا في العالم الإسلامي عرب وعجم يجتمعون في بيت ربهم يستمطرون رحمته يبكون بين يديه يذكرون اسمه ويهيئ لهم أيضا مربيا حليما يجلس لهم جلوسا هذا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم العام بعد العام طول العام أعوام أسألكم بالله يبقى في الحيلس مجرم بذخ مسرف والله ما يبقى ماذا يصنعون بالمال يبقى بينهم جائع والله ما يبقى يبقى بينهم عاري والله ما يبقى أبدا يبقى بينهم جال كيف يبقى الجال كيف يوجد الجال ويتم لهم من الكمال ما تم لأصحاب رسول الله وأبنائهم وأحفادهم في العصور الذهبية لا سيما في وقت كهذا من مانع أن يفعل المسلمون هذا إلى الآن ما عرفنا سحرنا اليهود ما ندري ما هي الموانع ما عرفنا عرفتم هذا البكاء كم نبكي وأخيرا أحد إخواننا في المستشفى قالوا دعوا الله لي باشتفاء ونحن مرضى وهو مريض وما أكثر مرضانا بالضاه والباطن أنا أدعو وأنتم أمنوا اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والأكرام إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أنحد أن تشفي هذا المرض الذي وصانا بالدعاء له وأن تشفي كل مرض بيننا وعندنا وفي بيوتنا إنك الشاف الذي لا شفاء إلا شفارك اللهم اشفي سقمنا وأبر مرضنا برحمتك يا رحمة الرحيمين وطهرنا ظاهرا وباطنا منك ولينا وولي المؤمنين